لاحظ هذه الصورة الآن الفرق كثيرة كل الفرق تقريبا مشاركة للأندية بالإضافة أيضا إلى الفرق المجتمعية صباق كبير صباق عريق عرف هذا الصباق في إيطاليا في عام 1970 عرف الجراند فوندو بالتسمية بالتسمية الإيطالية التي تعني اليوم الكبير أو اليوم الركب الكبير هكذا هي الصورة كانت في عام 1970 مع الجراند فوندو جراند فوندو صباق للناس صباق للدراجين الهواء هذا الصباق الوحيد في العالم ليجمع أكبر عدد ممكن من الدراجين الجراند فوندو التي كانت الانطلاقة الأولى مع هذا الصباق في عام 1970 في إيطاليا وبعد ذلك تم اعتماده في الاتحاد الدولي وأصبحت كل الدول بما فيها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية احتضنت هذه الفكرة الجراند فوندو وأخذ الاسم الإيطالي الاسم الإيطالي طبعا جراند فوندو هذا اسم إيطالي فالاسم الإيطالي أخذ هذا الاسم طبعا هذا الصباق الشهير على مستوى العالم واللي هو مخصص للفرق المجتمعية وهي الفرق الأندية حتى فرق الكونتنينتل بالمناسبة يعني اللي هي المحترفة الشفة معترفة عند الحق أن نشارك في هذا النوع من الصباقات لذلك سوف نشاهد اليوم أسماق قوية موجودة من دولة الإمارات من باقي دول مجلس التعاون أيضا هناك فرق أتت من خارج الدولة للمشاركة في الجراند فوندو لأن الحق مشروع لكل من يملك بطاقة دراجات أو ترخيص دراج هاوي أو أيضا شبه محترف إلا هو في السباقات الكونتنينتل أو فرق الكونتنينتل عنده الحق أن يشارك في هذا النوع من الصباقات فبالتالي راح نشوف اليوم الأندية نشوف أسماء من المنتخبات الوطنية راح نشوف أيضا من إيطاليا من فرنسا اليوم جنسيات عديدة موجودة في هذه البطولة أيضا اليوم من فرقنا خلنا نستعرض الفرق الموجودة من أندية الدولة اللي موجودة اليوم نادي شباب الله اللي نازل بكل قوة بقيادة السلوفيني بولي جريغا نلاحظ الآن الانطلاق إذن على بركة الله تعالى الانطلاق الشرفية لمسافة 6 كيلو مترات خلف سيارة الحكم العام نلاحظ الآن هنا كل الدراجين نلاحظ الألوان الموجودة في المقدمة نشوف اليوم شباب اللهلي بقيادة الدراجة السلوفيني المحترف بولي جريغا هو من يقود هذا الفريق معه أيضا عبد الرحمن البلوشي وسيف خميس النقبي وعمر فاروق معهم أيضا بهذه المشاركة حسن حمدان حسن وأيضا حسين علي ومعهم أيضا عبدالله الحمادي وأيوب العلي وتوماس هوغرلاند وإيفار سيك هذا من الفريق شباب اللهلي بالإضافة إلى ماتيج دورونوفيج وهناك أيضا ألدن كيلينغ هذا الفريق طبعا اللي الآن شباب اللهلي هم اللي وجودين فيه الأمام هذه هي الانطلاقة المعروف لجراند فوندو الانطلاقة تلقاها بهذه الصورة هناك من يصل إلى مسافة تصل إلى الكيلو متر منذ أن أخذ الانطلاقة الشرفية وأيضا توجد الأسماء الأخرى وعدد الدراجين الآخرين لا زالوا موجودين على خط الستارت لم ينطلقوا بعد هذا ضريبة العدد الكبير من الدراجين إذن الانطلاقة الجميلة في هذه المنطقة وأيضا هنا من الصروح الجميلة المنفذة من المشاريع في بنياس كما نشاهد الآن من أمام الشرق مول كما نشاهد أيضا هذه المنطقة الاستثمارية لشركة أبوظبي للاستثمار وهذا التنفيذ الرائع طبعا جمالية الصورة كما نشاهد الآن من الطائرة العمودية اليوم بهذا التنظيم الكبير انطلاقة الكوكبة الأولى هذه الانطلاقة هي تعتبر انطلاقة شرفية مسافتها ما تتعدى ست كيلو مترات اليوم نلاحظ معاكم من أمام بوابة الشرق مول الانطلاقة الرسمية بهذه الصورة بهذه أيضا الجمالية سلام على جمال الصورة يعني جمال الصورة يتحدث عن المكان يتحدث ويضفي حقيقة على ما أقوله الآن من كلمات ربما أقل من أن أوصف هذه المنطقة الجميلة وخصوصا عندما رأيناها من الأعلى كما نشاهدها الآن مرة أخرى إذن من أمام البوابة الشرق مول في هذه اللحظات الانطلاقة الشرفية وهذه الانطلاقة اللي راح تمتد لمسافة ستة كيلو مترات الاتجاه إلى الشوامخ والشامخة وإلى الفلاح الجديدة ومن ثم استلام الطريقة المؤدية إلى سويحان وهذه الصورة من سويحان إلى مدينة العين حيث خط النهاية لمسافة 150 كيلو متر 150 كيلو متر مسافة طويلة في هذا اليوم نلاحظ الآن من الجانب الآخر الشارع المحاذي وهو الشارع اللي هو يعتبر الطريقة المعتمدة ما بين أبوظبي ودبي وأيضا ما بين العين هذه الطريق ولكن الآن اختيار الطريقة الداخلية هذه كما نشاهدها في بنياس ما شاء الله على أعداد الدراجين نتذكر بهذه الصورة طواف الإمارات ولكن طواف الإمارات لن يصل به العدد لأن المحترفين هناك خصوصية للأعداد والأرقام طبعا الجميع يعرف بأن الاتحاد الدولي دائما يخصص رقم معين في السباقات الدولية فيه رقم ما عدا هذا السباق الوحيد ما عدا هذا السباق الجراند فوندو اللي اليوم معتمد من الاتحاد الدولي ويعتبر من أقوى السباقات اللي تجمع فيها كل الفئات العمرية لذلك فنحن اليوم عدنا فئات عمرية عديدة لدينا فئات عمرية لدينا أيضا بالإضافة إلى الفئات العمرية لدينا أيضا فئات فوق الأربعين الماستر هذه فئة الماستر يمكن هي أمتع فئة اللي هي فيها دراجين كانوا سابقين ممكن كانوا محترفين في الجراند فوندو المعروفين على مستوى العالم يشاركون في هذا السباق على الأقل يعود بالذكرة وبالذاكرة لأيام عندما كان بطلا هذا السباق يجمع عدد كبير من الفئات فبالتالي الفئات اللي موجودة عدنا الفئة المفتوحة اللي هي من 18 سنة إلى 39 وعدنا فئة الماستر هي اللي من الاربعين إلى تسعة واربعين بالإضافة إلى فئة الكبار اللي هي فوق الخمسين سنة هذه ثلاثة فئات وفيها جوائز مالية بالإضافة إلى البطل السباق طبعا الجائزة المالية تصل إلى 300 ألف درهم للجنسين للذكور والي الإناث وبكل فئة أو في كل فئة هناك جائزة المركز الأول 15 ألف درهم جوائز مالية كبيرة وهي حقيقة يعني معروفة في سباقات الجراند فوندو هناك جوائز مالية ولكن نعتقد بأن هنا الأعلى على مستوى المشاركة كما نلاحظ الآن في الصورة طبعا لازالت الانطلاقة الشرفية وهذه الكوكبة من الخلف طبعا انطلاقة واحدة الجميع فيها موجود نلاحظ المشاركين هنا من الهواء الهواء أكثرهم نسبة كبيرة من الهواء عدد الدراجين فوق السبعمية سبعمية دراج حاليا طبعا المنافسة موجودة في الأمام ولاحظ ولاحظ الآن أن الكوكبة تتمركز في الكوكبة الآن ثلاثة فرق قوية وشاهدها من هنا بغض النظر عن هذه الفرق اللي تشوفونها الآن اللي في الذيل طبعا هذه الفرق اللي في محاولة اكمال هذه المسافة لأنه فيه تحديد تحديد سرعات تحديد سرعات يعني إذا كانت سرعتك فوق الأربعين عندك فئة تمشي فيها سرعتك معدلها ستة ثراثين عندك فئة تمشي فيها أو قروب تمشي فيه هذا هو الجراند فوندو أما اللي هو الفعل نخبة هذه لا هذه سرعات مفتوحة فيها فهم اللي موجودين الآن خلف السيارة في الأمام في انتظار الانطلاق الشرفية الرسمية لهذا اليوم اللي راح يكون أكيد تنافس كبير ما بين فريق مايوش اللي موجود اليوم بالإضافة إلى فريق شباب اللهلي أيضا نادي النصر الرياضي اليوم نادي النصر اليوم موجود في ثلاث عناصر من المنتخب السوري موجودين مع نادي النصر مثل يوسف سروجي عدنا أيضا تمام النويصر وبالإضافة إلى البطل الكويت وبطل العرب سيد جعفر سيد جعفر اللي حقق الميدالية الفضية في دورة التضامن الإسلامي في تركيا الكويتي سيد موجود الآن سيد جعفر العلي موجود الآن مع فريق نادي النصر بقميص نادي النصر موجود معهم أيضا في هذه المشاركة علي الموصلي هذه الأسماء اللي موجودة مع نادي النصر اليوم ما شاء الله عشر دراجين من نادي النصر مشاركين في هذه المشاركة الكبيرة وأيضا نشوف نادي بالإضافة إلى نادي شباب الأهلي يمكن ذكرنا بقيادة بولي جريغا بولي جريغا يمكن المميز اللي فاز بالعديد من السباقات هنا نلاحظ معاكم الآن هنا طبعا ذيل الكوكبة هذا ذيل الكوكبة في الخلف هذه الكوكبة التي هي في الخلف وفي الانطلاقة وذيل الكوكبة التي هي طولها تقريبا الآن أكثر من كيلو متر معروف هذا السباق الجراند فوندو العالمي وتحت تنظيم اليوم أيضا محلي تنظيم اتحاد الإمارات للدراجات أيضا منافس في التنظيم ولكن هنا في هذه حقيقة البطولة هو تنظيم مجلس أبو ظبي الرياضي هو من ينظم هذا الحدث كما نشاهد الآن في الصورة أتمنى إن شاء الله المشاركة تكون قوية للفرق وأيضا يستفيدوا منها مثل ما قلت نادي النصر اليوم مشاركة قوية شباب الأهلي أيضا مشاركة قوية فريق ياسي من أبو ظبي أيضا مشاركة قوية أنا أشوف إيفان نوجسكي وأيضا خالد الرميثي قائد الفريق طبعا هو نفسه موجود في هذا الفريق فريق ياسي بالإضافة إلى سعيد الرميثي وأيضا الأرتيري تسفوم أكوب ماريام وهو أحد أبطال أفريقيا وبطل أفريقيا عند ميدالية ذهبية في أفريقيا من فريق ياسي شوف هذه العناصر اللي أنا أتكلم عنها الآن تلاحظ هنا السباق الحقيقي للغراند فوندو مع الفئة النخبة للذكور وأيضا الإناث كلهم موجودين مع بعض في نفس المكان طبعا المطبات تأثر تأثر على الدراجين تأثر أيضا على المصورين فبالتالي طولوا بالكم معنا إذا شفتوا فيه هزة شوي هاي الأمور طبيعية جدا لأن فعلا المطبات تأثر على السيارة حاملة الكاميرا فهذا الأمر طبيعي أتمنى إن شاء الله توفيق للجميع نلاحظ معاكم الآن هنا الصورة يعود بها المخرج إلى الخلف في اللي ما بيقدر يتحمل المسافة إلى الأخير كما نشاهد الآن هنا الكوكبة الأولى الكل متحفز لا زالت سيارة الحكمة الآن موجودة في المقدمة لا زال السباق موجود على مستوى الانطلاق الشرفية لم تنتهي الكيلومترات بعد والآن نلاحظ بأن الأجواء دخلت في حموتها خلاص أعدنا من الفرق المشاركة كما ذكرت فريق ياسي فريق شباب اللهلي لدينا أيضا فريق ربدان وفريق أبوظبي للهوا وأيضا لدينا سايكل زون تيم لدينا فريق سايكل زون تيم بالإضافة إلى مايوش مايوش هذا الفريق اللي هو دائما ينافس بقوة ومايوش الشركة الوطنية الأشهر على مستوى الدراجات لأنها هي من تدعم فريق اليوئي تيم إمرتس فريق الإمارات المحترفين مايوش وهو المنتوج الوطني الأول التطبيق الأشهر على مستوى العالم لممارسة الدراجات الهوائية في الأماكن المغلقة في الأندور وهي حقيقة من الشركات اللي تعتبر نشطة جدا على مدار العام مايوش شركة شهيرة اليوم تدعم أيضا الدراجين الوطنيين في دولة الإمارات نلاحظ اليوم راح يشارك باسمهم أيضا البطل الإماراتي يوسف ميرزة قائد فريق مايوش هو عارف أنه هو محترف ما بتكون عنده جائزة ولكن حالة حال مارك كفنديش حالة حال أي محترف برو أي دراج يحمل بطاقة فيها أنه هو برو أو أنه محترف في فرق الـWT اللي هي فريق الـ World Tour هذا ما راح يحصل على نتيجة الجوائز المالية ولكن يكون عنده المنافسة يقدر ينافس يمكن يفوز ولكن فقط الـPrice Money والجواز هي لتحت هذه الفئات المحترفة فمايوش بقيادة يوسف ميرزة الحمادي معاه أيضا راح يكون وليد النقبي أحمد المنصوري محمد المنصوري خالد معيوف جابر المنصوري علي عبدالله الحساني وأيضا راح يكون عبدالله العلي عبدالله جاسم عبدالله جاسم لهو شقيق أحمد جاسم اللي كان في التحليل اليوم وهم أبطال للدراجات وعبدالله جاسم أيضا هذا هو الشقيق الأصغر هو البطل الحقيقة القادم بقوة أيذن على بركة الله تعالى ننطلق الآن بهذه الأثناء السباق ينطلق والتاكات قويا نشوف فريق الوثبة يتحرك عن طريق الدراجة الجزائري حمزة منصوري يطلع أسامة منصوري عفوا يطلع معامل نادي بوظبي نادي بوظبي للدراجات اليوم يمكن الرصيد الأكبر من المشاركين موجودين في هذا الفريق فريق شرطة دبي أيضا داخل بقوة بالأسماء القوية الموجودة عبدالله الحمادي يطلع أول أتاك عبدالله الحمادي بقوة الأتاك الآن في مقدمة السباقي يطلع معاه أيضا من فريق الوثبة عبدالله الحمادي من نادي أبوظبي أحد أسماء حقيقة المنتخب الوطني لحقق الميدالية البرونزية مؤخرا في المضمار عبدالله الحمادي ثاني واحد باللون الأبيض من واليد الألفين وهو أحد نجوم المنتخب الوطني والله كان موجود في مشاركة خارجية في المغرب وكان موجود مع زملاءه هذا عبدالله الحمادي ما أخذ الرأس الآن في الأمام يطلع بهذه القوة بهذا الأداء القوي نتمنى إن شاء الله التوفيق في هذه المهمة الصعبة في هذه المهمة الصعبة منذ البداية يعني إذا من البداية تطلع هذه يعني انطلاقها ما يفسهل ما يفسهل تأخذها منذ الانطلاق الأولى بهذا الأداء وأول ما بدأ السباق والسرعة كبيرة فوق 52 كم في الساعة ظهور مبكر محاولة مبكرة الآن في التاك قوي يقوم بعبدالله علي عبدالله الحمادي في هذه اللحظات من نادي أبوظبي نادي أبوظبي بكل قوة يتحرك بهذه اللحظات معاه أيضا من فريق الوثبة فريق الوثبة معاه ونشوف شوف معانا الآن هنا هذا الفريق طبعا فيه سلطان الحمادي سلطان الحمادي من فريق الوثبة معاه أيضا في هذا الفريق نايف مسلم معاه أيضا في فريق الوثبة اليوم اسماء كبيرة إذا ما تحدثنا وخصوصا عن الأسماء اللي هي تعتبر أيضا مثل إسلام منصوري إسلام منصوري كان شارك في طواف البحرين طواف الهوال البحرين وهو طواف الشيخ ناصر بن حمد مؤخرا هاي كل الأسماء نشوف هذه الكوكبة الآن في الخلف لا زالت المحاولة موجودة يتم اللحاق الآن بعد الله الحمادي وأيضا يتم اللحاق بسلطان أعتقد الحمادي في هذه الكوكبة نلاحظ معاكم هنا في الصورة إذن إذن تعود الكوكبة مرة أخرى في التاكات موجودة في الأمام السرعة حاليا فوق 47 إلى 50 كم في الساعة كنترول الكوكبة لشباب اللحلي وأيضا مايوش يتقدم مع فريق ياسي فريق ياسي نشوف علينا ويصري من فريق ياسي يأخذ الراس في الأمام يطلع معاه الآن نشوف عبد الرحمن المنصوري بالإضافة أيضا لتواجد التاك من الجانب الأيسر الآن من الطريق بمحاولة قوية من الجانب الأيمن من الجانب الأيمن من الطريق الآن نشوف يتاك من شرطة دبي شرطة دبي تتحرك في التاك قوي يترى من المتحرك الآن من شرطة دبي في هذه اللحظات التاك قوي من شرطة دبي فريق شرطة دبي يتكون حقيقة أكثر من 18 دراج ولكن النجاح كيف راح يكون لشرطة دبي بهذه الصورة إذا ما كان هذه محاولة عادية محاولة عادية هنا لشرطة دبي لجس النبض لجس النبض في هذه الأثناء طبعا شرطة دبي اليوم في أسماء قوية في ياسين حمزة الجزائري هو يعتبر أقوى دراج إذا وصل الناي ممكن ينافس وقد حقق هذا في سباق وزارة الداخلية شرطة دبي لديها أيضا نسيم سعيدي من الجزائر في صفوف فريق شرطة دبي عندهم إبراهيم آل علي عندهم أيضا حمد الصابري عندهم فاروق فاروق ما شاء الله عليه أسماء قوية موجودة لاحظوا في التحرك في الخلف هنا نعود إلى هذه الفرقة الهاوية التي تجتمع وأن تتحدى إكمال المسافة طبعا المعروف جراند فوندو هي المسافة الطويلة المسافة الطويلة وتحمل هذه المسافة بمعدلات سرعا لاحظ الآن هنا هذه الكوكبة هذا عبدالله في الأمام يأخذ الراسة الآن من شرطة دبي من شرطة دبي هو لم يأخذ الراسة الآن أي أتاك آخر شرطة دبي تحاول سيطر على الوضع السباق لا زال موجود في بداية في منطقة الشامخة رايحين بعد ذلك ما ذكرت إلى الفلاح منطقة الفلاح الجديدة وإلى سويحان الرياح حقيقة غير مؤثرة حاليا ما في رياح مؤثرة فعملية الأتاكات الكل الآن متحفز الكل مترقب العملية أصبحت فقط جس نبض ما في أي تحرك صريح البداية القوية اللي قام بها قبل شوي عبدالله الحمادي من نادي بوظبي أعطتنا كم هو الفارق حقيقة ما بين المستويات لا المستوى قوي لأن عبدالله يوم عمل الأتاكات الأتاكات قوية سرعة عالية تم الرد عليه بسرعة من اللي يتحرك في الخلف نحن أكثر من منافس عندنا من شرطة دبي عندنا من شباب اللهلي فريق ما يوش متمكن ولحد الآن لم يتحرك ولكنه يتابع شرطة دبي الآن في المقدمة اثنين من الدراجين موجودين فئة السيدات عندهم أيضا في المنافسة عندهم اثنين يمكن سبرنتير الأقوى عندهم ياسين حمزة عندهم أيضا نسيم بالإضافة هناك سيدات عندهم مادي مادي بلاك وهي متسابقة قوية حقيقة نلاحظ الآن أيضا هناك من الفرق لموجوده نادي أبوظبي للدراجات اللي يطلع التاك الآن في هذه اللحظات التاك من نادي أبوظبي في هذه الأثناء من الجانب الأيسر على الطريق لمحنى لكن المطبات شوي تأثر على المصور فمع لش استحملونا شوي نرجع بالصورة مرة ثانية ونتابع إذن نعود إلى المنافسة نعود أيضا إلى هذا السباق وهو سباق حقيقة يعني اليوم أنا بكل فخر أعلق على هذا الحدث الكبير الجراند فوندو الجراند فوندو وهذا المسمى الإيطالي اللي بدأ في عام 1970 أول سباق جراند فوندو نعم هذا سعيد أبو الواش يبدو لي ما متأكد لكن الصورة بعيدة عليها الآن أصبحت ما انتبهت ليوم أول ما كانت صورة قريبة طبعا السيارة تبتعد من أجل المطبات يعني ومجهود كبير مجهود كبير على المصورين مجهود كبير للمصورين على هذا المكان نشوف هذه تقريبا خذوا فيها قاب خذ فيها قاب تقريبا هذا ترك هذا ترك في هذه اللحظات نعم هذه الكوكبة هذه الكوكبة يمكن الرابعة والخامسة والعاشرة بالمناسبة ليست هي من تنافس في الأمام وهنا جمالية الموقف هنا جمالية الموقف نشوف المقدمة الآن هنا في مقدمة السباق محاولة قوية ولكن لحد الآن لم أستطع التعرف على من يتواجد في مقدمة السباق في هذه اللحظات أخذ قاب تقريبا ما يعادل 500 متر إلى 600 متر في التقدم الكوكبة بدأت تزيد سرعتها بدأت تزيد سرعتها الكوكبها الآن هذه محاولة جيدة في المقدمة ولكن نحن نعرف نحن نعرف بأن المسافة طويلة جدا ونلاحظ أن حتى الفرق المشاركة والأسماء المشاركة القوية بالإضافة إلى الهواة المجتمعية الآن ماخذين ما شاء الله عليهم يعني هم عارفين المعدلات اللي ممكن هم توصلهم إلى النهاية وهذا هو الأهم في سباق الجراند فوندو الجراند فوندو هو الأهم أنك تكمل المسافة الطويلة اليوم المشاركة 700 هناك فئات كثيرة موجودة هناك أعمار موجودة هناك فوق الخمسين سنة مشاركين وهذه لهم جوائز مالية أيضا بالإضافة أيضا إلى الفئات العمرية اللي هي من 18 سنة إلى 39 هذه فئة مفتوحة هذه الفئة العامة اللي يجيب الأول 300 ألف درهم إماراتي يعني أنا أقول اليوم فعلا منافسة راح تكون على الفئة الأولى النخبة اللي يتبه لكن بنفس الوقت لا نستبعد جمالية كمال السباق بمعدلات السرعة ربما كان نتحدث البعض عن كم ممكن تقطع المسافة هذه في كم شوفها فريق الوثبة أيضا نشاهد هنا ويبدو لي في الصورة محمد سند لقبيسي هذا محمد سند لقبيسي أعتقد ذلك هذه محاولة في الأمام النادي بوظبي في هذه ما كان طبعا قلنا سعيدة بالواش طبعا لا طبعا هذه المحاولة في المقدمة ولكن أعتقد أعتقد بأنه أمام الكوكبة راح يتم اللحاقبة بسهولة ما ما يقدر يبعد لأن فعلا نكون ترول واضح في الكوكبة في الخلف أعتقد لحد هذه اللحظة التواجد في هذه الأثناء إذن لكوكبة أيضا ملاحقة في الخلف طبعا المجاميع تزيد المجاميع المجاميع تزيد بعدها تزيد أيضا بعدد القروب الواحد والمجموعة الوحدة هذه المجموعة في الخلف كوكبة كوكبة خلفة مباشرة على بعد تقريبا أقل من 400 متر حاليا أقل من 400 متر لكن هل ينجح هل ينجح هل يستمر الابتعاد عن الكوكبة هذه يعني تقريبا هي يعني جسنا وضنو عن ما ولكن أعتقد بأن قدرة هذا اللاعب على إمكانية أنه يبقى حتى الأخير لا صعبة شوي شوي صعبة أنه يصمد حتى الأخير لكن لحد الآن أنا ما عرفت بالمناسبة لم أعرف هذا اللاعب المتقدم ويبدو لي كأن أنس آيت عبدية يبدو لي أنس آيت عبدية والله المغربي إذا كان المغربي أنس آيت عبدية والله هو نفس الجسم والله هو هو نعم هو إنه هو يبدو لي نعم أنس آيت عبدية البطل المغربي اللي كان محترف أيضا مع فريق الإمارات للمحترفين وأيضا كان موجود مع فريق الشعفار بس ما أدري هل مرة مشارك مع مين مبعارف مشارك مع مين هذه المحاولة الموجودة في الأمام إذن لأنس آيت عبدية بالمناسبة يعني أنس آيت عبدية قام بنفس هذا الفعل في بطولة العالم عام 2016 في الانطلاق الأولى وأخذ معاه سبعة وتسع دراجين فبعد تقريبا ستين كيلو وصارت عملية تسكير مع رياح جانبية للكوكبة الأم في الخلف فتصف كل من في المجموعة ما بقى غير الأقوية ووصلوا على الكوكبة اللي فيها أنس آيت عبدية وراح معاهم للنهاية ويمكن هذه المرة الوحيدة أن يكون فيه عربي يدخل فيها فئة المحترفين ويكون من ضمن التوب ثيرتي يعني يمكنها 24 ياب ولا 25 نتيجة و25 مجموعة أولى مع محترفين شي كبير هذا فهذا قام بنفس العمل اللي نشوفه الآن يقوم به في هذه اللحظات أنا سأيت عبدية الواضح من قبل شوي المتقدم نشوف هذه المجموعات اللي موجودة فيه الآن مقدمة السباق بالنسبة للفئات كما ذكرت وشي من الألوان اللي موجودة طبعاً اللون الأزرق واللون الأحمر واللون هذه الألوان اللي تشوفونها هي تحديد الفئات والمستويات اللي تمشي عليها يعني اللي تمشي عليها مثلاً أنا قروب أقدر أمشي أنهي معدل 36 أعطوني اللون الأورنج أنا عندي القروب ينهي 42 أعطوني اللون الأزرق أنا أعطيك أمثل للا حد الآن أنا مبعارف الألوان لأي نوع من أو لأي سرعة محددة لا أعرف ولكن أعرف هذا هو النظام أعرف هذا هو النظام اللي موجود فلذلك راح تشوف فيه ألوان موجودة اللون الأحمر اللون كذا هذه أنهم يقدرون ينهون يقولك أنا معدلي ممكن في الـ 150 أخلص معدل سرعة 36 أنا ممكن أخلص أربعين أنا ممكن أخلص 42 الآن كم راح يخلص اليوم من يتواجد في الأمام الحرب اللي موجودة في الأمام اللي يقوده الآن أنس أيت عبدية في المقدمة هذا أنس أيت عبدية يبدو لي أنه مع نادي أبو ظبي شكراً اللي يعطاني المعلومة إذن الآن في هذه اللحظات نشوف المجاميع اللي في الخلف طبعاً 700 دراج معنات أن المجاميع راح تكون كثيرة المجموعة اللولة راح تكون قوية من اللي يعمل الآن في المجموعة اللولة الممنادي أبو ظبي إذن أنس أيت عبدية المغربي يتقدم السباق في محاولة ولكن هذه المحاولة هي جيدة نوعاً ما ولكن لا أعتقد بأنها مجدية بالدرجة اللولة لأن الكوكبة وضعتها أمام أمام يعني تقريباً بأقل من 400 متر يعني الكنترول والتحكم مع الكوكبة الأمة الآن حالياً اللي هي النخ الجميل في الأمر عندما تشاهد هذه الأعداد الكبيرة اللي موجودة كما نشاهدها الآن في الصورة ما شاء الله وهم ماشيين على المعدلات السرعة هذه هذه هي بحد ذاته إنجاز بحد ذاته إنجاز نعم هذا أنس أيت عبدية حين الصورة واضحة جداً إذن المغربي لا زال يتقدم أنس أيت عبدية في هذه اللحظات وهو أحد دراجي أنا والله ما عرفت إنهم قالوا لي لا هو انضم إلى نادي أبو ظبي نادي أبو ظبي للدراجات انضم معاهم مؤخراً والله ما عندي علم أنا الآن عرفت يعني وما شفت اسمه موجود من ضمن الأسامي ما شفت اسمه من ضمن الأسامي بعدين هو بدأ الموسم مع نادي أو فريق الشعفار الآن مع النادي فما أدري يمكن في هذه البطولة شارك معاهم ومغير الأمور طبعاً هو يعتبر لاعب محترف في النهاية هو لاعب محترف ممكن يطلع من نادي يروح لفريق من فريق إلى آخر تمنى لهم إن شاء الله التوفيق نلاحظ الآن الكوكبة ما شاء الله شوف السرعة سرعتهم عالية بالمناسبة أنا أتكلم عن القروبات اللي في الخلف الصورة كانت مقابلة شوي مع القروبات اللي في الخلف مو بالقروب اللي يتابع أنس اللي يتابع أنس هذا أكبر قروب الآن قروب كبير فيه أكثر عن ميتين أكثر من ميتين دراج والكل يبحث له عن مكان في المقدمة والكل كان يتكلم ويقول يعني نتمنى السلامة للدراجين هم شي نتمنى لهم السلامة لأن العدد الكبير لذلك الاتحاد الدولي يجعل من الأرقام للمشاركين محددة يعني الأرقام محددة ما يزيد العدد للمشاركين كثير على أساس أنه تكون هناك أكثر يعني سلامة للدراجين المشاركين آها نشوف هذه شيخة في فريق مايوش مشاركاً فريق مايوش في الكوكبة شيخة عيسى لعبة منتخبنا الوطني واللي حققت الميدالية أيضاً الذهابية في دورة ألعاب الخليج اللي كانت في الكويت مؤخراً وتلعب باسم فريق مايوش وأيضاً فازت بسباق مايوش اللي كان في شهر رمضان الماضي بالعاصمة أبوظبي وعبدالله الحمادي من نادي أبوظبي أيضاً في المحاولة اللولة هو اللي فاز بها نشوف الآن محاولة تقدم من فريق الشعفار فريق الشعفار يتقدم في الأمام نلاحظ أيضاً فيه أمام في هذا التقدم نلاحظ في الأمام هناك خلاص شوف هذه الآن مثل ما قلنا مستحيل يروح لأن كنترول ضخم عدد ضخم والله مئات ما شاء الله شوف الكوكبة أنا أول مرة في حياتي أشوف هذا الرقم يعني ممكن أتحول الآن بالحديث بالدارجة وأقول هذه أول مرة أنا أشوف هذا الرقم جدام عيني في كوكبة واحدة ما شاء الله الله يستر الله يستر علي ما شاء الله الأسماء الجميلة هذا يمكن شبنا من قبل شوي أيضاً جمال عوض جمال عوض في هذه المشاركة الجميلة في الأمام نعم لابس اللازرق وكان معاها اللقاء ونشوف اللون أيضاً العيناوي على فكرة يعني حتى فريق نادي العين أو فريق العين للدراجات أيضاً مشارك ويشاركون في كل هذه المشاركات ومن أبوظبي عدد كبير موجود نشوف فريق ياسي نشوف فريق ربدان يا سلام فريق ربدان مشاركاتهم عالية المستوى خصوصاً المشاركة الأخيرة اللي يبلفع الفريق ربدان شرفنا لون الأزرق السماوي شوفوا لون الأزرق السماوي هذا الفريق له طابع خاص هذا الفريق فريق ربدان هو اللي يبدأ في بوظبي مع الأوال هذا يوسف ميرزا يطلع في الصورة آه تحرك الآن فريق مايوش تحرك فريق مايوش الآن يتحرك معه جنباً بجنب في هذه اللحظات فريق أبوظبي تدخل الآن فريق أبوظبي للدراجات نشوف فريق مايوش الآن اللي فيه الآن يوسف ميرزا وعناصر المنتخب الوطني يأخذ الرأس في الأمام الآن عبدالله جاسم هذا عبدالله جاسم سيف آل علي يحاول أن يتقدم الآن عملية باردير وزيادة السرعة ويبدو لي في تسكير في تسكير هذه فنية من الفنيات يتقدم الآن بالمقدمة محاولة ذو سامة صباهي يبدو لي الآن في المقدمة وأيضا نشوف معهم أيضا اللاعب الإيطالي هذا الدراج الإيطالي من نادي أبوظبي نلاحظ في الصورة نلاحظ في الصورة أيضا يوسف ميرزا برافو يوسف برافو يوسف ميرزا نشوف أيضا في الصورة يتواجد الدراج المغربي الثاني المحترف أنس أيد عبدية معه أيضا الآن المحترف الثاني من نادي أبوظبي من نادي أبوظبي أكثر من 32 دراج من نادي أبوظبي فقط بشاركين وهذه مشاركة ضخمة نعم لنادي أبوظبي وبعناصر قوية منهم إيطاليين ومنهم مغاربة أيضا هذا الفريق لاحظوا شوف اللون الأحمر والأبيض هذا الفريق نادي أبوظبي للدراجات تمركز جيد وأداء ممتاز لهذا الفريق أنا أيت عبدية المغرب يعود إلى الخلف نجوف عبدالله الحمادي يحاول أن يتماسك يوسف ميرزا يرفع السرعة في الأمام خالد معيوف خلفه مباشرة أحمد المنصوري أيضا يتواجه الثالث واحد يتزيد السرعة الآن الرياح شوية شوية ساعد في التسكير ولكن يحاول أن يخفف الضغط عليه يوسف على فريقه على فريق مايوش يا سلام المنافسة الآن مشتعلة في الأمام يزيد السرعة في الأمام خالد معيوف نشوف الآن الإسكندر بوليشن الإسكندر بوليشن باللون الأحمر والأبيض أول واحد الآن مع مايوش مايوش اللي هم اللون الأسود مع اللون الذهبي واللي معاهم جنبا بجنب نادي بوظبي يبدو لي الآن الحرب صارت ما بين نادي بوظبي للدراجات وفريق مايوش ولكن من الجانب يتواجد أيضا فريق الشباب الليلي وتماسك نلاحظ الآن يتقدم الآن بالأمام منصوري هذا عبد الرحمن منصوري الآن يتقدم من فريق ياسي فريق ياسي عبد الرحمن منصوري يرد عليه سيف معيوف الكعبي يرد عليه سيف معيوف الكعبي الآن يزيد السرعة في الأمام الإسكندر بوليشن ثالث واحد باللون الأحمر المحاولة اللي في الأمام الآن موجودة لسيف معيوف الكل يحاول أنه فقط أن يخفف عدد الكوكب الكبير بهذا السحب اللي موجود في الأمام تقدمنا نشوف هنا فريق الشعفار في الخلف في الأمام اللي مسيطرين على الوضع فريق مايوش معظمهم عناصر منتخبنا الوطني للدراجات اللي حققوا أيضا الألقاب والنتائج المذهلة خصوصا على الطريق والمضمار وخصوصا آخر بطولة شاركوا فيها كانت في المغرب هم كانوا في المغرب قبل يومين وحقق اللقب المرحلة في العيون الدراج البطل أحمد المنصوري أحد عناصر فريق مايوش نلاحظ معاكم الآن في الصورة هنا هذا فريق الشعفار باللون الأصفر ونشوف هذا أبو الواش هنا هذا أبو الواش موجود في هذا المكان أيضا معاهم الأرتيري نشوف هنا الصورة موجودة لفريق نادي بوظبي للدراجات وألاحظ أيضا بلاديمير قوزيف الروسي موجود في الصورة هنا في هذا المكان نلاحظ فريق مايوش لازال يسيطر على الوضع يوسف ميرزة يفسح المجال الآن لزملاء أنه يأخذون الراس في الأمهام الذي لم يأخذ الراس يسحف هذه اللحظات جابر المنصوري جابر المنصوري يأخذ من الراس الآن يأخذ من فريق الإمارات الدراج المحترف الدراج المحترف الآن يوسف ميرزة يعمل سباق رائع يحرك فريق مايوش بشكل جميل يأخذ القرار نعم هذا يوسف ميرزة الآن لم يأخذ القرار في الأمام موليد الثمانية وثمانين أكثر دراج استطاع أن يحقق نتائج على المستوى العربي والخليجي والآسيوي رصيد كبير من الميداليات هو الدراج العربي الوحيد الذي وصل إلى 14 ميدالية على المستوى الآسيوي وهو الدراج العربي الوحيد الذي استطاع أن يجمع بطولة ذهب المضمار وأيضا الطريق الآسيوي في عام 2018 استطاع أن يحقق حقيقة القاب عديدة على مستوى أنواع سباقات المضمار وأهم سباقه هو سباق الأومنيوم وسباق البوينت ريس وبالإضافة إلى تصنيفه العالمي هو الدراج الوحيد الذي استطاعه هنا من دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى التصنيف الثامن عالميا في المضمار وباختصاص سباق البوينت ريس أو سباق النقاط كوكبة لا زالت كبيرة بالرغم من هذا الضغط الشديد الذي في الأمام والسرعة تصل فوق 47 48 كيلو متر في الساعة وإلى الخمسين نعم هذه الصورة شرطة دبي تتابع شرطة دبي تتابع نلاحظ فريق الشعفار يتابع وأيضاً نلاحظ معكم شوف لا تلاحظ أن فيه من الفرق يعني لا زالت فقط أنها في قلب المنافسة ولكن في الخلف في الخلف لم تتحرك ولم تحرك ساكن مثل شرطة دبي لحد الآن ما تحركوا وجعلوا من الأمر أنه فقط متابعة شوف هذا نسيم شرطة دبي نشوف أيضاً هنا في الصورة سعيد أبو الواش هذه الأسمالة موجودة في شرطة دبي نلاحظ أيضاً هنا من نادي أبوظبي للدراجات التمركز جميل لنادي أبوظبي تمركز جميل لنادي أبوظبي جنباً بجنب مع كما نلاحظ الآن مايوش فريق مايوش فريق مايوش مسيطر خلاص نحن استلمنا الطريقة الآن إلى والاتجاه إلى سويحان وسويحان وبعد ذلك رح نصل إلى النهاية حذاري حذاري في الحمد لله عدت ما في سقوط كان ممكن يكون في سقوط قبل شوي لكن عدت هذا العدد الكبير هذا العدد الكبير نعم هنا الجراند فوندو الحقيقي عندما تتنافس الفرق بهذه الصورة شباب الله ليحاول أنه الآن هذا التحرك تحرك جميل لشباب الله لي تحرك جميل نعم وأيضاً فريق الشعفار بداية تحرك الآن بداية تحرك فريق الشعفار في هذه اللحظات نلاحظ ما شاء الله تبارك الرحمن كأنها صورة حقيقية من طواف الإمارات مع الفرق المحترفة تشوف السرعات هذه السرعات تشوفة أيضاً في سباقات طواف الإمارات في هذه المراحل التي تعتبر فيها تسكير الآن بعد ما اشتدت الرياح لاحظ اللون الأصفر هذا فريق الشعفار يتحرك الآن يحاول أنه واللي صامد في الأمام لا زال فريق مايوش بقيادة يوسف ميرز لاحظ سرطة دبي تحاول أن تتقدم هذه مادي شوف هذه مادي لا هذه مش مادي هذه أيضاً أحد المتسابقات القويات حقيقة وهي اللي حققت الميدالية الفضية في بطولة أوروبا أولغا أولغا واللي فازت أيضاً بطولة سيح السلم من شرطة دبي نشوف معاكم الآن ياس سلام يوسف فريق قميص الإمارات المحترفين نلاحظ الآن نادي النصر يتحرك جعفر جعفر سيد جعفر من نادي النصر من نادي النصر الكويتي ما راح بعيد الأزرق وازرق هناك يوم مع منتخب بلاته أزرق وهنا مع النصر أزرق والأول مرة يلبس قميص نادي النصر اليوم قميص نادي النصر وأعتقد أن الرعاية موجودة مع بيدر الإمارات شركة بيدر هي اللي رعية لهذا الفريق فريق نادي النصر اليوم أشوف قمصانة أشوف قمصان بيدر أنا نلاحظ معكم الآن هنا نشوف علي نويسري التونسي فريق ياسي لون الأزرق الغامج نشوف الآن هنا هذه المقدمة سيد جعفر يدخل معه مايوش يدخل معه مايوش لاحظ الآن الصورة هنا هذا أنس أيت عبدية هذا علي عبدالله حساني يلا يا حساني هذا حساني الآن ونشوف السوري اللي موجود من نادي النصر أيضا يا سلام يا سلام بدأت تتضح الصورة والأسماء وليد النقبي أسماء منتخبنا الوطني اليوم بكل فخر حققوا الرقم كبير حطموا الرقم العربي محمد المطوعي اللي حطموا الرقم العربي في المطاردة الفردية أيضا حطموا الرقم العربي في المطاردة الفرقية هؤلاء النجوم اللي ما أخذ الرأس الآن في الأمام هذا نعم جابر جابر المنصوري مع أيضا وليد النقبي مع وليد النقبي أيضا يوسف ميرزو أحمد المنصوري بالإضافة أيضا إلى سيف معيوف الكعبي هذه الأسماء اللي حطمت الرقم العربي في المطاردة الفرقية ونجوف معكم الآن هنا في الصورة هذا عبدالله حسين فرحان من شرطة دبي وهنا سرعة ترتفع في الأمام فريق مايوش بعمل جبار في مقدمة السباق الآن كما نلاحظ وأعتقد بأن فريق مايوش ما رح يهدي اليوم ما رح يهدي اليوم الوضع وينتظر الفرص المناسبة للهجوم نعم والأتاك في الوقت المناسب كما نلاحظ الآن مقدمة وليد النقبي سيف معيوف الكعبي نلاحظ أيضا خالد معيوف جابر المنصوري أحمد المنصوري عبدالله جاسم آل علي ويوسف ميرزة في هذا الفريق نلاحظ أيضا الآن في تحرك فريق الوثبة شاب القمشوعي هذا علي عبدالله الحساني الحساني يسحب الحساني ما أخذ الراس خلفه خالد معيوف شكلهم جميل يا جماعة منتخبنا الوطني هذا هذه الأعظام منتخبنا الوطني ما شاء الله عليهم في هذا الظهور بالرغم من الأسماء القوية اليوم اللي موجودة من إيطاليا وأيضا من المغرب العربي برافو يا عبدالله الحساني هذا علي عبدالله الحساني خلفه خالد معيوف خالد معيوف صاحب بضية سباق الكيرين فيها البطولة العربية برافو يا علي هذا علي علي الحساني وأيضا خلفه نشوف ما شاء الله عبدالله جاسم عبدالله جاسم طبعا موليد الـ 2003 وكان واحد من الأبطال الثلاثة اللي حققه الميدالية الذهبية في البطولة العربية في الإسكندرية عام 2019 منتخب الناشئين أول بطولة فاز فيها عبدالله جاسم هذا ثاني واحد ثاني واحد اللي لابس اللون الأسود واللون الذهبي ثاني واحد عبدالله جاسم اللي حقق أول بطولة للناشئين في عام 2017 وكانت في الفردي ضد الساعة أول ذهبية حققها كانت بطولة خليجة 2017 وهو عنده مكانيات ضد الساعة ما شاء الله لاحظ الآن هنا نادي أبوظبي بكل العناصر ولكن لاحظ الآن هنا من الجانب الآخر فريق أيضا موجود ويتمركز بشكل جيد الآن فريق شباب الليهلي بقيادة بولي قريغا بولي قريغا آه بدت تقطع الكوكبة يا جماعة بدت تقطع شوي بدت تتفكك شوف شوف بدت تتفكك الكوكبة شوي شوي السرعات هذه والتحديات اللي موجودة في الأمام عملية التسكير واستمرار التسكير يأثر يأثر هذا التأثير كما نلاحظ الآن إذن الاتجاه في هذه اللحظات كما نشاهد إلى مدينة العين وإلى سويحان إلى سويحان وهذا شارع سويحان اللي احنا فيه الآن طبعا هذا هو شارع سويحان حاليا وكل الشكر والتقدير حقيقة لأنه بعث لي الآن للايف لوكيشن قبل شوي سعادة عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي شكرا سعادة عارف العواني وبعث لي الآن اللايف لوكيشن الخاص من السيارة اللي هو موجودة تابعهم على أساس نقدر نعرف وين مكانهم بالضبط تحديدا ومكانهم شكرا لك على هذا السبورت والمساندة ونلاحظ الآن هنا سباق ناجح سباق رائع على عالي المستوى وبالإضافة أيضا إلى أوجه المنافسة شوف 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 الفرق اللي موجودة الآن هنا من شباب الليلي خمس دراتين تقريبا من سلوفينيا ومن إيطاليا ومن هولندا واحد من ألمانيا خمس دراتين بالإضافة إلى بولي جريغا أقواهم سبرنت لاحظ أيضا هذا فريق الفريق لا ننسى حتى فريق نادي أبوظبي الأسماء يعني بوليشن الإسغندر بوليشن المحترف السابق وأيضا بطل طواف الشارقة نشوف الآن الكوكبة ما شاء الله تبارك الرحمن هذا المنظر المهيب الجميل اللي نشوفه اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة ونشاهده في القراند فوندو العالمي الآن هذا القراند فوندو نعم هذا هو سباق القراند فوندو الحقيقي كما نشاهد الآن هذه الصورة والكويتي يأخذ الراس في الأمام وببدلة بيدار نادي النصر لاحظ الآن هنا هي حقيقة بيدر مو بيدار لكن الاسم بالانجليزي ينكتب شيء لكن هو بيدر بيدر اللي احنا نعرفه باللهجة الدارجة المحلية الدراجة السيكل البيدر هو بيدر هو يقصد البيدر فالناس على بالهم اسمه بيدار لا مو بيدار اسمه بيدر فبالتالي هو عند هذه الشركة اللي هي تفصل القمصان والملابس الخاصة للدراجات اليوم عامل مجهود كبير مع هذه الفرق المحلية وأيضا يدعمهم يدعم اللاعبين يدعم الموهوبين فنلاحظوا اليوم نادي النصر كله بهذه القمصان هذا أول واحد شوف أول واحد لون لزرك هذا هو سيد جعفر هذا بطل الخليج بطل العرب مرتين على التوالي مرتين على التوالي وهو يفوز بطل العرب في ضد الساعة فردي للرجال وعنده إمكانيات جبارة جبارة هذا الدراج الكويتي نعم هذا الدراج ما هو في الكويت ما شاء الله عليه وهو اللي حقق الميدالية الفضية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا وكانت أول ميدالية للكويت على المستوى الدولي للاتحاد الكويتي للدراجات هذه أول ميدالية حققوها على المستوى الدولي مع وجود كازاخستان وأوزباكستان وإيران هذه أول نتيجة هذه أول نتيجة يحققها كويتي في الدراجات كانت لهذا الدراج اللي ما أخذ الرأس الآن أشوفهم تعاون مع فريق مايوش القراءة الحالية للسباق لاحظوا الصورة شوفوا الرقم الكبير من الدراجين طبعا بالنسبة لي أنا شخصيا أنا ما شفت هذا العدد هذا العدد أكثر من 250 أو 300 دراجة الآن اللي تشوفونه ما الآن هذا فوق المئتين بكل تأكيد إلى 250 إلى 300 هذا العدد اللي تشوفونه الآن هذا فوق 250 إلى 300 دراج هذا العدد الكبير الهائل المهول اللي ما شفت مثلي قبل في الإمارات شكرا شكرا لكل من وقف خلف هذا السباق وأنجح هذا السباق بهذه الصورة الملهمة الجميلة شكرا مجلس أبوظبي الرياضي اللي حدث حقيقة وصنع هذا السباق وهذه طريق سويحان كما ذكرنا قبل شوي صنعوا هذا السباق شكرا أيضا الرعاية الكريمة لهذا السباق من أسموه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي شكرا لكل من وقف خلف إنجاح هذا الحدث تشوف الفرحة موجودة تشوف التعبير هذا هو التعبير اليوم كم من الدراجين الذين أتوا من خارج دولة الإمارات كم من أتى من داخل الإمارات وإمارات الدولة اللي أتونا من السعودية ومن البحرينة ومن الكويت ومن عمان ومن أيضا باقي الدول للمشاركة في هذا الجراند فوندو العظيم اللي هو يعتبر هذا جمال أبو شقر أيضا موجود في الصورة في القروب كما ذكت ترى القروبات على حسب المسافة اللي ممكن تقطعها بمعدل السرعة المذكور عندك معدلات سرعة معينة تقدر تمشي فيها يقولك هذه هي السرعة اللي موجودة فجمال أبو شقر في هذا القروب اللي موجودة الآن هنا ونشوف في هذا القروب موجود عدد كبير أيضا من الدراجين اللي موجودين على مستوى المنافسة المحلية وأيضا على الفرق المجتمعية كما نلاحظه وهم عندهم الحق اللي يطلعون في الصورة أيضا بهذه المتابعة وهذا جمال أبو شقر باللون الأصفر والله متماسك معهم هذا جمال باللون الأصفر هذا جمال أبو شقر زميلنا الإعلامي وأيضا بقنوات أبو ظبي الرياضية جمال أبو شقر طبعا هو يعرف سويح ويعرف مركاب سويح ويعرف هذه المنطقة ويعرف الطريق جيدا وهذه أول مرة يشارك في جران فوندو في أميو خمسين لازم ناخذ راية بعد السباق كيف كمل هذا السباق وهذه المسافة المذهلة حقيقة أميو خمسين كيلو في هذه الكوكبة وبهذا المعدل من السرعة الآن الصورة تذهب مرة أخرى إلى المجموعة الأولى إلى المجموعة الأولى هذه المجموعة فوق 300 دراج فيها هذه يعني تكفي تكفي حقيقة السباق الآن يقولك عدد الإجمالي من اللجنة المنظمة أيضا أرسلوا لي الآن حاليا شكرا اللجنة الفنية ويقول لي عدد الإجمالي ثمانمائة وخمسين دراج ثمانمائة وخمسين دراج لحد هذه اللحظة الجميل في الأمر أن كل اللي موجودين في هذه الكوكبة وفي هذه المشاركة من منظمين من داعمين كلهم من أسرة الدراجات الهوائية ومن الفرق المجتمعية ومن سابقي اللاعبين وشيء جميل جدا أنه وصلنا إلى هذا المستوى وبالمناسبة يعني عندما قام هذا السباق وأسس في عام 1970 اللي هو القراند فوندو أسس بنفس هذه الطريقة قداما لاعبين وهو وأسرة الدراجة كونوا هذا السباق اللي هو مفتوح لكل الفئات على بعضها فسمي بي السباق الكبير أو اليوم الرايد الكبير الركوب أو الركب الكبير اللي رايحين فيه مجموعة كبيرة فكان يصل أعداد اللي يشاركون في إيطاليا إلى ألفين دراج يصل إلى الألفين والفين نعم يسيطر على الوضع مرة أخرى يوسف ميرزا فيه مقدمة السباق الآن معدل السرعة الحالي 43 كم في الساعة التقدم الآن يوسف ميرزا معه فريقه فريق مايووش يدخل معاهم النادي النصر دراجة المحترفة الكويتي سيد علي جعفر معه أيضا الآن في هذه اللحظات موجود أيضا فريق بولي جريغا فريق شباب اللهلي شباب اللهلي يلعب اليوم على الفوز نعم يلعب على الفوز اليوم هذا الفريق أكيد خمس دراجين تقريبا محترفين هذا سعيد أبو الواشن فريق الشعفار باللون الأصفر يحاول أن يتقدم الآن ويأخذ أيضا الرأس في الأمام هذه يعني تواجد يعني أنا موجود وهذا أيضا الأرتيري نتييل نتييل من أرتيريا طبعا نتييل هذا الأرتيري في يوم من الأيام حصل على قميص صعود المرتفعات في طواف فرنسا نعم نعم في طواف فرنسا طواف فرنسا طواف فرنسا اللي فاز فيه تاتيب وقجر واللي فاز فيه كل الأسماء اللي سمعته أنا نعم هذا كان موجود مبهده اللي خلفه في الصورة هذا سعيد أبو الواشن باللون الأصفر اللي جنبه هناك سيف معيوف بطل طواف صلالة سيف معيوف بطل العرب مؤخرا في سباق الاليمنيشن سباق الاليمنيشن الإقصاء هذا اللي الآن باللون الأسود واللون مايوش وهذا سعيد أبو الواشن فريق الشعفار هذا هو نتييل هذا نتايل اللي حقق بيوم من الأيام القميص الخاص لصعود المرتفعات في طواب فرنسا ويلعب الآن مع فريق الشعفاء لحد هذه اللحظة نلاحظ أن فريق اليوم ما يوش يسيطر على الوضع بالنسبة للرياح المتوقعة لحد هذه اللحظة يعني الرياح في هذه اللحظات أوش درجة الحرارة حاليا هي ما بين 23 درجة مئوية 19 إلى 23 درجة مئوية عملية التاك خروج من الكوكبة السيطرة موجودة فيها الأمام بالنسبة للرياح الحالية وتأثيرها وسرعتها في هذا التوقيت من الساعة الآن الساعة 7 تقريبا ساعة 7 سرعة الرياح 18 بالأمس والله كانت الرياح مرتفعة أكثر الآن 18 18 اتجاهها كيف رح يكون الاتجاه رح يكون جانبي والله رح يكون جانبي بعد شوي هذه عملية التاك فيها الأمام الآن أنس آيت عبدية مرة أخرى يطلع الآن من فريق نادي بوظبي للدراجات ويطلع معاه من فريق الشعفار أيضا يبدو لي أحد دراجي فريق الشعفار وهو الدراج نتيال نعم نتيال وهو الدراجة الأرتيري الدراجة الأرتيري يطلع الآن نتيال الأرتيري فريق الشعفار مع نادي بوظبي للدراجات يطلع معاه في هذه اللحظات اثنين في الأمام وينضم معهم إيفان يطلع معهم إيفان أيضا الأوغندي يبدو لي الآن من فريق ياسي فريق ياسي أيضا يتحرك يا جماعة فريق ياسي يتحرك ونلاحظ الآن في هذه اللحظات هذا التحرك هذا الأتاكل اللي موجود ولكن لازالت الكوكبة الآن ما فيها نوع من التخوف من هذا التحرك اللي صار راح يكون جانبي من جهة اليمين بعد تقريبا 15 كيلو من هنا فخلوا بالكم وانتبهوا على الوضع الوضع راح يكون صعب يا جماعة شوفونا في الصورة ثلاثة دراجين في محاولة ظهور ولكن ما شفنا في وضع تخوف الخلف اللحظة الآن سيد علي جعفر الكويتي يسحب يسحب في الأمام خلفه مباشرة سيف معيوف الكعبي جابر المنصوري خالد معيوف أحمد المنصوري اللي مريح وراء يوسف يا سلام على تكتيك يا سلام على تكتيك منتخبنا الوطني وهذا الآن هنا في الصورة نلاحظ فريق إياسي فريق إياسي في هذه اللحظات في الأمام معهم مع فريق الشعفار فريق الشعفار وفريق إياسي أيضا فريق إياسي هذا مقيم في دولة الإمارات بالمناسبة ويشارك بكل المشاركات الموجودة مع فريق إياسي وهو من أقدم الدراجين اللي انضموا مع فريق إياسي ثلاثة في الأمام هذه الكوكب اللي في الخلف نشوف عيسى الثميري هذا عيسى من نادي بوضابي ثاني واحد رح يأخذ الراس يمشي على الكوكب اللوفي طبعا هو موليد الالفين وثلاثة موليد الالفين وثلاثة أول واحد الآن في الصورة تمنى له إن شاء الله كمال هذه المسافة هذا بأنك تكمل المسافة هذا تحدي هذا تحدي يعني أنك تحدى نفسك تحدى نفسك أنك تقدر تكمل المسافة وفي معدل المعدل حالي ثلاثة واربعين كيلو متر في الساعة هل يستمر؟ نعم ممكن أن يستمر ممكن أن يستمر نشوف الآن ها هذه الكوكبة كوكبة فيها مستوى متواضع ولكن هل تكمل؟ هذا هو السؤال فهو فيه تعاون يصير ما بينه في الجراند فوندو يصير تعاون ما بين الدراجين إلى آخر كيلو إلى آخر كيلو لاحظ شوف يأخذ الراس يرجح اللي بعده يبدلون مع بعض يصير عندهم روح التلاحم فتتكون أسرة جميلة من هذا الجراند فوندو فاليوم الفكرة الرائدة هنا في مجلس أبوظبي الرياضي أن يقدم هذه الخدمة مع الروح اللي وجدوها من خلال السفاقات اللي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي للدراجات الهوائية على مدار ومسار الموسم فأعتقد أن اليوم هاي الصورة واضحة شوف التعاون اللي صار من بينهم فيه صار تعاون جميل متعاونين مع بعض نلاحظه الآن في هذه الأثناء نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن هذا التعاون الآن مستمر نلاحظ هذا من فريق يا سلام هذا فريق زعل بن زعل فريق زعل بن زعل وهو فريق تورك فريق الوثبة فريق أيضا نشوف ما شاء الله فريق الشعفار هذه الفرق اللي معروفة عملية التاك موجودة في الأمام الآن مرة أخرى ولكنت المحاولة لإيفان الأوغندي من فريق ياسي يا سلام هذا نعم هذا هو وهذا أنس أيت عبدية المغربي في المقدمة إيفان اللون الأزرق يعجبني هذا الدراج إيفان رائع جدا نعم هذه محاولات الآن في الخلف تحرك قوي موجود تحرك قوي الآن من جانب فريق الإمارات أو فريق مايوش داعم فريق الإمارات للدراجات فريق اليو اي تيم امرتس هذا فريق مايوش يتحرك يرد عليه لكن فريق نادي أبوظبي يطلع هذا فريق نادي أبوظبي يعمل التاك الآن اثنين من الدراجين في الأمام وهنا ثلاثة دراجين موجودين يقودهم إيفان إيفان إذن الأوغندي من فريق إياسي خلفه مباشرة يتواجد أيضاً معه من فريق الشعفار دراجة المغربي هذا هذا المغربي مبنة يال وأيضاً خلفه مباشرة يتواجد أنس أيت عبدية من نادي أبوظبي أيضاً ثلاثة دراجين على بعد تقريباً أقل من خمسمائة متر محاولة ثلاثية في عملية بريكاوي هروب من الكوكبة على طريق سويحان الاتجاه الاتجاه إلى منطقة فيها رياح جانبية مؤثرة بكل تأكيد اليوم عندنا الحكام اللي موجودين ما شاء الله لدينا من الإمارات علي سيف الحوسني وعندنا عبدالله الحوسني بالإضافة إلى وليد وليد شامسي اللي موجودين اليوم الحكم العام الحكم العام مجيد ناصري مجيد ناصري هو حكم هذا السباق وأيضاً هو الحكم الدولي اللي موجود اليوم لتحكيم الجراند فوندو الإماراتي الجراند فوندو هذه الكلمة الشهيرة هي كلمة إيطالية هذه الكلمة كانت في عام 1970 هذه الفكرة لهذا السباق التي انطلقت كأسرة للدراجات الهوائية للفرق المجتمعية للهواء للمحبين لعشاق لمتابعي الجيرو الإيطالي وأيضاً للدراجة الإيطالية والعالمية انطلقت هذه الفكرة في عام 1970 بيوم الدراجات الكبير بالجراند فوندو هي الطلعة الكبيرة بمعناتها بمعناتها نحن بلهجتنا الطلعة الكبيرة للدراجات وهذه الطلعة كانت تضم كل هذه الفئات مع بعض صارت طلعة بعد ذلك تحولت إلى سباق تحولت إلى سباق ونشوف المسافة من شاء الله تبارك الرحمن في قوة مدفوعة في الأمام هاي المسافة هي لا تتعدى خمسمائة متر لا تتعدى خمسمائة متر والضغط موجود في الخلف فريق الشباب اللهلي يتحرك الآن هذي ثلاثة يمثلون فريق يعني انت عندك كل واحد يمثل فريق الآن هنا هذه الكوكبة التي تعتبر خلف الكوكبة القوية التي تسحب خلف الثلاثة يعني مبهائي المجموعة التي فيها لا هذه الثالثة المجموعة الثالثة تقريبا هذه المجموعة اللولة الآن هذه الثلاثة الهربانين الآن رايحين رايحين على بعد خمسمائة متر الله على الصورة هذه الصورة الآن واضحة هذه الصورة واضحة التصحيح فقط للحكم العام اللي راح يكون اليوم جمال الدين الماليزي جمال الدين الماليزي والحكم الثاني مجيد حمزة عفوا مجيد ناصري وأيضا راح يكون راح يكون هناك حكم ثالث وهو بيترس من ماليزيا أيضا مع حكامنا الإماراتيين علي سيف اليعربي وبالإضافة أيضا إلى وليد الشامسي وعبدالله الحوسني الموجودين في التحكيم طبعا طاقم تحكيم كبير في تحكيم هذه البطولة بالإضافة أيضا إلى المهرجان والسباقات وبطولة أيضا العالم للمناطق الحضارية هذه أيضا تدخل من نطاق هذا التحكيم نجوف معاكم الآن هنا في هذه اللحظات السباق ما شاء الله تبارك الرحمن صار فيه كنترول الآن بدي يتحرك فريق شرطة أبوظبي وشرطة دبي عفوا في الأمام نعم فريق شرطة دبي بدي يتحرك نلاحظ معاكم الآن هنا الكوكبة بدت تاخذ قاب شوي بدت الآن الكوكبة زيد من سرعتها الثلاثة الثلاثة البريكاوي قاموا يهدون الوضع عملية التاكوا خروج من الكوكبة فريق مايوش يتراجع وهذا التراجع الآن أكيد فيه تفكير فيه تفكير في عمل مميز راح يكون الآن فريق شباب اللهلي شباب اللهلي يتحرك بولي جريغا يحرك الآن مجموعته شوف المجموعة شوف الهون الأصفر شوف الهلمة اللون الأصفر نعم اللي خلفه مباشرة هو اللي يحركها الآن بولي جريغا يحرك يا سلام الآن تنشط العملية ويحاول الآن أنس أيت عبدية في هذه اللحظات كما نشاهد يضغط ضغط كبير السرعة الزيد الآن فوق الخمسين كيلو متر في الساعة ونلاحظ هنا شباب اللهلي شباب اللهلي نادي شباب اللهلي يتحرك بالمحترفين بالمحترفين الآن من اللي تابع خلفه يوسف ميرزا يوسف ميرزا يتابع وخلف يوسف ميرزا أيضا عناصر المنتخب الوطني مع فريق مايوش ما أحلاهم بالصورة ما أحلاهم بالصورة قبل شوي ما شاء الله تبارك الرحمن والله فخور فيهم فخور في كل دراج يمثل دولة الإمارات خارج دولة الإمارات ويحقق نتائج لدولة الإمارات هذه النوعية من السباقات أتت أكلها حقيقة مع النجاحات الجديدة هذه الآن المجموعة الأولى مرة أخرى وعملية التاك هذا عبدالله من شرطة دبي يطلع عملية هجوم عبدالله محاولة عبدالله الآن بهذه اللحظات والله يعطيك العافية عبدالله على هذا الهجوم ولكن الهجوم ممدروس فيه كنترول موجود فيه سرعة موجودة فيه كنترول موجودة الآن واضح من فريق شباب الليلي ما يرح يتراجع فريق ما يوش إلا إذا لما يشوف أنه فيه من يدافع فيه من يتحرك فيه من يبحث عن الفوز الثلاثة طبعا العد التنازلي أنا أقدم شكري مرة أخرى إلى سعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي يعطاني هذه الفرصة أني أنا أقدر عارف الآن كم باقلهم عن الوصول وهذا الشيء يعني أعطاني أدفانتج الآن في التعليق شكرا طبعا نحن في هذه اللحظات نلاحظ بأن الوضعية بالنسبة للكوكبة أصبحت نوعا ما إلى المنتصف المسافة يعني بعد شوي بعد عشرين كيلو راح تنتصف المسافة تخيل المسافة راح تنتصف بعد خمسة عشرين وثلاثين كيلو وبعد ذلك راح يبغى النصف الأخير إلى الوصول وهذا لا زال السباق الآن بهذه الوضعية ثلاثة دراجين في الأمام أنس أيت عبدية من نادي بوظابين لاحظة الآن باللون الأحمر والأبيض نشوف اللون الأزرق الأوغندي إيفان وإيفان أحد أشهر دراجي فريق ياسي هذا فريق ياسي شوف ما شاء الله يعني هم معتمدين على هذه النوعية الدراجات وصلت يمكن تقريبا قبل كم من شهر واستخدم هذا أول استخدام تقريبا لسباق كبير القراند فوندو يستحق يستحق حقيقة هذا اليوم في منافسة شديدة موجودة نلاحظ معاكم هنا الكوكبة تهدي فريق شباب اللهلي نشوف حمدان حسن برافو يا حمدان هذا حمدان الآن نشوفه مع فريق شباب اللهلي نشوف أيضا يوسف ميرزا يحاول أن يمركز عناصر الفريق فريق ما يوش معه وهم عناصر المنتخب ما شاء الله عناصر المنتخب لاحظوا الأداة هنا ممتاز الأداة ممتاز في مقدمة السباق وكنترول واضح كنترول واضح لفريق الشعفار الآن وفريق نادي أبوظبي للدراجات وفريق ياسي ثلاثة فرق في هذا السباق طبعا واحد من المغرب ثلاث من المغرب واحد موجود من أوغندا هذا الأوغندي هذا إيفان هذا إيفان معانا في الصورة وانا مثل ما ذكرت إيفان هذا يعتبر من أقدم الدراجين اللي انضموا انضموا إلى هذا الفريق وهو الفريق فريق ياسي اللي تم تأسيسه من قبل ثلاثة سنوات الفارق والله بدأ يزيد شوي لكن فيه كنترول لازال الكنترول قائم لازال الكنترول قائم ولازالت أيضا فرقة شباب الأهلي هي من تسيطر على الوضع يتابع الآن نشوف فريق نادي أبوظبي للدراجات أيضا في المتابعة نشوف فيه تحرك المنتخب السعودي بدأ يتقدم الآن في هذه اللحظات طبعا جائزة كبيرة في انتظار المركز الأول اليوم ثلاثمائة ألف درهم رقم كبير نشوف فريق تورك في بلازال موجود في المجموعة الأولى ويتمركز في الأمام نشوف أيضا فريق هذا فريق الوثب بدأ يتحرك الآن يحاول أن يأخذ لمكانه في مقدمة السباق نشوف معاكم الآن هنا هذا التحرك اللي نشوفه الآن في هذه اللحظات نادي أبوظبي نادي أبوظبي أيضا يحاول أن يأخذ من الجانب الأيمن من الطريق لمتابعة أيضا فريق شباب الليلي لأنه عنده زميلهم في الأمام فعملين كنترول وعملية التزود بالتموين الآن التزود بالتموين في هذه الأثناء كما نلاحظ ما شاء الله هدت الكوكوبة وهذا اللي صالح الثلاث اللي راحه في الأمام نشوف عملية التزود نشوف عملية التزود الأثناء الكوكوبة تهدي وعملية التزود بالتموين نلاحظ أن الدراجين هم اللي يروحون إلى عملية التزويد بالتموين هذه الصورة صارت فيه فيه ثقافة فيه صارت ثقافة جميلة صارت ثقافة للدراجة الهوائية جماعة في دولة الإمارات العربية المتحدة الصورة الآن من الأعلى شوف اليوم الطائرة العمودية تصور لك هذا التصوير الجميل وترصد هذا الوضع الآن وشباب اللي لا زال موجود الآن في المقدمة يحاول أن يقلص يقلص يقول لهم يقول لهم يرفع يقول حق إيفان ارفع سرعة أنس آيت عبدية يقول لها ارفع عملية التموين الاربعين كيلو وعندنا ستين كيلو هذا الاربعين كيلو هذا اول عملية تزويت للمرة وهنا نشوف هذا حمدان نعم حمدان هذا الوضع هاي السبليت تايم اللي نشوفه الآن إذا بيعيدلنا يا مرة ثانية المخرج هذا السبليت تايم أول سبليت تايم للأربعين كيلو اللولة تشوفنا الشباب اللي يعدوا عندك السبليت تايم الأول هذا نعم إذن هشام بنوز اللي موجود اثنين مغاربة مثل ما قلنا الثلاثة بعدين بثلاثة وثلاثين ثانية ماخذين فقط هذا الزمن يعني لا شيء لا شيء ثم يأتي يشوف بولي جريغا وأيضا هذا ماتي ماتي درونوفيتش السلوفيني الثاني الله يستر اليوم ترى شباب اللي يمكن يفوز بلاديمير قوزيف أيضا نادي بوظبي نلاحظ نلاحظ حندان حندان من نادي شباب اللهلي نشوف محمد الحمادي نشوف أيضا المجموعة أليسغندر بوليشين الملدوفي من فريق بوظبي هذه كله في نفس الكوكبة ولكن نشوف متابعة خالد معيوف وأيضا يوسف ميرزا يوسف الحمادي طبعا هو يوسف ميرزا أول واحد فوق نشوف أيضا هنا علي البلوشي ونشوف أيضا علي عبدالله الحساني هاي المجموعة كلها موجودة هنا الدخلت في الفورتي خلنا نخبركم عن الـ 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 هذا الـ شو معناته أول أربعين كيلو عندك الـ هذا إذا عدت المجاميع بأقل من الزمن المعد كحد أقصى أنك ما تتعداه بمعناه أن السرعة يجب أن تكون مبأ أقل من 27 كيلو متر في الساعة عند الكيلو الأربعين يعني تتيبها في ساعة ونص في ساعة ونص إذا يبدت أكثر من ساعة ونص الـ 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 40 كيلو هاي خلاص أنت أوت كت أوف برع السباق فلذلك نحن نشوفه الآن في الجراند فوندو هاي هي الطريقة هنا التحدي مبلا بعد أن تتأخر ومشي لا لا لازم أكمل بالمعدل بالمسافة وبهذه الأمور فعندك هذا الـ مهم جدا فهنا الآن أول 40 شفنا ما شاء الله كيف يطعو السرعة سرعة خيالية قل من ساعة طبعا بكل تأكيد بهذه السرعة الكبيرة معدل السرعة فوق 43 كيلو متر في الساعة نلاحظ الآن هشام هشام موجود في الأمام المغرب يثنين مغاربة في الأمام معاهم إيفان الأوغندي بعدين بعد 20 كيلو في عندهم بوينت اللي هو نلاحظ الآن عمل موجود في الأمام هذا من فريق شباب اللهلي اللي ما أخذ الراس الآن بهذا الهلمت وطبعا واضح واضح شباب اللهلي اليوم بس اللي عاجبني حمدان حسن يمكن شفنا اسمه من ضمن اللي دخلوا على الأربعين حمدان حسن أيضا واحد من العناصر الأربعة اللي حققوا الميدالية الذهبية للشباب 2021 لمنتخبنا الوطني في البطولة العربية التي أقيمت في 6 أكتوبر في مصر محمد المطيوعي حسن حمدان حسن نعم ويوسف يوسف الشحي بالإضافة أيضا إلى اللاعب الرابع عبدالعزيز الهاجري أربع دراجين شباب منتخبنا الوطني حققوا لقب البطولة العربية للشباب وهذا اللقب تخيل وما فاز فيه منتخبنا الوطني منذ عام 2005 هي والله يعني أكثر من 16 سنة ما حقق هذا اللقب منتخب الإمارات للشباب الجنيور من 2005 هذا المنتخب حين واحد منهم الآن موجود هنا في الكوكبة وهو حمدان حسن شوف شوف الصورة هنا يحاول أنس آية عبدية أنه يرفع السرعة معاه هشام وأيضا هاي الصورة يا سلام هذه الصورة الآن ما أشوف سهيل أيضا موجود سهيل عامري نلاحظ أيضا موجود هنا في الصورة حمدان حسن نشوف موجود في هذه الصورة كلهم شباب الأهلي لعبة شباب الأهلي أطريهم الآن شباب الأهلي معاهم العناصر القوية اللي موجودة السلوفينية هذا عبد الرحمن هذا عبد الرحمن البلوشي عبد الرحمن سالم اللي ما أخذ الراسة الآن أول واحد أول واحد هذا عبد الرحمن عبد الرحمن سالم هذا أول مشاركة المنتخب الوطني عبد الرحمن سالم كانت في عام 2012 منتخب الشباب بطورة مجتعاون بالنسبة لفئة السيدات نشوف مخابات من شرطة دبي وابتسام زايد وأولغا شكل الأوكرانية فضية أوروبا وأيضا الليتوانية نشوف شرطة دبي وريناتا السلطانوفا وإيكيب الأوسم هذه الأسماء الموجودة الآن من كازاخستان وليتوانيا وأوكرانيا أيضا ماديسون بلاك أو مشهورة بمادي مادي بلاك الأوسترالية في المركز السابع لحد الآن فارق ثانيتين لكن نفس الكوكبة معناته معاهم أيضا لو تعيدنا إياها مرة ثانية وتكرمت معاهم أيضا نشوف من الأسماء هذه معاهم أنجل الفلبينية ونشوفهم كلهم من فرق شرطة دبي إذن تسيطر على الوضع نعم هذا النعم نلاحظ الآن اللي بعدها نشوف مركز السادس لحد الآن هنا نشوف مديسون بلاكو معها لبنى الحلواني من فريق مايوش وحدة من فريق مايوش لوري لورين أيضا الإيرلندية موجودة بالإضافة أيضا إلى نشوف آه صبر راعي صبر راعي من نادي النصر من فريق أيضا بيدر يا سلام عليكم يا أبطال يا سلام عليكم يا شباب اللهلي عمل ممتاز لشباب اللهلي لحد هذه اللحظة هم اللي يقومون الآن بهذا العمل الدفاعي هذا الآن ما يقوم به شباب اللهلي هو عمل دفاعي خلف الثلاثي هشام وأنس وإيفان ثلاثة موجودين في الأمام واحد من فريق الشعفار باللون الأصفر واحد من فريق ياسي باللون الأزرق واحد من فريق نادي أبوظبي للدراجات ثلاثة موجودين في الأمام البعد 34 ثانية عندهم 34 ثانية الكنترول موجود في الخلف شباب اللهلي هو اللي يدافع فيه الخلف الآن هذه أول 40 كيلو مرت والمنافسة موجودة الكوكبة الأولى معدل سرعتها يصل إلى الـ 44 كيلو متر في الساعة نلاحظ الآن في هذه اللحظات إيفان إيفان يسحب نشوف هذه الكوكبة في مقدمة السباق هذا يبدو لي هذا قاسم قاسم من طوك اللي ما أخذ الرأس يسحب من فريق نادي شباب اللهلي شباب اللهلي يقوم بعمل جبار في هذا العمل فريق أيضا ممتاز نشوف شباب اللهلي معه معهم حقيقة بولي كريغا بولي كريغا موجود معهم معهم أيضا لا ننسى هذا الفريق عناصر محترفة وخصوصا ماتي السلوفيني إدرونوفيتش إدرينوفيتش سبرنتير وسحيب أيضا معهم أيضا توماس هوغرلند توماس هوغرلند أيضا سحيب معهم الآن هو لم أخذ الرأس تقريبا هذه الصورة الآن نتعود مرة أخرى إلى التقدم هذا هو التقدم الآن في الأمام كما نشاهد الآن في هذه المتابعة إذن متابعة جميلة في هذه اللحظات إذن أنس آيت عبدية من نادي أبوظبي للدراجات نشوف الإطار الخلفي مختلف عن الإطار الأمامي يبدو لي نبدل الإطار صار لي يمكن بنشر صار لبنشر وبدل هذا لما ما شفناه بالأول بعد شوي في صعوبة تقريبا الطريق هي مستوية طريق سويحان معروفة طريق فيها مزارع فيها ولكن هناك في الطريق يبدو لي في منطقة مرتفعة شوي فمتعبة شوي للجميع الرياح لحد الآن ما أتت جانبية في هذه الجزئية هي الرياح لحد الآن في نقدر نقول بالإنجليزي بنقولها هي وبتيل وند هيد وند عكسية الرياح عكسية وإذا كانت الرياح عكسية ما الساعة في عمليات الباردير والتسكير سرعتهم الحالية فوق الخمسين كيلو متر في الساعة السرعة تزيد الكوكبة في الخلف تمشي تقريبا ما بين السبعة واربعين وستة واربعين كيلو متر في الساعة شوفت تروس المستخدمة مع إيفان هذا إيفان أول واحد لو تلاحظ من طريقة الدعس الآن للبدال ستعرف بأنه فعلاً يضغط بتروس ثقيلة بالتالي ليولد سرعة وقوة وبالتالي سرعتهم تتفوق الخمسين كيلو متر في الساعة أنا أقدم الشكر أيضاً للإخوان الموجودين متابعين الآن مع الكوكبة الأولى بالسيارات ومن اللجنة المنظمة وكل الشكر وتقديري للزميل محمد الشاطري اللي يعطينا أول بأول معدلات السرعة اللي موجودة في الأمام شكراً يا محمد الشاطري على هذه الجهود حقيقةً يقدم لنا إياها هو موجود في الكوكبة الآن ويعطينا أول بأول نقدر نتعرف أكثر فأكثر على الكوكبة وكأننا نحن موجودين معهم حتى السرعات السرعة يقول حالياً 52 مع الثلاث اللي موجودين في مقدمة السباق المعلومات الآن اللي وصلت لحد هذه اللحظة أن الفرق اللي موجود كلها تتأهب لعمل التسكير القادم اللي راح يكون عند الكيلو الثمانين يلا خلونا نشوف نشوف التمركز هذا عبد الرحمن سالم الآن في الصورة يتماسك معه أيضاً نشوف فريق شباب اللهلي بكل العناصر حمدان ما شاء الله حسن معه أيضاً بولي قريقة مجموعة شباب اللهلي كاملة معاهم أيضاً يلا بسمه عبد الله الحمادي معاهم أيضاً في هذه اللحظات العناصر المحترفة اللي موجودة هوغرلاند توماس هوغرلاند معاهم إيفار سليك معاهم أيضاً في المشاركة ماتي درينوفيتش اللي موجودة الآن مع بولي قريقة وهو من الجنسية السلوفينية هاي شوف الشوف الصورة اللي في الأمام أول واحد ما أخذ الراسة الآن هذا عبد الرحمن هذا عبد الرحمن سالم هذا عبد الرحمن سالم ونشوف أيضاً خلفه حمدان رابع واحد خامس واحد عبد الله الحمادي دخل في المجموعة الآن من نادي أبو ظبي يتمركز في صف الثاني الدفاع هذا الصف الثاني في الدفاع الآن هذا يعني اليوم نادي بوظبي بعث واحد في الأمام وهو أنس آية عبدية من نادي بوظبي ولكن زملائه البقية نلاحظهم في تمركزهم الآن ولعبهم جميل جدا نادي بوظبي يتمركز ثاني صف دفاعي تحسبا لأي أمر لأي وضع طيب وين راحوا باقي الفرق لا والله موجودة وهذا اللي ممكن تشيل الصباح كامل وتكون متقدم وتلعب الصباح وتنتهي الأمور كلها برمتها في خط الوصول يكون فرق جديد تطلع في الليت أو تصدمك وتفاجئك وهذا الشي الجميل اللي يجعل من صباق الدراجات الهوائية مشاهد حتى النهاية يعني ما في شي نحن نشوفه الآن ونقول خلاص هذا انتهى هذه الراحة لا 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 الأمور تختلف عبد الرحمن ما أخذ الراس نشوف شباب اللهلي الآن بكل العناصر وشباب مواطنين ما شاء الله فريق شباب اللهلي جيد نشوف من يتحرك معهم أيضا في الصف الثاني نادي بوظبي نادي أيضا أو فريق شرطة دبي هو الفريق اللي مهيئ نفسه مرتاح في الخلف ما يتحرك تحرف جامد ولا شي كوكبه كبير ما شاء الله فوق ثانية دراج شوف والله ولله că LG متماسكين شوف اللي متماسكين من الجموعة اللولة يا سلام يا سلام شوفه هذا النخير الخيلي مدير تنفيذي نادي بوظبي موجود ما شاء الله يعني الم busy متماسكين في الكوكبه متماسكين والله شي رائعة ونشوف ما شاء الله من نادي أيضا فريق نقول فريق ربدان فريق ربدان ماشاء الله أيضا متماسكين موجودين في الكوكبه هذا شيء يثلج الصدر بالأمانة من الفرق الهاوية موجودين في الكوكبة كوكبة فيها فوق 300 دراج يعني رقم كبير رقم كبير وأنا لما شفت الآن هذه الأسماء موجودة بالعكس مع معدل سرعة فوق 43 وال44 فعلا حتى الهواء طوروا هذا المستوى حتى الهواء وصلوا إلى هذا المستوى من الأداء أنس آخر واحد المغربي معاه أيضا هشام هذا هشام أول واحد من فريق الشعفار هذا هشام بنويزة اللي ما أخذ الراس الآن وأنا سأيت عبدية فيه كنترول صاير صاير كنترول الآن طبعا الزمن الفارق الزمني ما بين الثلاثة اللي في الأمام وما بين الكوكبة اللي في الخلف لا يتعدى الأربعين ثانية بالمناسبة لا يتعدى الأربعين ثانية يعني أندر كنترول أندر كنترول وبدأنا ندخل الآن سويحان والعزب ومحيط سويحان المعروف طبعا طبعا المحيط تقدر سبعين كيلو عندك تقدر سبعين كيلو وأنت تدخل فيه محيط سويحان سويحان كما نشاهد هذه الطريقة هي طريقة سويحان أساسا إلى العين المؤدية إلى العين نشوف نادي النصر نشوف فريق الوثبة نشوف بعض العناصر القوية المتماسكة في هذه الكوكبة ونعتقد بأن هذا الشيء هذا الشيء مؤشر جيد بأن الدراجة الإماراتية قد تطورت كثيرا للفئات اللي هي في العمرية واحد وأيضا للفئات اللي هي الهاوية هذه كل الفئات والفرق الهاوية هذه والفرق الهواه تطور مستواها إلى مستوى معدلات فوق الأربعة واربعين كيلو متر في الساعة والثلاثة واربعين وهذا أمر حقيقة يعني جدير بالذكر وأيضا شيء يحط من الإيجابيات يعني من الإيجابيات يعني واحد إذا لو ترفع صقف الطموح إلى أين تصل مع الهاوي إذا تقول لي والله يقول لك والله يعني يمشي معدل سرعة مثلا أربعين ثمان وثلاثين ينهي لك مسافة لكن يقطع لحد الآن فوق الحول الخمسين كيلو معدل السرعة ما يقارب أربعة واربعين كيلو متر مع كوكبة في بعض اللي حين تسير فوق الخمسين والله يعني لهاوي أنا أتكلم عن واحد هاوي يعني مجرد عرف عن الدراجة اشترى دراجة راح تدرب حصل مسار الحكومة أمنت لك مسارات موجودة سواء كان هناك في الحديريات سواء كان مسار أو مضمار الوثبة الوثبة الشهير في إمارة أبوظبي الحديريات الأشهر الآن يمكن تعتبر هي المزار الأول لكل الدراجين في إمارة أبوظبي حاليا وحتى من خارج إمارة أبوظبي عندك المسارات الجديدة التي فتحت الآن التي بجانب الطريق وهذه اللي تمر ما بين الجزر اللي موجودة إلى الجزيرة الأم أبوظبي هذه كلها ساعدت التواجد للدراج في كل وقت الدراج فتلقاه يروح يعمل دوامه في طول اليوم بالدوام يعني يخلص الدوام ويرجع من بعد الدوام إلى التدريب في يومه كامل ما بين الدوام ومن بين التدريب فيحصل على هذه القوة وهذه اللياقة أنه يمشي بمعدل السرعة هذا والله شيء كبير يعني شيء كبير أنك أنت الآن وفي منهم يعني أنا سألت والله بعض اللاعبين بعض اللاعبين قال لها بادي من قبل سنة ونص واحد قال لي بديت من قبل سنتين من قبل سنتين بادي وماشاء الله وتمسك معدل سرعة أربعة وأربعين مثل مترف الأحبابي من فريق ربدان اللون الأزرق السماوي قال لي والله أنا بادي من قبل سنتين تقريبا ويمسك معدل أربعة وأربعين وماشاء الله يعني ماشاء الله ولكن احنا نقول أنت لو ترفع صقف طموحك ما توصل لهذه المستويات من معدلات لهوات لكن اللي شفناه هنا في دولة الإمارات هذا ممكن للانعكاس يرجع للإهتمام يعني شهادتنا مجروحة في هذا الأمر يعني مجلس أبوظبي الرياضي المجالس الرياضي خصوصا مجلس أبوظبي الرياضي ورقم واحد على مستوى دولة الإمارات من حيث السباقات اللي ينظمها للدراجات يعني ما في عندك أنت سباقات للهواة وفي سباقات مجتمعية مثلا الآن نشوف أنت سباقات ضمان هذه اللي يندرج أيضا هذا السباق من ضمن وهو داعم لهذا السباق شركات الداعم ومثل ضمان اليوم عندها سباق ضمان كل يوم أو كل يوم اثنين أو ثلاثة من كل أسبوع أو كل أسبوعين وترك عندهم يعني في الشهر على الأقل ثلاث سباقات ضمان أو سباقين ضمان في الشهر وانت المستمر معاه حتى نهاية الموسم هذه كثرة السباقات اللي ينظمها مجلس ابو ظبي للدراجات هو اللي يوصل هذه المستويات العالية وهذا اللي اوصل المستوى اللي انا والله ما متوقع عنه بامانة يعني ان فيه لاعبيين يقدرون يوصلون هو واحد لاعب من سنة وسنتين يوصل لي 44 و43 يمسك معدل سرعة فهذا ما طبيعي يعني ولكن ما شاء الله حضورهم وشوف ما شاء الله الرقم الكبير من المشاركين اللي يماسكين الكوكبة لحد الان اللي يماسكين الكوكبة لحد الان وموجودين في هذا التنافس اكيد اليوم فرحة كبيرة لكل من يصل الى خط النهاية هناك في مدينة العين وفي مدينة العين النهاية راح تكون المكان اللي متواجدين فيه حاليا وخط الوصول نادي ابو ظبي للدراجات الفرع مدينة العين وايضا في نفس المكان اللي فيه مضمار العين للدراجات وهو من الأشهر ومسافته تقريباً اللف الوحدة فيها 21 كيلو وفيه صاعد نازل شوي وعمله وفيه سباقات ويمكن من السباقات الأولى اللي قيمت فيه أذكر في عام 2018 مع الافتتاح مع الافتتاح الأول للمسار اللي بدأت تفكير فيه في عام 2017 تنفيذه في عام 2018 في إبريل كان أول سباق يقام على المسار رسمي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي وأيضاً مع نادي أبوظبي للدراجات وكان من في هذا السباق تم اكتشاف بعض اللاعبين لنادي أبوظبي للدراجات من خلال هذا السباق اللي كان في مدينة العين اللي راح تنتهي فيه المرحلة اليوم أو القراند فوندو أبوظبي اليوم حشام في الأمام يسحب هذا يعني حشام صراحة لفة الرجل عنده ممتازة جداً ويبدو لي بيحاول أن يبقي على هذا المعدل حتى النهاية لكن لكن ما أدري ليش أحس أن الكوكبة مخلت أنهم under control في انتظار الوقت المناسب للتحرك هذا اللي أحسه وتابعه حالياً اليوم طواف الإمارات والمراحل الجميلة اللي شفناها في أبوظبي يمكن طواف الإمارات عندما كان هناك في المنطقة منطقة الظفرة وكانت المرحلة في مدينة زايد لو نذكر وكان التسكير هذه المرحلة تحدث عنها كل الفنيين اللي موجودين على مستوى العالم وعملية التسكير اللي صارت تم تسجيلها وترويجها وضربة ترند في أوروبا على قوة الرياح وأيضاً على قوة التسكير اللي قام فيها أفريق أنيوس البريطاني وأيضاً اللي صمد معاهم بكل قوة تادي بوغاتشا ريوما اللي يذكر هذه المرحلة هاي مرحلة ضربة ترند في أوروبا في العالم وهي من الإمارات المرحلة صارت في الإمارات هنا أيضاً مرحلة إكسبو هاي مرحلة إكسبو هذه المرحلة اللي تحدثوا عنها أيضاً الكثير والكثير تحدثوا عن ماذا؟ عن نجاح ستة دراجين في عملية بريكاوي هروب هو النفس اللي نشوف الآن ما نشوف لها ثلاثة رايحين الآن نشوفهم ثلاثة شوفونهم الثلاثة رايحين معروف في النظام معروف في النظام وفي العرف من الصعب من الصعب أنك أنت تنجح يعني هالبريكاوي من الصعب أنت تنجح أنا أقول لك إياه الفني يفهم الوضع هذا يقول لك لا ما تنجح وإذا عطيت لي فني تقول لك كم تعطيني هذه الكوكب الهربان الثلاثة تنجح بالمية كم بالمية تعطيني يقول لك ممكن أنا أعطيك مثلاً ثمانين بالمية أربعين خمسين بالمية لا تخبرني أنا أنا أقول لك أنا أعطيها 10 بالمية تنجح 90 بالمية تفشل لماذا؟ لأنه فيه عدد كبير يعمل فيه فرق قوية فيه فرق تبحث عن فوز ما رح تترك هذا العمل صار في مرحلة إكسبو من طواف الإمارات ست دراجين راحة دراجين مغمورين من فرق برو كونتننتل موب دبلو تي والكل يجزم بأن الستة سوف يتم اللحاق بهم قبل الوصول بخمسة كيلو وعشرة كيلو على أقل تقدير يعني ولا أحد ولا أحد تصور أن هؤلاء يتجهون اتجاه قتالي ويتعاونون تعاون ما بينهم مثالي حتى خط الوصول ويفوزون ويتنجح وتحبط كل اللي قال راح يجيبونهم خلال خمسة كيلو ما قدروا يجيبونهم وهذه من المراحل أيضا اللي ضربت ترند والناس كلها تكلمت عنها لأن عجز أقوى الفرق أنه يصل إلى الستة الموهوبين أو المغمورين اللي ما أحد يعرفهم لأنه واللي قاله والله هاي محاولة ما راح تنجح لكنها نجحت 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 لأن كان هناك قتال بطولي ما بين الستة حتى النهاية في ستة صاروا واحد كأنهم من فريق معنهم همهم من عدة فرق فهذه من الأمور اللي ضربت ترند في دولة الإمارات خارج يعني دولة الإمارات أو من دولة الإمارات إلى خارج دولة الإمارات هذه من الأمور اللي حصلت واللي سمعناها واللي شفناها واللي موجودة على اليوتيوب بتخلع اليوتيوب راح تحصلها لكن اهم شي تكتب بالانجليزي راح تشوفها موجود لنضاربة ترند هاي الامور اللي نحن فخورين نشوفها فخورين نشوفها بدولة الامارات فخورين نشوفها انها حصلت هنا بدولة الامارات ثلاثة دراجين في الامام لاحظوا الآن الزمن ساعة و24 دقيقة منذ ان انطلقنا طبعا عدينا 60 كيلو وراحين للثمانين كيلو وراح نشوف الآن هنا الكوكبة ما شاء الله الاحين راح نعدي 60 كيلو بعدنا ما عدينا 60 شوف هذا حمدان ما اخذ الرأس هذا حمدان اول واحد شباب اللهلي نادي شباب اللهلي يعمل يا شباب وفيلي مرتاحين الكوكبة اللي في الامام متحاتي الان دخلنا العين ترى نحن خلاص يعني ما شفت اللوحة مكتوبة هلا منكم منطقة العين والله اني ما شفت اذا الان في هذه اللحظات دخلنا في حدود مدينة العين حاليا يبدو لي الان نعم تقريبا الان دخلنا في حدود مدينة العين سويحان نعم خلاص هذه هذه الكوكبة كما نشاهد الان في الصورة هنا شوف والله اعداد كبيرة ما شاء الله مستمرين في هذا الاداء والعطاء الجميل للمسافة الطويلة وفريق مايوش متماسك لحد اللحظة يعرف مايوش كيف يصرف ويعرف متى يتحرك حاليا فريق شباب اللهلي شباب اللهلي بالبدايات ما شفناه حين شفناه والكل يعمل قائد هذا الفريق بولي جريغا شباب اللهلي نازل اليوم تقريبا ب14 دراج نادي النصر نازل اليوم ب11 دراج نادي ابو ظبي للدراجات نازل ب32 دراج لاحظ ايضا فريق مايوش نازل ب10 دراجين ولكن 10 دراجين ما شاء الله كل واحد افضل من الثاني بقيادة يوسف ميرزا الجراند فوندو بالمناسبة هذا سباق معتمد عالمي يعني بالتالي هل توجد عليه نقاط لا توجد عليه نقاط هو معتمد عالميا واللي رح يفوز رح ياخذ القميص اللي هو قميص الاتحاد الدولي بالمناسبة يعني وياخذ 300 ألف درهم وكل شيء لكن ما عليه نقاط هذا لأنه هو سباق فيه كذا من فئة كذا فئة فيه هل هناك لكل فئة نتيجة نعم جائزة نعم هذه هي الصورة لأنه هي تسجيعية كما ذكرت هذا الجراند فوندو هي كلمة إيطالية جراند فوندو إيطالية وهي تعني الركب الكبير أو تعني الطلعة الكبيرة للدراجين هذه بدت في عام 1970 وكانت بدايتها يعني من الهوا وعشاق الطوافات وعشاق الدراجة في إيطاليا فكان شاركوهم مين شاركوهم الدراجين اللي هم في الفرق المحترفة والفرق كذا فطلعوا معاهم في هذه الطلعة فبدت هذه الطلعة تطور وتزيد إلى أن أصبحت سباق شهير واعترف فيه الاتحاد الدولي وصار لأنها أخذت الطابع اللي هو السنوي سنوياً تقام والمشاركة تأتي من جميع أنحاء أوروبا من الهواء لها فأصبح هذا السباق عالمي تحول إلى عالمي الجراند فوندو العالمي وبالتالي الآن كل دولة تنظم هذا تنظم هذه البطولة أو هذا الحدث تدخل في الاتحاد الدولي فبالتالي أنت اليوم كدولة الإمارات العربية المتحدة موجود في هذه البطولة رسمياً بالاتحاد الدولي وبهذا النجاح الكبير نعم هذا النجاح بهذه الصورة يعني لا تقل أبداً عن المستويات العالمي نلاحظ فريق شرطة دبي بكل العناصر موجود سيدات ورجال موجودات الآن طبعاً فريق شرطة دبي يعتبر من الفرق القوية ما عليه كلام هو من الفرق القوية التي تنافس بشكل كبير شوف لكن البعد أقل من أربعين ثانية وأعتقد بأن الكنترول موجود مع فريق شباب اللهلي هل هناك فريق آخر يحاول أن يمسك بهذه الأمور نعم هناك فريق أبوظبي شوف جنباً بجنب آه يتحرك فريق مايوش فريق مايوش اللون الأسود شوف اللون الأسود مع اللون الذهبي بدأ يتحرك فريق مايوش الآن حالياً فيه فريقين جنباً بجنب متواجدين الآن فريق شباب اللهلي بدبي مع فريق أيضاً نادي أبوظبي للدراجات طبعاً فريق نادي أبوظبي للدراجات الفترة الأخيرة برز بشكل كبير ومن أهم العناصر اللي مثلوا المنتخب الوطني عندك عبدالله الحمادي وعندك أيضاً محمد الامطيوعي محمد الامطيوعي ومؤخراً مري من نادي أبوظبي للدراجات أيضاً مثل المنتخب الوطني كانوا ثلاثة موجودين من المنتخب الوطني مؤخراً في المغرب وفي سباق وبطولة المسيرة الخضراء البطولة الدولية المعتمدة وأربعين نقطة ذهبت لمنتخبنا الوطني ما شاء الله في هذا السباق بعد فوز أحمد المنصوري وبمساعدة أحمد المري وأيضاً بمساعدة عبدالله الحمادي من نادي أبوظبي نادي أبوظبي اليوم صار عنده عدد كبير من الدراجين موجودين في المنتخبات الوطنية على مستوى الرجال وعلى أيضاً على مستوى الشباب ومستوى السيدات يمكن مستوى السيدات الأشهر هودة حسين وزهر حسين اللي موجودات مع المنتخب الوطني ومؤخراً كانت هودة حسين بطلة العرب في السرعة بالمضمار والآن تستعد أيضاً بالبطولة العربية القادمة اللي راح تكون في ديسمبر القادم بدولة الإمارات معاكم الآن الصورة تعود هنا مع الكوكبة الأولى ونلاحظ أن السرعة بدأت تزيد في الأمام هذا التحرك اللي في الأمام الآن هنا نلاحظ أن هنا وضعية الدراجين لنادي أبوظبي في التمركز شوف تمركز هذا مطيوعي ولا تكلمنا عن مطيوعي هذا مطيوعي طلع في الصورة أيضاً محمد مطيوعي موجود مع نادي أبوظبي وهي الصورة الآن في الأمام هنا نادي شباب الأهلي وهذا سهيل يسحل في الأمام نشوف معه أيضاً هنا معه حسين هذا حسين حسين زادة حسين زادة نعم موجود في هذه المشاركة برافو الثلاثة في الأمام خلاص دخلنا يا جماعة شوف هذا الاتجاه دوار سويحان في هذه اللحظات على طريق سويحان العين الاتجاه الثلاثة لا زالوا موجودين في الأمام الطائرة العمودية ترصدهم من الأعلى والكوكبة تسحب والكوكبة تسحب الآن في هذه اللحظات لحد الآن يمكن 32 دراج 32 دراج عدة عليهم الزمن وما وصلوا لأربعين نقطة تذكرونها ما وصلوا هذي لها خلاص هذي لها كات أوف هذي لها دي اس كيو هذي لها استبعاد خارج السباق راح يكونون اللي ما كملوا النقطة اللولة اللي هي الأربعين كيلو وهذا هو نظام الجراند فوندو وتطور نفسك في اللي شاركون الجراند فوندو كل سنة ترى بالمناسبة كل سنة يشارك في الجراند فوندو ويروح يدور الجراند فوندو في أي دولة ويروح يشارك فيه لكن حلاوتها لما يشارك في دولة الإمارات الجراند فوندو وطبعا الجراند فوندو ومسافة يجب أن لا تقل عن الـ 150 كيلو متر هو معروف صحيح أنه هو ولكن لازم تمشي مسافة طويلة فمسافة معروفة هي من الـ 150 وتصل إلى 200 كيلو تصل إلى 200 كيلو نعم تصل إلى 200 كيلو والمعتمد 150 160 كيلو هذه المسافات هذا محمد المطيوعي أيضا موجود هنا في هذه اللحظات من فريق نادي أبوظبي للدراجات برافو يا مطيوعي ونشوف الآن لم يأخذ الرأس هذا حمدان حمدان حسن ونشوف معهم أيضا منه блأن لا ممحمدان うん ممحمدان المأخذ الرأس ممحمدان هذا النطيوعي ثاني واحد ثاني واحد معه الإيطالي المأخذ الرأس الآن هذا الدراجة الإيطالي من نادي أبوظبي محمد نطيوعي يتقدم محمد نطيوعي عنده الرقم العربي ما في عربي وصل إلى هذا الرقم للكبار الأربع كيلو مطارد أربع كيلو مترات طبعا اللي يسمعني اللي يسمعني الآن ويعرف الدراجات ويعرف المعدلات يوم أقول لك الأربع كيلو في أربع دقائق أربع كيلو في أربع دقائق تعرف أنه فعلا سرعة عالية فمطيوعي حقق لقب كبير وهو بطل العرب في المطاردة الفردية للكبار وهو أول دراج عربي يصل إلى رقم الأربعة دقائق وثلاثة وثلاثين ثانية في سباق المطاردة الفردية بمعدل سرعة يفوق الثلاثة وخمسين كيلو متر في الساعة هو اللي سواها الوحيد لحد الآن وفي الأوت دور مبلء اندور أوت دور مضامير المفتوحة هو عنده هذا الرقم العربي الجديد سجل باسم محمد مطيوعي ما شاء الله عليه اللي بعده ما دخل التساط عشر السنة في ثماني وعشرين نوفمبر آخر هذا الشهر راح يكمل وينهي العمر تساط عشر سنة نشوف الآن معاكم هنا في الصورة إذن هشام مرة أخرى بدأوا يرفعون السرعة الآن ورتم السرعة يرتفع طبعا ذكرناها نحن بالنسبة للمجموعة هذه هي راح تحاول شوف يبتسم الآن أنس آيت عبدية لأن إيفان بدأ يرفع السرعة الآن هذا إيفان الواضح أمامنا على الشاشة باللون الأزرق نلاحظ الآن الصورة هنا محمد مطيوعي واضح بكنتروله الرائع ما نادي أبو ظبي نادي أبو ظبي القميص الأبيض مع الأحمر لكتاف الحمراء اللي واضح الآنها بالكتف الأحمر هذا مين؟ هذا محمد مطيوعي هذا هو الرقم الصعب هذا هو الرقم الصعب هنا في دولة الإمارات على المستوى العربي اللي ما أخذ الراسة الآن فيها الأمام هذا من فريق شباب الأهلي هذا دراج محترف ونقلت اليوم شباب الأهلي ما راح يعديها على خير اليوم فمتوقع النفوز أنت تذكر سجل كلامي سجل كلامي يشوف لأن شباب الأهلي بهذه الصورة لا لا ما بيعديها هذا ماتي هذا ماتي اللي ما أخذ الراسة الآن هذا درانوفيتش درانوفيتش شوفونا هذا هذا يلعب في فريق كونتونينتل تيم يلعب في فريق كونتونينتل تيم وهذا الهلمة الأصفر اللابس الهلمة الأصفر شوفونا مبهين قوي 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 سحيب هو الآن يعني أنا أشوفه من فريق شباب الأهلي والمنافسة موجودة قوية هذا عبد الرحمن عبد الرحمن القصد عبد الرحمن سالم اللي ما أخذ الراس نعم عبد الرحمن سالم البلوشي نعم هذا اللي ما أخذ الراس الآن من نادي شباب اللاهلي هذا نبيل الفارس نبيل الفارس سوري محترف مع فريق نادي أبوظبي للدراجات أيضا نشوف نادي أبوظبي ما شاء الله في أسماء يعني عربية أسماء إيطالية في أسماء مواطنة إماراتية كلهم فريق واحد ولكن نلاحظ الآن السرعة بدأت تزيد رح يتقلص الفارق الزمني بكل تأكيد نلاحظ فيه عدد من خلاص رقدت الكوكبة الهربانة شوف شوف الوضع لأنهم عرفوا أن الوضع الآن أصبح مبل صالحهم نهائي نهائي مبل صالحهم أنهم يضغطونه بس لأن فيه شوف السرعة بدأت تزيد الرياح الجانبية المؤثرة رح تأثر وأثرت بالفعل على ذيل الكوكبة وين تقدر تعرف تشوف ذيل الكوكبة لما تشوف ذيل الكوكبة تتأخر خلاص الكوكبة تتأخرت من الخلف وصار فيه عدد وصار فيه قاب وصار فيه تفكك خلاص تعرف أنه هنيه هنيه السرعة مرتفعة شوف يا سلام يا سلام شوفوا على هذا الإخراج الجميل بأمانة والكاميرا العمودية هذا إيفان الآن ما أخذ الراسي حاول الآن أن ينقذ الموقف لكن ما في مجال لأنه فيه سحب بالخلف يعني والله نجاح كبير في هذا اليوم شوف ذيل الكوكبة كيف صار لما يصير ذيل الكوكبة بهذه الصورة معناته هناك تأثير للسرعة هذا تأثير للسرعة شوف 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 فيه اللي الآن بدأ يتفكك بدأ يتفكك الآن في الخلف وهم قادر أن يمسك هذه الوضعية الآن بالأمام بدأت تزيد السرعة مع شرطة دبي في تحرك لشرطة دبي أيضا في شرطة دبي الآن ياسر جمعة ياسر جمعة من شرطة دبي وهو بطل طواف الشيخ ناصر من حمد آل خليفة مؤخرا ياخذ الله سلام في الأمام سباق كبير جميل هاشوف اللي تأخره الآن من الكوكبة هذا بتأثير السرعة ومعظمهم يكون من الهواء وممكن أيضا من الاندي ما يقدر يمسك الرتم العالي من السرعة شرطة دبي التحرك في الأمام ياسر جمعة من شرطة دبي بطل طواف الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للهواء مملكة البحرين وهذه مشاركة قوية حقيقة كانت لشرطة دبي وفوز كبير مستحق النتيجة فرقية وفردية حمدان حسن برافو يا حمدان هذا حمدان ما شاء الله أحد نجوم منتخبنا الوطني تحت 23 سنة يقود الآن فرقة شباب النادي الاهلي نعم فرقة نادي شباب الاهلي الآن في المقدمة بعمل جبار يلا يا حمدان موليد 2003 هذا البطل بطل الدولة للناشئين في عام 2018 نشوفه الآن هنا في مقدمة السباق بهذا الأداء الجميل نلاحظ في مقدمة السباق هناك شباب اللاهلي بالإضافة أيضا إلى تعاون موجود من شرطة دبي واحد من عناصر شرطة دبي وهو الدراجي ياصر جمع البلوشي معاهم أيضا الآن هنا الثلاثة في الأمام اللي أنا أشوف الكنترول صار واضح خلوا فقط إيفان هو اللي يسحب الآن هذا إيفان من فريق إياسي أداء جبار حقيقة لشباب اللاهلي وهذا العمل كيد سوف يقود هذا الفريق اليوم لعملية ليد آوت أيضا قوية لاحظنا الدراج ماتي الدرينوفيش باللون الأصفر بالهلمة الأصفر أحد هذه العناصر اللي تسحب الآن في الأمام عبد الرحمن سالم مرة ثانية عمل موجود لفريق شباب اللاهلي اليوم خلفه مباشرة يتواجد فريق نادي أبوظبي للدراجات نشوف الآن هنا نبيل الفارس نشوف أيضا في الصورة عبد الله علي عبد الله الحمادي الإسقندر بوليشن يظهر في الصورة أيضا هنا الدراج فلاديمير قوزيف الروسي الروسي وأيضا المالدوفي نشوف علي عباس يتحرك الآن من شرطة دبي هذا علي عباس يحاول أن يأخذ له مكان لأنه فيه تسكير لأنه فيه تسكير صاير تسكير لاحظ الآن هنا السباق سوف يتحرك إلى عمليات التسكير بعد قليل إذا ما هذا نشوف الوضع الكل يحاول أنه يخطف مكانه في الأمام ويحجز له مقعد لأن عملية التسكير مئة بالمئة بعد قليل سباق جميل جدا الآن لاحظ الصورة مربما تصد الرياح هذه الأشجار اللي موجودة على جنبات الطريق تصد الرياح مدخلية مؤثرة لكن بمجرد دخولك في منطقة ما فيها الأشجار هذه خلاص تأثر أمي بالأمي بعملية التسكير أنت أنس آيت عبدية هنا في الصورة مرة أخرى الثلاثة اللي موجودين واحد من فريق عياسي والآخر من فريق الشعفار وهو هشام بنويزة وأيضا معاهم من فريق نادي أبوظبي لدراجات أنس آيت عبدية ثلاثة دراجين في الأمام عملية التزود بالتموين الأسقندر بوليشن يتزود الآن في هذه الأثناء نلاحظ نشوف شوف هم اللي يروحون وين حتكلمنا مرة تلقى المدرب ما يروح حق اللاعب يروح له في نص الكوكبة أو في وسط الشارع عشان يمون لا على اللاعب هو من يذهب هاي أنا قلتها مرة يمكن لبعض الأخوة فكانوا محتجين على الوضع قالوا نحن نعطي التموين كذا ما تعطي التموين وانت في نص الشارع اللاعب هو اللي يجيك يمكننا حين هذا المشهد اللي شفناه من قبله شوي هذا المشهد الاحترافي الحقيقي والصحيح شفنا جوزيف فلاديمير شفنا ألسقندر بوليشن هم اللي راحوا للمدرب والمدرب وين واقف بوظبي واقف وراء خط الكتف الطريق لو لاحظتوا هم اللي راحوا له ما راحوا هم ما راح لهم وهذا هو الصح وهذا هو الصح نلاحظ معاكم الآن هنا في الصورة إذن الآن ما أخذ الراس درونوفيتش ماتي درونوفيتش خلف عبد الرحمن سالم البلوشي وهذا دراجة الشاب اللي يسحب الآن من سولوفينيا ماتي درونوفيتش يلعب فريق كونتون انتل تيم دراجة سولوفيني حالياً لاحظة مع فريق محترف مع فريق شباب اللهلي يعني اللي عاش في فترة السبعينيات والثمانينيات وأخص بالذكر الرعي للأول أول منتخب إماراتي كان في سنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين وكانت المشاركة يمكن في دورة الألعاب العربية التي كانت في دمشق وكان المكون كل من المنتخب من المدارس يعني كيف كان كان من عجمان ومن أبوظبي ومن رأس الخيمة من المدارس التعليمية أو المناطق التعليمية كما كانت سابقة فكانت من المدارس فأول منتخب وأسماء عديدة كانت موجودة واستمرت منها اللي استمر بعد ذلك واتجه إلى الأندية هذه الفترات الأولى مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام واحد وسبعين في عام أربعة وسبعين معظم أو جميع الاتحادات بدت تشهر فكان من أوائل الاتحادات التي أشهرت هو اتحاد الإمارات للدراجات في عام ألف تسعمائة وأربعة وسبعين بعدها بعام كانت المشاركة الأولى للمنتخبات الوطنية في دورة الألعاب في عام ثمانية وسبعين كانت أول مشاركة في الألعاب الآسيوية في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في العاصمة بانكوك هناك في تايلند هذا كان في ثمانية وسبعين فأنا أتحدث الآن سلطان عبيد الصايغ نقول الأسماء القديمة سالم عبد الرحمن طبعا عايش الوضع كان موجود في سنة ثمانية وسبعين وقته كان يلعب كان أيضا حمد مبارك كان راشد الجداح هذه الأسماء القديمة من المقاوين اللي ذكرتهم أنا من المقاوين وذكرت من عجمان أيضا هذه الأسماء إذا الآن تشوف هذا الوضع وتشوف الجراند فوندو وتشوف أيضا هذه المستويات والاحتراف ولعيب أجان المحتلفين معاك أجواء خيالية ما يتخيلون ما يتخيلون أن يقول لك بعد أربعين سنة أو خمسين سنة الدراجة توصل بهذا المستوى علي عباس يسحب شرطة دبي تتقدم اثنين موجودين في الأمام إذن علي عباس مع أيضا الدراجة الآخر ياسر جمعة ياسر جمعة الثلين ما شاء الله هذا علي اللي ما أخذ الراس علي عباس البلوشي ما أخذ الراس وأيضا ياسر جمعة لبلوشي ثاني واحد خلفه على متن الدراجة كل ناقو شرطة دبي شرطة دبي حققت المركز الأول فازت فردي وبطل طواف الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بملكة البحرين هل يشرب ما يلان ياسر هذا ياسر ما شاء الله عليه ياسر جمعة هو اللي فاز بالطواف وبجدارة وأخذ قميص الصدارة والنتيجة الفرقية استطاع فريق شرطة دبي أن يحقق المركز الأول للفردي وأيضا للفرقي واليوم شرطة دبي نازل بالعناصر اللي معاه وبيحاول بيحاول قدر المستطاع أن يدخل في المنافسة ويحقق نتيجة لأن الآن اللي يصير واضح أن العمل لفريق شرطة دبي يعملون من أجل الدراجين السبرنتيريين اللي عندهم هم عندهم اثنين سبرنتيريين موجودين هذا الواضح هذا الواضح لأن عندهم حمزة ياسين ينافس بولي قريغا حمزة ياسين في بطولة وزارة الداخلية شفناه في المركز الثاني كان ينافس بولي قريغا بشكل كبير شفناه أيضا نفس في بطولة سيدي رئيس الدولة كأس سيد رئيس الدولة اللي كان فيه أيضا بأبوظابي بالحيدريات حقق المركز الثاني خلف بولي قريقال فبالتالي هو ثاني أفضل واحد في السبرينته هالي الحسابات اللي نقولها نتكلم عن حسابات لكن ما نتكلم عن حقائق الحقيقة ما تعرف على الأرض الواقع شو اللي يصير لكن هذا اللي يصير الآن تحليل تحليل العمل اللي موجود هذا عبدالله الحمادي في الصورة الآن هذا عبدالله ماشاء الله عليك يا عبدالله له الهلم تلفين الأحمر طبعاً عبدالله الحمادي لاعب جديد يعتبر ومكسب لدولة الإمارات مكسب أيضا لنادي أبوظبي للدراجات بداياته كانت مع فريق ربدان ومع فرق الهوان المجتمعية والده كان بطل من أبطال شرطة أبوظبي والده له علي عبدالله الحمادي كان يلعب ترياثلون وقد حقق نتائج حقيقة مع شرطة أبوظبي فاز أكثر من ثلاث مرات بطلا للشرط المميز وهاي كانت بطولة تقام في وزارة الداخلية زمان وحقق المراكز الأولى سبحان الله الجينات يعني الأبن أصبح بطل مثل في الدراجات وبمستوى ملفت للنظر بطل طواف صلالة تحت 23 سنة قميص أبيض برونزية العرب في سباق لأول مرة يدخلها تخيل أول مرة يدخلها سباق الpoint race ومن أصعب الاختصاصات اختصاصات التحمل بداخل المضامير هو الpoint والأومنيوم الميديسون هاي الأسماء اللي تأهل فيها لبطولة العالم الدراج يوسف ميرز وهو أيضا المصنف الثامن عالميا لشهر الماضي هذا الشهر راح يتعدل راح يتعدل لأنه أضاف أيضا كلاس 2 وهي تعتبر البطولة العربية واللي دخلت أيضا في التصنيف العالمي بالمناسبة يعني هذا عبدالله الحمادي الكاميرامان كيف عرف أنا أتكلم عنك كيف عرف هذا سؤال مهم ترى يا سلام عليكم رد علي الكاميرامان قال الصوت عندنا ترى نسمعك على خير هذا من جمال العمل بالمناسبة هذا هو ما يضفي نجاح على العمل وبالمناسبة هذا الحديث اللي الآن بيني وبين الكاميرامان اللي في السيارة اللي يسمع ويشوف ويتابع الكاميرا ويعطيك الصورة فتخيل هذا الأمر يحصل أيضا في طواف فرنسا ونسمع على الهوى لايف أيضا ويتم الحديث بهذه الصورة هل أن هنا هنا تكمل جمالية الدراجات الهوائية في هذه التغطية لأن التغطية صعبة جدا للدراجات الهوائية أنت على الدراجة الهوائية ما في ملعب معين أو محدود الأضلاع محدود المساحة وتقدر تتحكم بالكاميرا وتتحكم بكل شيء موجود لكن هنا أنت في كوكبة متحركة من الدراجين وعليك أن ترصد وعليك أن أيضا تحاسب على ما ممكن يكون على الطريق من مطبات فالكاميرا مان يكون فعلا صعب وجود في مثل هذه أنا حقيقة سعيد جدا بأن اللي يقوم بالتصوير الآن كلهم عرب يعني فريق محترف من براي اللي ناقل الصورة وأنا أعرف تماما مثل هذا التصوير صعب جدا على واحد مبتدئ فبالتالي يعني أنا شاهدتي ربما مجروحة لأنني أنا أعلق لها من خناة الفيزيونية ولكن أنا فخور بهذا العمل الجميل اللي أشوفه بهذه الصور التي تقدم وأكيد مثلي من يشاهد ويتابع الآن يقول نفس هذا الكلام لأنه من الصعب هذه الصور تأتي بهذا الشكل بهذا الوضوح وحتى اللاعب لما تحدث عنها تشوف الصورة على طول راحت لها يعني ما شاء الله عليكم يعني هذا إبداع بحذ ذاته يعني وشاهدتي مجروحة ونشوف الآن مرة أخرى الكوكبة وسط الكوكبة مرة ثانية نشوف نشوف المنتخب السعودي موجود هذه أولغا تشوفها من شرطة دبي أولغا عندها فضية بطولة بالمناسبة عندها فضية بطولة ماذا أوروبا هذه غاية من شرطة دبي فريق شرطة دبي فريق قوي فريق قوي جدا وأتوقع وأتوقع إن شاء الله في المستقبل راح يكون عنده حضور على مستوى الدولي هذا الفريق فريق شرطة دبي لأن بالفعل عناصر السيدات عناصر قوية موجودة اللاحظ الآن هنا في هذه الأثناء أيضا منتخب السعودية أربعة عناصر بدأوا يتقدمون السرعة بدأت تزيد حاليا فريق شرطة دبي يحاول أن يتقدم بأربعة عناصر في اللمام فريق شباب اللهلي لازال مسيطر على الوضع مرت الآن ما يقارب الساعة واثنين وخمسين دقيقة الأداء كبير في مقدمة السباق الآن نشوف معاكم هنا لازال عبد الرحمن سالم يسحب خلف ياصر البلوشي نلاحظ الصورة هنا سعيد صفراء أيضا موجود عبدالله الحتاوي لازال في الكوكب برافو هذه عناصر شرطة دبي كنت أتحدث عنها ونشوف أيضا هنا الصورة تأتي مرة أخرى إلى كوكبة متسابقي نادي أبوظبي للدراجات اللي مكمنين حقيقة بأداءهم نشوفوا سامة صباهي أيضا متمكن في الحضور نلاحظ الآن هنا الكوكبة صار فيها تحرك في الأمام نلاحظ أيضا فريق نادي أبوظبي للدراجات يحاول أن يسيطر على الوضعية مع شباب اللائلي يتقلص الفارق الزمنين بين الثلاثة جراجيين أصبحت الآن الكوكبة على مقربة أقل من ثلاثمائة وخمسين متر تقريبا نلاحظ معاكم الثلاثة بدأوا يهدون الوضع خلاص يعني ما صار المجال أنهم يزيدون نلاحظ الآن في الأمام تقريبا قالوا لي المجموعة أنك والله قلتها من مئتين وخمسين إلى ثلاثمائة الآن يرسل لي من اللجنة المنظمة الأخ العزيز محمد الشاطري يقول أن ثلاثمائة دراج كانوا في الكوكبة الأولى فعلا ثلاثمائة دراج وبدأوا بعملية التأخر تقريبا بعد عملية زيادة السرعة اللي ضبطوها الثمانية وأربعين كيلومتر في الساعة شوف المعلومات الدقيقة تسعد حقيقة وتخليك تعيش الجو بالأمانة يعني فعلا كانوا ثلاثمائة دراج لما كنا نتكلم بالصورة الجميلة اللي شوفناها من الأعلى وثلاثمائة دراج في كوكبة واحدة إلى أن السرعة كانت ثمانية وأربعين وكان التسكير من الجانبين سواء من جانب فريق نادي شباب الليلي بالإضافة إلى نادي أبوظبي للدراجات كان تركيز قوي على عملية التسكير التسكير هي عدم السماح للدراجين لاحتماء من الرياح مع زيادة سرعة خلاص هذا هي اسم التسكير يعني ما تعطيني مجال أنا مون مرتاح أنت مسكر علي لو أنت تفتح لأقصى اليمين مثلا ونكون خلفك مرتاح أحتمي لكن إذا ما عطيتني مكان أني أحتمي وزدت السرعة فأنا راح أتعرض لهذه الرياح فبالتالي ما أقدر أني أنا أصمد معاك لهذا تتفكك الكوكبة إلى مجامية بعد ذلك شوف هذا لتشوفون اله هذا اللي تشوفون اله عايشين معاكم الجو حقيقة مستمتعين مستمتعين الآن واللاحظ الآن هنا في هذه طريقة الطف هذه طريقة الطف الآن خلاص نحن الحين في العد التنازلي يا جماعة في العد التنازلي في هذا اليوم الكبير في هذا اليوم الكبير كما هو اسمه كبير هم الانطلاق الكبرى هو الاسم الايطالي الحقيقي هذا الاسم اللي طلع بايطاليا في عام 1970 هذا هو الاسم الكبير يعني الرقم الكبير مثل ما قال مقبله شوي الشاطري قال لك عندك 300 دراج في كوكبة واحدة في كوكبة واحدة وهذا شيء ترى ما يتكرر الا في القراند فوندو فقط الا في القراند فوندو والحد اللي احنا عايشين الجو هذا نلاحظ الان هنا الأفريج سبيد 40 معدل السرعة الحالي معدل السرعة الحالي 40 كم في الساعة شيء جميل جدا ما نشاهده شيء جميل جدا ايضا ما نتابعه الان عبر قنواتكم الرياضية أبوظبي اذا نقل تلفزيوني رائع يستحق حقيقة هذه القيمة الجوهرية للسباق وهي القراند فوندو بهذا المسمى الضخم تحت الاشراف الدولي والاتحاد الدولي اليو سي اي معاكم الان هنا اوه يسحب درانوفيش درانوفيش يسحب الان في الامام يرفع رتم السرعة نشوف الان اذا فريق شباب اللهلي فريق نادي شباب اللهلي فيه الان خطورة فيه تحرك قوي طبعا نلاحظ الان هنا التحرك بدأت تزيد السرعة اعلى هذا حمزة ياسين من شرطة دبي يخلوا بالكم هذا الاسم لاحظ الان هنا في الامام نادي شباب اللهلي يرفع السرعة ومكلف الان ولاحظ دائما المكلف هو درانوفيش ماتي ماتي درانوفيش هو اللي يسحب لحد الان هو مسيطر على الوضع لا مسيطر على الوضع بشكل واضح امكانيات قوية امكانيات هذا البطل قوية لحد هذه اللحظة لان هو اكثر واحد يسحب من هذا الفريق هو الاكثر اللي يسحب هو اللي يمتععب نفسه ومتععب المجموعة لحد الان ومشغل معه كل عناصر فريق شباب اللهلي موليد واحد وتسعين عمره واحد وثلاثين سنة بالمناسبة حاليا حشام بنويزة اللي ما اخذ الراس الان من فريق الشعفاء لو نلاحظ ان الدراجة هي المشتهرة الان هي الكل ناقو كم فريق الان عنده كل ناقو ما يوش كل ناقو هذا السبورت كار الان اللي موجوده طبعا السبورت كار اللي موجودين الان لجميع الدراجين لا توجد سيارات السبورت كار الخاصة او السيارات الداعمة الخاصة لكل فريق لا هذه الان للتنظيم طبعا هذا هو المعروف في القراند فوندو في القراند فوندو سيارات تكون تحت امرت الدراجين الموجودين للمشاركين في حالة اذا ما ارادوا مساندة ولا توجد سيارات الدعم الخاصة للفرق ما عندهم لا هذه لماذا لان الاعداد كبير العدد اليوم ثمانمية وخمسين وهذا النظام نظام سائد ليس هنا فقط في دولة الامارات حتى يعني في ايطاليا ولا في فرنسا ولا في امريكا ولا في استراليا عندما تقام هذه السباقات يعني الجراند فوندو وهي بطولة عالم بالمناسبة هي بطولة عالم هذه يعني حتى لما ينتهي السباق البطل اللي راح يكون بطل جنرال اليوم راح يلبس قميص بطل العالم اللي عليها الشعار الو سي اي بطل عالم يعتبر يعني الان اللي راح يفوز يكون بطل عالم اليوسي آل 2022 تتحدث عن بطولة عالم نحن في بطولة عالم كل التوفيق بإذن الله الأبطال اللي موجودين ونلاحظة الآن أحمد المنصوري هذا أحمد المنصوري يا سلام عليك ما يوش ودرته لا في الأمام هنا رجعت أنت عند أولغا ورجعت عند شرطة دبي وهذا المنتخب القوي للسيدات نشوف اللي في الأمام نتقدم بالأمام شوي نشوف أيضا هناك هذا فريق الوثبة يحيى خليف ذياب البحريني المحترف جنبا بجنب الآن شوف اللون الصحراوي اللون الصحراوي مع الأسود والذهبي اللي هو موجود الآن هنا في الصورة وعدنا عليهم معلش بس والله صور جميلة مهما كانت الصورة فهي جميلة نلاحظ معاكم هنا عدو الثمانين كيلو عدو الثمانين كيلو وزمن دقيقة واربعة وعشرين أوه دقيقة واربعة وعشرين لازم يزيدون السرعة لازم يزيدون السرعة هذه لذا دقيقة واربعة وعشرين على المجموعة نشوف درانوفيتش اللي يسحب ونشوف أيضا نبيل الفارس ونشوف المجموعة حمزة عماري اليوم موجود مع أي فريق حمزة عماري حمزة عماري كان في بطولة العالم حمزة عماري بطل العرب للشباب ناشئين ونشوف نسيم سعيد الجزائري بس أنا حمزة عماري ما عرفت معه 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 أي فريق لحد لا مع أنه من اللاعبين الأقوياء حمزة عماري كان في بطولة العالم مؤخرا والله سوف أبحث عن حمزة عماري الآن لا أعرف معه أي فريق مشارك ويعتبر من الأسماء القوية فريق الوثبة قبل قليل كان فيه يحيى الشمري يحيى ذياب وأيضا عبد الرحمن منصوري الجزائري إسلام منصوري شهاب القمشوعي من عمان ونشوف نسيدات ابتسام زايد في الكوكبة في الأمام إذن موجود معاها زميلات من شرطة دبي معاها مخبات وريناتا سلتانوفا معاها أكيب الأوسيم معاها أيضا أوليف أولغا الليتوانية ماديسون بلاك ما شاء الله يعني سبع متسابقات تقريبا أو ست متسابقات من شرطة دبي الأسترالية مادي بلاك معاهم أيضا كلهم من نفس الفريق بالمناسبة فريق يعني فريق فريق ما شاء الله تقول منتخب من أجمل الفرق الموجودة شرطة دبي نشوف معاكم الآن هنا في هذه اللحظات المجموعة الأولى مادي بلاك معاه و تتقريبا و تتقريبا و تتقريبا الرحل cancers لننا الآن في هذه اللحظات كما نتابع في هذه الأثناء الكوكبة أوه هذا شعيب يا السلام هذا شعيب عبد الرحمن من نادي أبوظبي للدراجات والله سعيد إن أشوفه هنا في هذه الكوكبة وأيضا متماسك لحد اللحظة لهذه المسافة مع فريق ربدان نشوف أيضا هلال جابر نشوف أيضا مترف الأحبابي هذا مترف ونشوف سالم سالم لوهيبي والله أنتو رائعين يا ربدان والله رائعين يا فريق ربدان ما شاء الله عليهم متماسكين في الكوكبة متماسكين في الكوكبة هذه الكوكب اللي فيها ثلاثمائة دراج شوف ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأمر الكبير أداء مميز خلاص خبرونا الآن وصلنا وصلنا الخبر قالونا أن حمزة عماري من فريق شرطة دبي أنا أقول من أي فريق طلع من فريق شرطة دبي طبعا حمزة عماري الجزائري هو الآن يلعب باسم فريق شرطة دبي فريق شرطة دبي إذن الآن تزاد لهم عنصر قوي مع سعيد نسيم ونسيم سعيدي ومعهم أيضا حمزة ياسين صار عندهم فريق قوي مع ياسر جمعة والمجموعة اللي موجوده يا وعلي عباس وعبد الله بالإضافة أيضا لمين ما شاء الله يا شرطة دبي فريقهم كبير فريق كبير 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 اللي موجود لحد الآن هنا في المجموعة تقريبا جميع عناصر فريق شرطة دبي موجودين في الكوكبة الأولى موجودين في الكوكبة الأولى ما في حد متأخر ما في حد متأخر أشوف خالد إبراهيم موجود في الكوكبة أشوف أيضا هنا عناصر البنات ما شاء الله كلهم منتخب السيدات أو فريق السيدات شرطة دبي كلهم موجودات الآن أشوف ابتسام زايد أيضا بالإضافة لابتسام زايد متواجد هنا أولغا وأيضا مخابات الأوزباكية أو الكازاخستانية معاها أيضا ريناتا الكازاخستانية لا ننسى أن هذا الفريق أيضا هو من فاز ببطولة سيح السلم فريق شرطة دبي فريق شرطة دبي فاز ببطولة سيح السلم لجدارة واستحقاق شوف أحمد قلبلوشي أيضا من شرطة دبي موجود في هذه الكوكبة شرطة دبي وضعها جيد هناك نتيجة فرقية هناك نتيجة فرقية راح تكون للفرق بالنسبة لنهاية السباق اليوم تعتمد النتيجة الفرقية على أول ثلاثة لاعبين من كل فريق شوف الآن الكوكبة دقيقة واربعة وعشرين ثانية بعد أن ما كانت ثلاثمائة وخمسين متر إلى خمسمائة متر زاد القاب والفارق يبدو لي الآن أصبح أصبح إلى دقيقة واربعة وعشرين دقيقة واربعة وعشرين لحد هذه اللحظات اللي نحن نتكلم فيها نتمنى إن شاء الله توفيق لهم ولكن الكوكبة تسحب في الخلف شكراً للمشاهد في الضرب اشتركوا في القناة لحد هذه اللحظة وربما هذه السرعة الحالية هي نفس السرعة التي تسير عليها كوكبة الهروب كوكبة الهروب المتكونة من ثلاثة دراجين من فريق الشعفار واحد وهو دراج هشام بنوزة وايضا هناك دراج من فريق ياسي وهو ايفان وهناك دراج من فريق نادي ابو ظبي للدراجات انس ايت عبدية الصورة هنا مع زيادة السرعة نلاحظ نشوف الحكم اللي موجود هنا على هذه الدراجة النارية علي سيف الياروبي ونشوف ايضا في هذه اللحظات تواجد فريق شرطة دبي في عمل جبار في المقدمة لاحظ العمل نعم هذا حمزة هذا عماري هذا عماري اللي قلنا عنه وحتى انا كنت والله مصدومة نقول لهذا مع اي فريق موجود لان بطل كبير شارك بطولة العالم ومن المواهب الكبيرة حقيقة واليوم موجود مع شرطة دبي نلاحظ مع ايضا علي عباس مشاركة كانت ناجحة اليوم نشوف الاهتمام الكبير للقيادة العامة لشرطة دبي بالدراجات الهوائية وبفريق الدراجات ودعمهم ايضا لاتحاد الامارات للدراجات دعمهم للمنتخبات الوطنية سواء كان هناك من ادارة الشؤون الرياضية ووقوف حقيقة مباشر كما شاهدتنا شخصيا يعني وقوف المقدمة عبد الباصط متواجد مع الفراق مع العناصر مع الجهاز الفني التعليمات تأتي من معالي الفريق قائد عام شرطة دبي عبدالله خليفة المري الذي يقف خلف الفريق ايضا اهتمام خاص بالدراجات الهوائية يعني اعتقد ان الجميع اليوم يحسد شرطة دبي على هذا الاهتمام الكبير من القيادة القيادة العليا من القائد العام القائد العام معالي الفريق عبدالله خليفة المري شخصيا يتابع وتعليماته مع فرق الدراجات انها تكون هي الاقوى شوف دراجات اللي موجودة استخدام دراجات الكلناقو واليوم نجيب دراجات الكلناقو موجودة على مستوى شرطة دبي ايضا حتى لو تلاحظ اليوم فريق السيدات شرطة دبي وفريق الرجال شرطة دبي يضم اقوى العناصر سواء من داخل دولة الامارات ومن منتسبي وعسكريين يعني نتكلم عن العسكريين اللي موجودين اليوم مثل علي عباس عسكري ياسر جمعة عسكري ياسر جمعة يعني ما كان دراج في نادي وخذوه الشرطة لا عسكري عسكري فهذا الأمر وهذا الاهتمام بهؤلاء الأبطال ويمكن من الفكر من الفكر اللي موجود مع معالي الفريق عبدالله خليف المري أن يكون هناك الاختيار اللاعبين والدراجين المواهب من داخل كليات الشرطة أو الأكاديمية الشرطة من الدورات الجديدة والمسجدين وخصوصا من المرشحين المسجدين يعني المرشحين اللي يدخلون الدورات يقول لك لا اختار منهم طلع منهم مواهب على أساس أن نغذي المنتخبات الوطنية ويكون لنا دور في تكوين المنتخبات وأيضا في تزويد المنتخبات الوطنية بأبطال أولمبيين يكونون في يوم من الأيام هذه هي يمكن أحدى الخطوط العريضة لمحدود يعني صقف عالي ما محدود أبدا يعني نتكلم عن الصقف اللي موجود عليه نظام الرياضة في شرطة دبي ما محدود أبدا نهائي دائما تلقى أنه ما في صقف للحدود فهو يقول لك لا لازم نفكر أن يكون عندنا بطل أولمبي ويكون نحن مساهمين أننا نطلعنا هذا البطل فعدم محدودية التفكير أعتقد أنه رح توصل توصل شرطة دبي لأبعد ما هم عليها الآن من مستوى إن شاء الله نتمنى لهم إن شاء الله هذا الأمر في القادم من بطولات هذه عملية تسكير الآن في عملية تسكير هنا فريق يبدو لي شباب اللهلي يضغط الآن شباب اللهلي يضغط في هذه اللحظات شوف عملية أتاق قوية تقترب الكوكب من الخلف الثلاثة في المحاولة ويتقلص الفارق الزمني يتقلص إلى أقل الآن إلى ستمائة متر تقريبا وخمسمائة متر يا سلام ضغط شديد موجود من الخلف تحرق قوي من شباب اللهلي نعم نادي شباب اللهلي يتحرك في شكل كبير الآن نعم أنهى الوضع أنهى الوضع والجدال للمجموعة المتقدمة الآن الثلاثي لموجود في مقدمة السباق تم الإنهاء الآن بهذه الوضعية على هذه الأمال لثلاثة دراجين أكثر من سبعين كيلو متر في مقدمة السباق في عملية البريكاوي يتحرك الوحش الآن هنا بولي جريغا بولي جريغا شباب اللهلي ومحاولة هنا من الخلف ومحاولة لفريق الشعفار ولكن بولي جريغا مع زملائه هذا بولي جريغا يأخذ معنا لحمزة ياسين شرطة دبي كنا نتحدث عن شرطة دبي وحمزة ياسين سوف يراقب الآن الدراج بولي جريغا السولوفيني السولوفيني نلاحظ الآن هنا الصورة الكوكبة قادمة رح تدخل الآن عليهم الآن خلاص يعود السباق إلى نقطة الصفر لا أحد في الأمام ويتم اللحاق هذا اللقلنام قبل شوي وتكلمنا وقلنا وتابعنا الشي الجميل اللي يجعل من سباق الدرجات مشاهد هذه الأمور نشوف معاكم الآن سعيد أبو الواش فريق الشعفار يدخل في عملية تسكير يتبع خلف مباشرها الآن فريق شباب اللهلي خلفه أيضا فريق ياسي فريق ياسي علي نويسري التونسي يدخل معاها الآن هنا أيضا فريق مايوش مايوش أيضا يتمركز يتم اللحاق الآن بالكوكبة والآن الأمور سوف تختلف تماما الرياح جانبية هنا هنا الرياح جانبية لا ننسى الآن الساعة الثامنة والنصف سرعة الرياح سوف تصل إلى 18 كيلو متر في الساعة إذا وصلت فوق 22 يا جماعة راح يكون مختلف تماما أعتقد أنها وصلت أعتقد أنها وصلت سرعة الرياح فوق العشرين كيلو متر في الساعة وشهر نوفمبر معروف معروف بتقلبات الطقس والرياح وهبوب الرياح لأنها هي مدخل الشتاء نلاحظ معاكم الآن تتقلص الكوكبة الثلاثمائة دراج اللي كانوا الآن بهذا الأمر أكبر أكبر مجموعة هي الأولى وبعد ذلك تأتي أربع ستة مجاميع بالخلف نلاحظ الآن ضغط موجودة تحرك في الأمام مع شباب الليل يضرب بقوة في المقدمة هل يأثر نعم يأثر تأثير كبير يدخل معاه فريق جرطة الدبي وما يوش يتحرك الآن جابر المنصوري يسحب الآن في مقدمة السباق برافو أداة كبير يدخل معهم الآن هذا حمزة عماري عماري الآن الجزائري يدخل يدخل الجزائري معهم في هذه الوضعية شوف الأداء الكبير في مقدمة السباق مع بولي كريغا دخلنا خلاص دخلنا هذه مدينة العين الآن أنت في مدينة العين تعتبر الآن في هذه اللحظات نشوف معاكم الآن في هذه اللحظات كوكبة الدراجين في عملية التسكير ما في ولا فريق واحد مسكر الكل يحاول أن يدخل في هذا التسكير حتى يبحث عن زملاء بولي جريغا شفت هنا يبحث عن زملاء أين الزملاء وبالإضافة أيضا لفريق كما ذكرت قبل قليل مايوش جابر كان واحد يعني واحد واحد من كل فريق واحد هذه العملية تنهي كل شيء تنهي كل شيء فريق شرطة دبي نفس الأمر عماري كان موجود في الأمام وكان اثنين من زملاء في الخلف فبالتالي ما في فريق متكامل متكاتفي يقوم بهذا العمل يقوم بهذا العمل وهو متكاتف يعني هذه لحد الآن ما شفناها يوسف ميرزا يتحرك يا سلام عليك يا يوسف هذا طبعا النجم الإمارات الأول ارجع له بالكاميرا هذا هو الآن في الصورة نعم موجود في الصورة يا سلام تزيد السرعة في الأمام بولي قرقا يسيطر على الوضع يستند الآن إلى قوة زملاء خصوصا بياس سولوفيني درانوفيتش درانوفيتش هو أقوى واحد موجود الآن في هذه الكوكبة من حيث السحب للفريق مع أيضا السبرنتير اللي موجود معاه لهذا الفريق من توماس هوغرلند وأيضا إيبار سليك إيبار سليك نلاحظ الآن نشوف الكوكبة تتقلص بشكل كبير عدد كبير من الدراجين في الخلف نلاحظ الوضعية هنا هذا الفريق الآن نشوف خالد معيوف أحمد المنصوري يتماسك خلف يوسف برافو يوسف برافو شوف قميص يويتي ممرتس خلف على طول مين موجود معه أحمد المنصوري وضعية جدا ممتازة الحماس يدب من جديد الآن في الكوكبة تتقلص الآن الأعداد هنا لاحظ هنا شوف شباب اللحلي يضرب بقوة خلوا بالكم حذاري حذاري شباب اللحلي يتحرك الآن يدخل معاهم الآن المطيوعي يلا يا المطيوعي برافو يا محمد المطيوعي نادي أبو ضابي يحاول أن يتماسك في الأمام مع عملية التسكير اللي يقوم في فريق شباب الليلي نادي أبوظبي شباب الليلي يدخل معهم الآن فريق مايوش فريق مايوش يا سلام يا سلام السرعة ترتفع فوق 56 كم في الساعة لاحظ الصورة سرعة كبيرة الآن سرعة كبيرة وكوكبة عملية التسكير 100% 100% الآن في الأمام ولكن لا يوجد فريق واحد مسكر 100% ولا فريق مسكر 100% اللي حاصل أن كل واحد يحاول يروح في الأمام ويسكر شوف شوف الوضع يوسف الآن يتقدم فحذاري من هذا الأمر حذاري من هذا الأمر لحد الآن تتقلص الكوكبة وراح تصير الآن أمور أخرى راح تصير أمور أخرى حذاري من الطيحات يا جماعة هذه المجموعة الآن نشوف هذا عبد الرحمن منصوري من فريق ياسي العبد الرحمن منصوري من فريق ياسي فريق الوثبة تحرك الآن هنا شوف واحد من فريق ياسي يطلع معه فريق الشعفار واحد من ووش بعدين شرطة دبي ما في فريق بأربع خمس عناصر يعني مجمع نفسه وعامل عملية تسكير لا شوف حنادي أبوظبي هذا هذا نطيع يأخذ الرأس الآن في الأمام يسكر نطيع في الأمام يطلع التاك التاك قوي في مقدمة السباق هذا يحيى يبدو لي يحيى من فريق الوثبة هذا فريق الوثبة الآن هنا يبدو لي من فريق الوثبة أو الأسباني لا الأسباني باسكال اللي حقق المركز الثاني بطواف الشارقة من فريق الوثبة يلعب مع فريق الوثبة هو يلعب كان مع فريق البحرين أكاديمي نشوف التحرك الآن عملية التاكات بالرغم أنه في رياح جانبية في رياح جانبية في تسكير موجود عملية تسكير موجودة ولكن التاكات هي اللي شغالة من اللي راح يهرب بالأخير من اللي راح يهرب حتى الأخير خلونا نشوف يا شباب نلاحظ الوضعية الآن هنا في هذه الأثناء فريق الآن مرة أخرى نادي أبوظبي يحاول أن يسيطر على الوضع مع شباب الأهلي بولي جريغا الآن التقدم هذا من هوغرلاند هوغرلاند يحاول أن يتقدم خالد معيوف فريق مايوش ثالث واحد في الصورة يتماسك الآن في هذه الوضعية عبدالله الحمادي عبدالله الحمادي أحمد المنصوري خالد معيوف ثالث واحد هذا اللي يصد هذا خالد معيوف برابو خالد سبرنتير من الدرجة اللولة من الطراز الرفيع أحلى ليد آوت باش شوفونا اليوم أحلى ليد آوت باش شوفونا من فريق مايوش اللي هم أساسا منتخب الإمارات منتخب الإمارات المبدع منتخب الإمارات اللي حقق النتائج اللي أبهر الجميع في البطولات العربية وفي الطوافات وفي أيضا السباقات الكلاسيكية آخرها فوز أحمد المنصوري في مدينة العيون المغربية بعد الفوز الكبير اللي حققها في المرحلة اللي امتدت مسافتها مية واربعين كيلو متر وأنهوها بمعدل سرعة خمس وخمسين كيلو متر في الساعة وأمام الألمان والسولوفاك أمام الشيك أمام المغاربة يفوز أحمد المنصوري بالقوة وبالسرعة النهائية اللي يظهر أول بطل إماراتي يفوز في هذه السباقات القوية في المغرب معروف طواف المغرب من استواء قوي سباقاتهم الكلاسيكية قوية فبالتالي من سنة 1985 أول مشاركة إماراتية في المغرب وحتى 2022 أول مرة إماراتي يفوز وهو أحمد المنصوري تخيل هذا العمر كله سبع ثلاثين سنة مع أولى وبدايات مشاركة الإمارات واللاعبين الإماراتيين في المغرب هذا أول فوز إماراتي بوسط المغاربة كان اللي هو حصل من قبل ثلاث أيام تقريبا أو أربع أيام لمنتخب الإمارات ومشاركة منتخبنا الوطني بقيادة أحمد يوسف المنصوري والتاك الآن هناك في الأمام والتاك قوي من فريق الشعفار التاك قوي من فريق الشعفار الآن في الأمام وقدرة كبيرة في الرد الرد مين اللي يرد عليه اللي يرد عليه شباب الليلي شباب الليلي مين هذا ماتي درينوفيتش يرد عليه الآن في هذه اللحظات الرد قوي رد قوي يدخل فيه بسرعة ما بي مجال ما بي مجال هذا تم اللحاق به بسرعة شوف هذا قوي اللاعب يا جماعة الخير ما بيخلي حد يروح ماتي درينوفيتش يتماسك الآن شوف المتبقي خلاص في العد التنازلي هذه الساعة الثامنة والنصف الآن التوقيت المحلي لمدينة العين حين خط الوصول والنهاية نلاحظ التحرك لفريق الشعفار في هذه اللحظات نعم فريق الشعفار في هذه الاثناء وفي هذه اللحظات نلاحظ معاكم الرد الكبير اللي موجود هشام عمل اللي عليه نشوف جاسم لمهيري موجود في الكوكبة قبل شوي نلاحظ أيضا الآن هنا عملية أتاك آخر أو عملية أتاك أخرى ودراج آخر هو اللي قام بها من فريق الشعفار لكن يرد عليها شعفار لازال هذا هذا سعيد أبو الواش سعيد أبو الواش من فريق الشعفار يطلع نشوف الآن فريق الشعفار نازل عملية أتاكات محاولات هجوم هذا سعيد أبو الواش المغربي يتقدم معاه الآن في هذه اللحظات أيضا هنا هذا سلام فريق 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 الوثب يحيى يحيى ذياب وأيضا نشوف موجود الآن في هذه اللحظات الأسباني باسكال باسكال الأسباني أيضا من فريق الوثب الوثب في الأمام معاه أيضا نشوف أضار سليك في الأمام من فريق شباب اللهلي ما أخذ الرأس والأسباني خلفه مباشرة لاحظ شوف هذا الأسباني اللي حقق أيضا ميدالية ومركز ثاني المركز الثاني كما ذكرت وبالمناسبة أنت تتكلم اليوم عن أسماء موجودة في منتخبات وطنية أيضا جابر المنصور يأخذ الرأس فريق مايوش يتحرك الآن يطلع من الرأس الآن الجزائري حمزة عماري معاه أيضا نشوف يدخل في المقدمة من فريق الشعفار مرة أخرى هشام الآن فريق ياسي علي نويصري يأخذ الرأس التونسي خلفه يأتي مباشرة الآن إيفان مرة أخرى إيفان الأغندي فريق ياسي هذه الفرق الأشهر نشوف التقدم هنا مرة أخرى هو محاولة نشوف هذا سالم عبدالله الشميلي سالم عبدالله الشميلي من فريق الشعفار من الأسماء القوية هذا بطل العرب بالمناسبة في عام 2004 هذا ثاني دراج يفوز ببطولة العرب للشباب أول دراج عربي أو إماراتي عفوا بطولة عربية وفاز فيها كانت في سنة 87 خليفة يوسف بن عمير في عام 87 كانت في السعودية وبعدين في عام 2004 عبدالله سالم عبدالله سالم الشميلي هذا اللي تشوفونه الآن في الأمام اللون الأصفر أول واحد عبدالله سالم اللي كان يلعب في نادي رسخيمه لاعب نادي رأس الخيمة مواليد 86 مواليد 86 طبعا اعتزل فترة ورجع مرة ثانية هاوية الآن يلعب مع فريق الشعفة بالمناسبة كم كبير من الدراجين اللي اعتزلوا عادوا إلى اللعبة والسبب هذا الاهتمام الكبير من المجالس الرياضية من السباقات المجتمعية أيضا من الأعمار اللي تمنح جوائز على هذه السباقات يعني يقول لك أنا عمري حيما فوق الأربعين سنة منه شو أسوي ما بقدر أي نتيجة لا في لك نتيجة في لك نتيجة فهذه شجعت عدد كبير أنه يدخل مرة ثانية المجال ويرجع ويتدرب ويشارك عملية أتاك مرة أخرى سباق سريع لحد هذه اللحظة نلاحظ معاكم الآن عملية الباردير وعملية التسكير في أي عملية أتاك يعني أي أتاك يصير ترقاهم سيدي سكرون وهذه تتعب شوف هذه وضعية الآن وضعية الأتاكات اللي نشوفها يسار ويمين هذا بوليشن الإسقندر الإسقندر نادي بوظبي يطلع عملية أتاك الآن في المقدمة الإسقندر بوليشن الملدوفي لكن يمسك معا جابر المنصوري جابر المنصوري من فريق مايوش مايوش الآن منتخبنا الواطني على متن الدراجة كلناقو كلهم على دراجات كلناقو كلهم على دراجات كلناقو لاحظ الوضعية الآن عملية أتاكات هذه كارثة هذه complicات تشكل كارثة الأتاكات هذه تنهي تنهي الأبطال الأبطال تنهيهم الأبطال تنهيهم نشوف الآن ماتي درينوفيتش يحاول أن يرد على الضربات يرد على الضربات ظربة أخرى موجودة من نادي أبوظبي للدراجات مرة ثانية ويرد عليها يرد عليها مين يرد عليها من فريق مايوش فريق مايوش يتحرك الآن في هذه اللحظات برافو مايوش التاكات قوية موجودة نعم ومحاولاته الآن من فريق مايوش يرد عليها الآن من شرطة دبي من شرطة دبي ياسر جمع البلوشي يرد ياسر جمع البلوشي يشوف اللعيب اللجانب والمحترفين المحترفين الآن يرد عنهم العناصر المساندة والمساعدة خلوا بالكم ترا كله مدروس اللي نشوفه مدروس عيني تشوف تشوف دروس أيضا من خلال هذه التعكات وين الأسماء القوية كلها الآن زملاء هي اللي تقوم بهذا العمل هذا العمل يا سلام عليكم يا سلام عليكم ما أجملكم ما أحلاكم فريق مايوش برافو يا خالد معيوف برافو يا خالد برافو يا فريق صراحة مايوش اليوم مبدع مبدع في التكتيك شوف التكتيكات شوف تكتيكات مايوش التاك آخر التاك آخر من فريق مايوش الآن ويرد عليه الاسقندر بوليشن يرد اسقندر بوليشن وبولي جريغا يطلع معهم بولي قريقا الآن هنا ونشوف الاسقندر يطلع مرة ثانية عملية التاكات موجودة من الخلف وتأتي الآن محاولة أخرى ونادي أبوظبي محاولة الاسقندر بوليش أنه يعمل عملية بريكاوي يطلع فيه عملية هجوم لكن يبدو لي الآن الصدق موجود من فريق مايوش المنافسة موجودة أيضا من شباب اللالي بولي قريقا التاك آخر جابر المنصوري يطلع في عملية الاتاك خلف آفار من شباب اللالي يا سلام على منافسة شبابنا مع الأسماء المحترفة القوية لاحظ الآن التاك آخر من الاسقندر بوليش من الجانب الأيمن بسرعة كبيرة ينطلق من اللي يرد عليه قوية يا بوليش قوية يا بوليش بوليش الآن تهدي الكوكبة خلفه تهدي من اللي يتحرك وراء أوه يطلع محترف فريق شباب اللالي درينوفيج درينوفيج يسحب خلف الاسقندر بوليش الاسقندر بوليش لا أنس آيت عبدية أنس آيت عبدية والاسقندر بوليش في عملية التاكات الآن شوف محترفين هذه أبوظبي محاولات مستمرة يرد عليهم الآن في الدفاع يا سلام عليك محمد المطيوعي يا سلام عليك محمد المطيوعي في الدفاع شرطة دبي أيضا تحاول أن تأخذ مكانه في هذا العمل الدفاعي لاحظ الآن حمزة ياسين يتماسك الآن خامس واحد موجود يبحث عن الأقوياء محمد المطيوعي يعمل عملية التاك خل بالك يا محمد محمد الآن مع الاسقندر بوليش مع أيضا الدراجة الجزائري ياسين حمزة معهم أيضا الآن معظم الأسماء القوية بولي قريقة يأخذ الراس يقول لك عملية الأتاكات راح تنهي هذا اللي ما أخذ الراس الآن في مقدمة السباق محمد المطيوعي خلف ياسين وبعد ذلك يأتي باسكال الأسباني المحترف مع فريق الوثبة وأتاك آخر من الأسقندر بوليش يرد عليه بولي قريقة هالثنين يشكلهم راح يروحون من اللي راح يترككم من اللي راح يترككم يروحون نشوف هذه صعبة إذا راحوا إذا راحوا خلاص بولي قريقة يفوز إذا راحوا يفوز بولي قريقة الأسباندر بوليش يأخذ الراس يسحب يطلعون من الخلف الآن أربع دراجين أربع دراجين في المحاولة نلاحظ الآن خمسة صاروا معاهم الأسباني اثنين من فريق الشعفار واحد من فريق شباب اللي بولي قريقة أقواهم ويتحرك الآن في الخلف هناك عدد كبير من الدراجين راحت على شرطة دبي إذا ما تحركوا الآن شرطة دبي راحت هايكاكوبة تروح هذه الكوكوبة تروح إذا ما تحركوا الآن ما يوش وشرطة دبي الآن في هذه الأثناء هذه الكوكوبة تذهب لأنه خلاص نشوف نشوف الآن عمل جبار موجود هنا في مقدمة السباق يدخل الآن هنا مذنين من فريق الشعفار يدخل معاهم الآن الأسباني يبدو لي للأسباني من هذا الفريق وفريق الوثبة من فريق الوثبة والعمل اللي موجود في الخلف الآن بسرعة كبيرة بسرعة كبيرة موجودة الآن من اللي راح ينجح في هذا العمل إذا ما استطاع ولان بولي قريقة قادر على الصمود قادر على الصمود حتى النهاية بولي قريقة يدخل معاهم يدخل معاهم بعملية التبديل الآن في الخلف الضغط موجود ولكن المسافة لازالت لصالح الخمسة من اللي راح يسحب في الخلف من اللي راح يطلع التاكفي مجموعة الآن طلعته ولا في الخلف محاولة قوية في الخلف الآن شباب الأهلي واحد موجود نادي أبوظبي واحد لصالح الشعفار حتى في النتيجة الفرقية النتيجة الفرقية لصالح الشعفار الوثبة واحد واحد من الوثبة اثنين من نادي عفوا اثنين نعم واحد من الوثبة اثنين من فريق الشعفار واحد من نادي شباب الأهلي واحد من نادي أبوظبي خمسة دراجين اللي عم في النمام المنافسة اللي موجودة الآن هناك في الخلف إذا ما دخلوا فيهم وخلوهم خلاص راحت راحت هاي معناتها راحت روح هذا يحيى الشمري اللي موجود في الأمام نعم يحيى الشمري اللي كان وقد فاز في المرحلة الأخيرة من طواف الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من ملكة البحرين طبعا يحيى الشمري من البحرين هو اللي موجود معهم يبدو لي الآن بهذا العمل وهذا الأتاك وخروج وأيضا مع خمسة دراجين الآن بالأمام من اللي يتحرك في الخلف تهدى الكوكب نشوف فريق مايوش في تحرك شي صار عندهم شي مايوش صار عندهم شي هذا التحرك اللي صاير الآن ما هو التحرك طبيعي محسن الكوريجي هو اللي يسحب ما أخذ الرأس محسن هذا محسن الكوريجي من فريق من فريق الشعفار وأحد الأسماء القوية أيضا هذا المغربي محسن الكوريجي كمان نشاهد الآن في الصورة يتقدم هذه الآن ربما فرصة كبيرة بدوا يأخذون قاب شوي وهي قلتم قبل شوي هذه ممكن إذا راحت خطيرة إذا راحت خطيرة إلى حد هذه اللحظة نعم من اللي يتحرك في الخلف نعم يعمل الآن فريق مايوش يجب أن يتعاون فريق مايوش مع فريق شرطة دبي يجب أن يقلصوا الفارق يجب أن يدخلوا على الخمسة الفارق لا زال موجود ما بين 200 إلى 300 متر ولكن التعاون المشترك ما بين خمسة دراجين يسمح لهذه الكوكبة أن تفلت أن تنجح نعم كلها تصب لصالحها الآن كلها تصب لصالحها هذه الكوكبة نشوف الآن خمسة دراجين في المقدمة يا سلام يا سلام الأمتع الآن من هذا كل هذا التصوير الجميل التصوير الجميل اللي نشوفه الآن وأيضا السرعات الخيالية اللي تفوق الآن الخمسين كيلو متر في الساعة الأسقندر بوليشن لقاها فرصة ذائبية في هذا الهداء أما بولي قريغا فقال لك خلاص أنا أقواهم في السبرنت يعني إذا وصل بولي قريغا ما علي ضغط يفوز شباب الليهلي تذكرون الكلام اللي قلناه اللي قلناه أن شباب الليهلي كان يعمل لها اللحظة يعمل من أجل هذه اللحظة الآن اللي نحن نشوفها إذن الآن الأقرب للفوز الأقرب للفوز ولي 300 ألف درهم هو بولي قريغا من شباب الليهلي الفوز رح يكون لشباب الليهلي إذا ما نجحت هذه الكوكبة ووصلت إلى النهاية منظر جميل هنا الخمسة بتعدو يا جماعة خذوا قاب خذوا قاب القاب هذا تقريبا أكثر من 500 متر حاليا أكثر من 500 نعم أكثر من 500 وفي مجاميع في الخلف الآن المجموعة الليهن قسمت إلى قريبا إلى أربع أو خمس مجاميع حاليا في هذه اللحظات خمسة دراجين في المقدمة معاهم محسن الكورجي من فريق الشعفار معاهم يحيى الشمري من فريق الوثبة معاهم بولي قريغا والمرشح رقم واحد معاهم أيضا أليسغندر بوليشن من نادي بوظابي هذه المجموعة الآن هنا بالخلف حارب البلوشي يسحب من شرطة دبي في الأمام معاها أيضا مجموعة من الدراجين ولكن هل يسعفهم الوقت؟ حسن الجمعة من المنتخب السعودي يسحب الآن يضغط في الأمام اللون الأخضر السعودي ولكن الوضع مختلف تماما الآن للكوكبة المتقدمة المتكونة من خمسة دراجين في عملية الكوية والهروب وحسن الجمعة الآن من المنتخب السعودي يحاول أن يسحب الآن في هذه اللحظات معاها علي عباس شرطة دبي شرطة دبي يمكن الخسران الأكبر الخسران الأكبر في هذه العملية عملية البريكويل الخمسة اللي راحوا الخمسة اللي راحوا نعم الخمسة اللي نشوفهم الآن في الصورة ربما الوثبة عندهم نجاح كبير مع الدراجة يحيا طبعا يحيا عنده إمكانيات الاسبرنت قوية إذا ما وصل اسبرنت قوي لكن من المتسيد في عملية الاسبرنت رقم واحد هو بولي جريغا معروف سبرنتير سبرنت طويل فبالتالي شباب الليلي أصبح قريب جدا أنه يفوز به هذا اللقب الجراند فوندو اليوم اللقب الجراند فوندو أصبح قريب جدا محسن الكوريجي ما أخذ الراس الآن فيه إلا ما نشوف محسن من فريق الشعفار من فريق الشعفار فيه اثنين موجودين الآن من فريق الشعفار فيه مقدمة السباق اثنين من فريق الشعفار فيه المقدمة بولي جريغا يعمل أيضا يعرف إنه لصالح شوفوا يعرف إنه لصالح إذا بالتالي يعمل ويعمل معاهم الآن لأن هذه فرصة ذهبية لا تعوض لا تعوض هذه الفرصة في هذه اللحظات الآن وخصوصا نحن الآن المتبقي تقريبا أقل من نصف المسافة خلاص نحن الآن دخلنا في مدينة العين ونشوف معاكم الآن هنا في هذه اللحظات نحن في ضواحي العين حاليا نشوف معاكم الآن يقول لك هذه فرصتي الذهبية أني أنا أكون موجود في هذا البريك هوي في الأمام نلاحظ معاكم الآن هنا في هذه الأثناء الكوكبة اللي في الخلف هذه الكوكبة والتحرك اللي صاير فيها ما أعتقد ما أعتقد أني يقلصون الفارق الزمني اللي أشوفه لازال لصالح الخمس اللي في الأمام لأنهم متعاونين الآن شباب الإهلي ما راح يعمل وفريق يلا باسمه الشعفار ما راح يعمل هاشوف فريق الوثم ما راح يعمل يعني معناته نحن عندنا اليوم ثلاثة فرق أربعة فرق هناك لن تعمل لأنه خلاص مستفيدة خصوصا فريق شباب اللي نشوفه الآن في هذه هذا نجيب عسال والله نجيب عسال برز في خلال الفترة الأخيرة وخصوصا عندما فاز ببطولة البطولة العربية والميدالية الذهبية وكان رقم صعب حقيقة في السرعة وهو دراجة الآن يمتاز برقم جديد بسباق الكيلو نجيب عسال ومن الأسماء القوية في تحمل السرعة وفي سباقات السرعة سواء سباق الكيرين بطل العرب في سباق الكيرين الميدالية الذهبية لنجيب عسال اللي هو سبرنتير ويمكن هو السبرنتير الوحيد اللي راح يكون الآن يهدد الدراج بولي جرقا بالمناسبة من فريق الشعفار الآن هو المعروف نجيب عسال اللي يلعب فريق ياسي ففوجئت أنه موجود مع فريق الشعفار اليوم في هذه المشاركة إذن نجيب عسال في الأمام نجيب عسال من فريق الشعفار معه أيضا في هذه المنافسة يتواجد في هذه اللحظات معه أيضا محسن الكورجي محسن الكورجي خمسة دراجين في المقدمة إذن لازالت الفرصة قائمة للخمسة العمل موجود في الخلف ولكن يبدو لي بتعاون الخمسة اللي في الأمام إذا ما تحدثنا عن نجيب عسال وأيضا تحدثنا عن اللي موجود في الخلف لكن هذا مبلجي بعسال يبدو لي لا هذا مبلجي بعسال عفوا هذا مبلجي بعسال هذا الدراج سعيد أبو الواش سعيد أبو الواش نعم سعيد أبو الواش في الأمام مع محسن الكورجي وأيضا نشوف هذا يحيى يحيى ذياب الشمري من فريق الوثبة وأيضا بولي جريغا ومع بولي جريغا الاسقندر بولي شن وخمسة في الأمام وبدوا يأخذون قاب وبدوا يأخذون قاب وقاب يعني جيد هذا مبلسقندر بولي شن هذا يبدو لي أيضا سفيان حدي سفيان حدي هنا هذا سفيان حدي اللي موجود في هذه اللحظات المغربي أيضا هذا محسن الكورجي هذا واضح محسن الكورجي واضح إذن خمسة دراجين والله حين بيّن وضح أكثر اللي كان ما أخذ الراس من أبوظبي كنتنا نقول الاسقندر بولي شن لكن طلع مو بالاسقندر بولي شن طلع سفيان حدي وأيضا نلاحظ هذا محسن الكورجي من فريق الشعفار هذا يحيى ذياب الشمري من فريق أيضا الوثبة يعني بولي جريجا أمام فرصة كبيرة أمام فرصة كبيرة اليوم نفوز نشوف هنا السعودي يسحب حسن الجمعة هذا الكويتي بطل العرب مرتين على التوالي المرتين فاز فيهم في مصر 2021 و2019 2020 كانت كورونا 2021 في الاسكندرية و2021 في مدينة 6 أكتوبر الكويتي كسر القاعدة فاز بسنتين على التوالي باللقب في الفردي ضد الساعة سيد جعفر حاليا هو في الكوكب الملاحقة في الخلف واللاحظ الآن هنا في مقدمة السباق خمسة دراجين بولي جريجا ما أخذ الرأس سفيان حدي ثلاثة مغاربة صاروا في الكوكب ثلاثة مغاربة بحريني معاهم وسلوفيني لاحظ الآن السلوفيني وهو بولي جريجا وفرصة ذهبية كنا متوقعين أن كنا متوقعين كنا متوقعين أن يكون نجيب عسال لكن ومن نجيب عسال طلع سعيد أبو الواش سعيد أبو الواش هو اللي موجود في المقدم هذا سفيان حدي طبعا هذا الدراج من الدراجين الممتازين واللي حققوا حقيقة من أفضل النتائج على مستوى بطولات العالم المغربي أيضا فاز بالعديد من الطوافات على المستوى الأفريقي واحترف أيضا سفيان حدي مع فريق سكاي دايف دبي المحترفين برو كونتنينتل تيم سابقا وكان بطلا لتوافع الشارقة في عام 2016 حاليا ننشوف لماخذ الراس في الأمام من المنتخب السعودي حسن أحمد إبراهيم ماخذ الراسة بلون الأخضر خلفه مباشرة نشوف أيضا من المنتخب الكويتي هذه المجموعة الملاحقة في الخلف الخمسة لا زالوا في الأمام يعملون الآن على نفس الوتيرة هذا الشمري الآن موجود سعيد أبو الواش يضغط في الأمام الآن محاولة قوية موجودة لفريق الشعفار اللي يملك الآن بهذه الصورة الأفضلية للنتيجة الفرقية ثالثهم موجودة في الكوكبة في الخلف معناه أن فريق الشعفار يقدر يفوز الآن حتى لو ما فاز في الفردي يفوز بالنتيجة الفرقية وهذا الأمر اللي الآن محسوب حسبة قوية لفريق الشعفار أنه يفوز في هذا اليوم بهذه المنافسة لاحظة أيضا الكوكبة في الخلف بولي كريغا يعمل أيضا بنفس نسبة الاستحواذ شوف يدفع بالتروس هذا بولي كريغا المحترف السيروفيني في صفوف فريق نادي شباب الأهلي بدبي سفيان حدي المغربي نادي أبو ظبي للدراجات اعتزل اللعب ورجع مرة ثانية الموسم اللي فات تقريبا هو رجعته من ست شهور أو ثمان شهور لكن رجع قوية لاحظ هذه الصورة شفنا الخدمات اللي قدمها من خلال مساندة بولي كريغا وشباب الأهلي في طواف الشارقة في المرحلة الأخيرة وكانت حقيقة جهود جبارة لسفيان حدي للمساندة اللي قدمها لشباب الأهلي من نادي أبو ظبي ليبقى القميص في دولة الإمارات اتذكر هذا اليوم كان يوم جميل جدا لاحظ الآن هنا هذه الكوكبة التي تحاول أن تقلص الفارق الفارق يتقلص الآن إلى أقل من خمسمائة متر هذه أقل من خمسمائة متر وسرعة كبيرة في تعاون واللي يقود في العمل نسبة الاستحواذ الأقوى لدراجة السعودي حسن أحمد الإبراهيم هو اللي يضغط على الكوكبة ويشغلها هو اللي يشغل الكوكبة بهذه الصورة المذهلة لاحظ الآن شوف شوف حتى بوليك رقا يدفع ببوليك رقا أن يشاهد الخلف يشاهد الخلف يشوف يقول الكوكبة به خراص قربت قربت الآن مع أنهم يضغطين لازالت المسافة طويلة إلى خط النهاية لازالت المسافة عندما تحدث الأخوة في داخل الستيديو مع الزميل العزيز محمود الحسني وقالوا أن كم سألهم سؤال كم المسافة أو كم رح يقطعون المسافة اليوم فقال خمس ساعات اللي قال أربع ساعات لكن أحمد جاسم قال في أقل من أربع ساعات قال ثلاث ساعات وخمس واربعين أو أربعين دقيقة راح يكون تقريبا هذا هو الزمن اللي راح ينهون في الجراند فوندو في هذا اليوم اللي هو الصباق الكبير كما نشاهد الآن الانطلاقة من أبو ظبي والنهاية في العين اللي ينضموا إيانا في المتابعة الآن إذن نشاهد معكم هذا التحدي الكبير على الهواء مباشرة انطلاقة سباق الجراند فوندو أبو ظبي بايك هذه الانطلاقة العالمية المعتمد من الاتحاد الدولي اللي راح يفوز اليوم راح يكون بطل العالم لجراند فوندو لأنسخة 2022 الاتحاد الدولي هو المشرف على هذه البطولة التنظيم مجلس أبو ظبي الرياضي عدد المشاركين ثمانمائة وخمسين دراج في هذه المشاركة الفعلية على خط الانطلاقة الانطلاقة كانت في هذا اليوم من أمام بوابة الشرق مول وكل الشكر حقيقة لبوابة الشرق مول والمسعود للسيارات لدعمهم لهذه البطولة دعمهم أيضاً لهذا السباق الكبير اللي يدرج تحت أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الجراند فوندو وهي من الفئات التي تعتبر من تحت مضلة السايكلينج فور أول هذه تعتبر الدراجة للجميع وهي تعتبر أيضاً من الأنشطة المجتمعية العالمية والتي انطلقت في عام 1970 والمسمى الجراند فوندو هو مسمى إيطالي كانت البداية معاه في عام 1970 في إيطاليا وبعد ذلك كان عبارة عن خروج وتدريب عادي يتلقى حقيقة اهتمام المحترفين ولاعبي الأندية مع عشاق الدراجات وهوات الدراجات العاديين إلى أن تغير الأمر وأصبح مزج ما بين الفئات العمرية وصار العدد مفتوح وحافظ على هذه الصبغة والنكهة أن يكونون دائماً بالأعداد الكبيرة المفتوحة والمشاركة أيضاً لكل الفئات في سباق واحد للجميع هو الجراند فوندو استمرت على مدى تقريباً الآن 52 سنة هذا السباق مستمر ويقام في كل الدول وبنسخة بطولة العالم سنوياً هذه السنة 2022 عاصمة الدراجات في العالم أبوظبي تعتزم بأن تنفرد حقيقة بهذه النسخة الفريدة هنا من أبوظبي وإلى مدينة العين 150 كيلو متر وبمشاركة واسعة كما شاهدناها في هذا اليوم المنافسة استمرت منذ الصباح انطلاق في تمام الساعة السادسة وكانت من أمام بوابة الشرق مول وإلى النادي أبوظبي للدراجات في مدينة العين ومسار الدراجات مسار العين الشهير اللي موجود رح ننهي المرحلة هناك أو السباق الجراند فوندو هناك عدد الفئات كبير عدد المشاركات اللي موجودة من الفرق كل الفرق المجتمعية والأندية متواجدة في هذا التحدي الجميع موجود حقيقة في هذا اليوم الجميع موجود في هذه المشاركة هذا محسن الكورجي وهو الدراج المغربي يحاول اليوم بهذه الصورة إذا نجحت هذه العملية سوف يفوز فريق الشعفار بالنتيجة الفرقية بغض النظر عن نتيجة الفردية نتيجة الفردية حسابيا الآن واضحة العملية ستكون لصالح الدراج بولي جريغا بولي جريغا وهو الدراج المحترف السولوفيني في صفوف فريق شباب الأهلي بدبي ثاني واحد في السبرنت هنا أعتقد سوف تبقى ما بين اثنين ما بين سعيد أبلواش والبحريني يحيى الشمري هذا يحيى الشمري واضح أمام وليد تسعين أو واحد وتسعين أول بطولة فاز فيها كانت ذهبية سباق الناشيين تقريبا يبدو لي كانت في عام 2010 في مدينة الكويت و2010 كانت لأول مرة الكويت تستضيف بطولة مجلس تعاون للدراجات وفاز فيها يحيى الشمري من البحرين وكان أول فوز وأول ظهور ومعرفة للوسط حقيقة الرياضي الخاص الدراجة على مستوى الخليج بيحيى تعرفنا على يحيى فيها البطولة 2010 من قبل 12 سنة بعد ذلك طبعا استمر والآن يلعب مع فريق الوثبة بالمناسبة هو اللي فاز في آخر مرحلة بطواف الشيخ ناصر بن حمد أيضا أسبوع الماضي في مثل هذا اليوم السبت يعني كملنا ستة أيام وسبع أيام الآن من آخر فوز آخر فوز اللي كان من قبل سبع أيام وهو الدراجي يحيى الشمري اللي موجودة الآن من ضمن الخمسة في الأمام الصورة الآن مع الكوكبة الملاحقة اللي قلصت المسافة إلى أقل من خمسمائة متر ورح نتأكد أكثر أيضا إذا ما كان هناك تغيير هذه مجموعة متأخرة في الخلف وليست المتابعة المتابعة خلف هؤلاء تابع معكم الآن هنا شوف فريق الشعفار خلاص فهم الوضع الثنين موجودين عندهم الأفضلية بأنهم هم من سوف يحققوا اللقب بالنسبة للنتيجة الفرقية وهذا شرف كبير في الجراند فوندو أن فريقك أنه له البطل هم الآن صاروا آه زادت المسافة يا جماع زادت المسافة مرة ثانية لاحظ الوضع لاحظ الوضع الآن والله المسافة زادت كانت خمسمائة متر هذه أكثر هذه أكثر والله والله قربوا أكثر لأنه بالمناسبة نحن يمكن فقدنا الطائرة العمودية لا أنا ومقادر يشوف لأن الطائرة العمودية تعاطيك أكثر وتقدر توضح الصورة أكثر نعم الطائرة العمودية تكون أفضل بكثير نشوف الآن لكن ما زالت المسافة طويلة حتى الوصول تقريبا أربعين كيلو نحن قفلنا فتنة الأمية خلاص قفلنا الأمية قفلنا الأمية كيلو وفتنة الأمية لكن الآن راح نشوف بالنسبة للمسافة المتبقية نحن في ضواحي مدينة العين الآن طبعا عدينا سويحان خلاص الوضع الآن طريقة طريقة مهدية إلى الهير أعتقد الآن خلاص يعني العمل جبار سعيد أبو الواش عاطي كل اللي عنده اليوم اللون الأصفر هذه الكوكبة الملاحقة الآن نشوف الوضعية كيف صايرة هذه وضعية الآن الكوكبة الملاحقة تحاول أن تقلص الفارق لكن المتبقي لازال أكثر من 45 كيلو متر عن خط الوصول يعني لازالت هناك فرصة لازالت هناك فرصة إذا تعاونت هذه الكوكبة الوافعة أمامنا على الشاشة الآن والله كوكبة كبيرة بس كان أنا السؤال الآن لا أعرف أين ذهب فريق مايوش يعني فريق مايوش أبعارف وين اللي راح ما تحرك في هذا التحرك الآن أنا هذا وقته هذا وقته الآن إذا فيه تعاون يحرك هذا التعاون يحرك هذا التعاون الحاصل الآن هنا في هذه الكوكبة التي يبدو لي الآن والله فيها نعم فريق مايوش يعمل والله يعمل مايوش يعمل فريق مايوش يعمل يا جماعة ما شاء الله عليهم خوفون يقول وين راحوا يعني مستحيل ما يبينون ولا يبانون بهذه الصورة هذه الصورة الجميلة كما نشاهدها الآن في هذه اللحظات نعم إنها الهجن طبعا مركاض الهجن اللي في سويحان هو من الأقدم ومن الأشهر واشتهر بمن زمان من فترة السبعينيات بالإضافة أيضا المضامير لحنا المكان اللي رايحين لها الآن كلها عبارة عن منطقة صحراوية وأيضا لا ننسى حتى العزب الخاصة لتربية الإبل كلها منتشرة في هذه المنطقة ولكن الجميل في الأمر أن نلاحظ هذه الأعداد الكبيرة من الإبل وهي الآن في هذا التوقيت طبعا هذا التوقيت الصبح هو أفضل توقيت لتفحيم الإبل التي وخصوصا اللي هي تدخل فيه السباقات واللي تنافس شوف شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله عدد كبير الآن ماشينا على مسار هذا مسار خاص للدراجات بالمناسبة هذا مسار الدراجات اللي تمشي عليه الآن الإبل في هذه اللحظات منظر جميل لبول جريغا شباب اللالي اللي حسب الخطر حسب الخطر بأن الكوكب هذا سفيان هدي بدأوا يتعبون بدأوا يتعبون قفلنا قريبا ثلاث ساعات عدينا الآن المائة كيلو متر عدينا المائة كيلو خلاص بالعدد التنازلي أقل من خمسة واربعين وستة واربعين كيلو عن خط الوصول المنافسة مشتعلة الآن خمسة دراجين يعملون كأنهم واحد كأنهم من فريق واحد المستفيد الأكبر المستفيد الأكبر بلا منازع هو الفريق الأصفر هو فريق الشعفار حالياً هو المستفيد لأنه فيه اثنين موجودين بكل تأكيد هم الأفضل هم الأفضل من حيث النتيجة لأنه عندي أدفانتج اثنين معنات الزمن رح يمشي على اثنين بالنسبة للنتيجة الفرقية النتيجة الفرقية ترى تحسب على ثلاثة معنات إذا صار عندك الثنين أو لو يعني لو أي فريق عنده ثلاثة هنا ثلاثة عناصر يعني تخيل لو فريق الشعفار عنده بعد ثالث خلاص من غير ما يعمل أي حاجة هو الأول فرقي لأن اللي معاه ولا واحد عنده زميل النتيجة تحسب على دخول ثلاثة لاعبين من كل فريق دخول زمني بالزمن يعني كم قطعتها يعني أنت عندك حينها حنصرين شوف حنصرين موجودين الآن للشعفار محسن الكورجي بالإضافة إلى الدراج الآخر اللي هو قلنا اسم من قبل شوي زعيدة بالواش يعني زمنهم الآن اللي راح يدخلون مع بعض مثلا قطعوها في ثلاث ساعات خمسة واربعين ثانية وستة واربعين جزء من الألف وهذا دخل نفس الزمن معه يعطلونا نعجز الزمن الثنين صار عندهم نسة الزمن يجمعون هالزمنين زايد الزمن اللي بيكون ثالثهم اللي موجود ورا في الخلف ثالثهم من هو اللي ثالثهم بيكون نشوف سعيدة بالواش الآن بأول 120 كيلو هاي 120 ولا قضينا 120 باجئة إذن 30 كيلو عن نهاية نلاحظ هذا يحيى ما شاء الله عليه ماشي تمام الكوكبة في الخلف نشوف الآن 19 ثانية صارت 19 قلصه والفارق يا جماعة المنصوري ونعم جابر المنصوري وخالد معيوف نشوف العمل حتى حمزة عماري من الجزائر ونسيم سعيدي وياسين حمزة من شرطة دبي ثلاثة من شرطة دبي معاهم أيضا درونوفيتش من شباب الليلي نشوف يوسف ميرزا أيضا موجود معاهم معاهم أيضا أحمد المنصوري علي نويصري التونسي توماس هوقرلاند الهولندي وتسفم الأرتيري من فريق ياسي موجود تسفم معاهم أيضا هذه الكوكبة اللي جاي من الخلف والله فرحني أنا فرحني الآن معرفة هذا الأمر نلاحظ أسامة منصوري أيضا موجود في الكوكبة أنس آيت عبدية سالم الشميلي هذا ثالث هما ثالث ثالث من ثالث الشعفار اللي هو سالم عبد الله الشميلي يعني بهذه الصورة بهذه الصورة المركز الأول طالما فيه واحد موجود من هذا الفريق الأصفر فريق الشعفار وهنا اثنين معنات الثالث ثم زمنه موجود خلاص بكل سؤولة بالنسبة للسيدات نشوف لازالت الوضعية لصالح فريق شرطة دبي ما شاء الله سيطرة سيطرة كبيرة لشرطة دبي نحن نقدر نقول مبروك مبدئيا لشرطة دبي لأنهم سيطروا على الوضعية بشكل واضح نشوف الآن الكازاخستانيات الآن مخابات أمتال نزوفا معاها أيضا ريناتا سلمتانوفا معاها أيضا ابتسام زايد المصرية معاها أيضا أولغا الأوكرانية جميع المتسابقات عناصر شرطة دبي مسيطرات على الوضع عند الكيلو المئة وعشرين خلاص ما ظل شيء رايحين للنهاية رايحين للنهاية والأداء كبير الآن بالنسبة لفريق كما نلاحظ الآن فريق الشعفار يقدم أداء مئة بالمئة ما عندي شيء يخسر الكوكبة الآن المتابعة في الخلف موجودة على بعد عشرين ثانية أو اثنين وعشرين ثانية اثنين وعشرين ثانية الكوكبة فقط قلصة والفارق بالمناسبة ثلاثين كيلو الكوكبة عندهم زميل هم سفيان حدي في الأمام ما يقدر يسوي أي شيء لأنه الآن هو عنده زميل في الأمام لكن اللي الآن عليه أن يعمل هنا شرطة دبي لحضر المنتخب السعودي يعمل هذه الصورة الآن أيضا فريق الوثبة عندهم دراج عندهم البحريني من فريق الوثبة يحيى خليفة فبالتالي الوضعية أصبحت الآن الضغط على شرطة دبي على فريق مايوش على فريق نادي النصر اللي كان ينافس ونلاحظ الآن يحاول أن يتأكد من الوضعية بولي كريغا بولي كريغا الآن هو يعرف تماما قوة الدراجين اللي في الخلف لكن هل تنجح هذه الوضعية الحالية سفيان حدي من نادي بوظبي ما أخذ الرأس الآن يسحب ثلاثين كيلو عن خط الوصول خمسة دراجين في الأمام المنافسة موجودة ولازالت قائمة لحد هذه اللحظة للكوكبة ربما تصل أم لا ولكن هذا العمل قائم في هذه الأثناء نشوف محمد المطيوعي نادي بوظبي نشوف عبدالله أيضا من نادي بوظبي عبدالله الحمادي هاي عناصر منتخبنا الوطني فريق مايوش جابر المنصوري أيضا يوسف ميرزة أحمد المنصوري عبدالله الحساني وعلي عبدالله الحساني كل هذه الأسماء موجودة وفي المتابعة وأيضا تراقب الوضع لحد هذه اللحظة من اللي رح يفوز في هذا اليوم هذا السؤال مهم وصلنا ودخلنا مدينة العين ثلاثين كيلو عن خط الوصول نشوف الآن هذه هي الصورة يحيى يحيى في الأمام مع بولي كريغا مع سفيان حدي ثلاث مغاربة واحد سلوفيني واحد بحريني هاي اللي موجودين في مقدمة السباق الآن لقب بطولة العالم جراند فوندو شوف المسافة بدأت تزيد شوي ولكن تظل دائما في نطاق الثلاثين ثانية في نطاق الثلاثين ثانية وإذا ما ضغطوا شوي ودخلوا فيهم يعني أعتقد أنه ممكن يصير ممكن يصير في أمل لكن أتمنى أني أشوف الكوكبة بس الثانية اللي تسحب أتمنى أشوفه عن قرب نشوف من اللي يشتغل فيها من الأمام من اللي ما أخذ الراس يسحب هاللي قلنا شرطة دبي ومين وما يوش شرطة دبي هم الوحيدين اللي لازم يشتغلون يدخل معاهم يوسف ميرزا أيضا هذا يوسف ميرزا يدخل معاهم في العمل برافو يا فريق ما يوش برافو عدتوا الحياة عدتوا الحياة مرة أخرى للسباق نعم قلصوا الفارق الآن قلصوا الفارق شوف الفارق يظل دائما في الثلاثين ثانية كنترول موجود دائما معاهم يوسف ميرزا شوف آه قربوا قربوا يا جماعة قربوا قربوا الآن نعم في الكنترول ثلاثين ثانية هاي فيها ثلاثين ثانية ثلاثين ثانية مو أكثر من ثلاثين ثانية نعم قربوا الآن والعمل واضح العمل واضح شرطة دبي تعمل مع مايوش يوسف ميرزا يقود العمل هذا برافو يا شباب عماري يسحب من شرطة دبي الآن ما أخذ الرأس الآن هنا فريق مايوش مايوش لف الأمام اللي يتقدم الآن يدفع يوسف ميرزا مع يوسف ميرزا يتواجد خالد معيوف مع خالد معيوف أحمد المنصوري حاولين أن يريحون قدر المستطاع أن يريحون العمل الموجود والله بالرغم من بولي كريغا يعمل معهم ويعمل معهم محسن الكورجي ويحمل معهم الآن كل الأمام لفريق محسن الكورجي وفريق الأصفر الشعفار أعتقد بأن كل هذه الأمام اللي يحملها الاثنين اللي موجودين محسن الكورجي وأيضا سعيدة بلواش أمام المحكة الآن اللي موجود في الخلف فريق مايوش عناصر منتخبنا الوطني عناصر منتخبنا هذا معدل السرعة 42 بالنسبة للسباق لحد هذه اللحظة للكوكبة المتقدمة مايوش في الخلف يعمل ومعهم أيضا يتعاون ثلاثة إلى أربع عناصر من فريق شرطة دبي نعم في تعاون موجود اللي عاش بني في الوضع أن الكوكبة تقلصت وكانت هناك أعداد كبيرة موجودة نشوف ولكن يبدأ يبدأ نشوف هناك من الفرق الهاوي الهوام للهوام من فريق ربدان نشوفه موجود ومتماسك مع هذه الكوكبة التي الآن تقلص الفارق بقيادة قوية من فريق مايوش والله تكتيك هذا الفريق تكتيك قوي فريق مايوش الآن تكتيكه شوف قرب قرب لاحظوا الصورة الخمسة موجودين وصلوا إلى مرحلة قلنا خلاص الكوكبة راحت لكن الآن يتقلص الفارق الزمني وتتقلص المسافة التي ما بين الكوكبة الهاربة المكونة من خمسة دراجين شوف رايح ياخذ تموين شوف شوف هو اللي يروحان شوف يروح ياخذ تموين الكوكبة في الخلف ولكن هم متعاونين متعاونين يشتغلون مع بعض عمل جبار عمل جبار موجود لحد الآن لفريق مايوش في الخلف بقيادة يوسف ميرزا والمجموعة اللي معه جموعة اللي معاه كل العناصر القوية حقيقة من فريق مايوش يعملون الآن معاهم أيضا من شرطة دبي ثلاثة عناصر حمزة ياسين معاهم أيضا في حمزة عماري هذه الكوكبة شوف شوف الكوكبة هذه الكوكبة وعملية التموين هنا سباق سريع لحد هذه اللحظة سباق سريع شوف يوسف ميرزا يعود بالسباق الآن إلى الرتم نفس الرتم السرعة يحاول أن يبقى مع الرتم السرعة لاحظ الصورة يتقلص الفارق يتقلص الفارق نعم شوف هذا يوسف إذن حاليا كما نشاهد في هذه اللحظات نتابع أن الكوكبة التي تتقدم في حوالي ثلاثين ثانية بدأ الآن ونلاحظ أن بولي قريغا نجم فريق شباب الأهلي هذا الدراج السروفيني المحترف في صفوف شباب الأهلي نلاحظ الآن هنا هو يشغل الكوكبة يشغل المجموعة لمأخذ الراس حاليا من نادي أبوظبي للدراجات المغربي المحترف سفيان حدي معاهم من فريق الوثبة اليوم نشوف السيطرة صارت كل فرق فرق أبوظبي اللي موجوده مع فريق واحد اللي موجود من دبي وهو فريق الشعفار نعم فريق الشعفار اثنين موجودين نشوف هنا سعادة عارف العواني طبعا موجود في هذه اللحظات في هذه المتابعة سعادة عارف العواني يمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مع المجموعة الأولى في المتابعة نلاحظ لنا الدخول لمدينة العين خلاص هذه الطريق قربنا يا جماعة على النهاية خلاص قربوا على النهاية ما ظل شيء ما ظل شيء طالما وصلنا في هذه المنطقة معناتها نحن رايحين لخط الوصول التي جاء إلى خط النهاية حاليا إذن في هذه الأثناء نلاحظ معاكم خمسة دراجين في الأمام هي الفرصة هي الفرصة الآن إذا ما تحركوا إذا ما تحركوا هذه الفرصة الآن نعم هذه فرصتهم الأخيرة فرصتهم الأخيرة في هذه اللحظات إذا ما تحركوا الآن هنا في هذه اللحظات نعم فريق مايوش فريق شرطة دبي هذه الفرصة الأخيرة إنها الفرصة الأخيرة الآن للتدخل والضغط ورفع السرعة شوف تخلوا من الدوار الآن شوف لاحظ الخلف لو تلاحظ الخلف الآن بدأوا يدخلون السرعة يجب يكون فيه تعاون يجب أن يكون فيه تعاون الآن وسرعة كبيرة لأن خلاص هذا الاتجاه الأخير والمتبقي أقل أقل من 20 كيلو متر إلى خط النهاية أقل من 22 يمكن أن يكون 20 كيلو إلى خط الوصول خلاص رايحين إلى خط الوصول الآن إنهاء السباق بأقل من أربع ساعات هذا كان متوقع كان متوقع في أقل من أربع ساعات من اللي قالها قالها طبعا الأخ أحمد جاسم سيف العلي المحلل الموجود اليوم في الستيديو التحليلي قبل بداية السباق قالها قال لا راح يكونون بثلاث ساعات وأربعين حاليا نشوف الزمن ثلاث ساعات وهي داعش نعم يعني نقول في أقل من نص ساعة هذا 20 كيلو أكيد صح أقل من نص ساعة أقل من ساعة أقل من ثلاثين دقيقة بيكون ناهين السباق اليوم شوف هذه الآن الصورة والانطلاق إلى خط الوصول كما نشاهد الآن في هذه اللحظات هذا إذا ما استمروا إلى الشارع اللي راح يطلون شارع الأخير للدخول شارع حمدان بن محمد لكم حاليا هذا الشارع الدائري اللي راح يدخلهم أيضا إلى هذا الشارع اللي نحن فيه معين ما ظل شي خلاص ما ظل شي بجانب وادي المسعودي الآن يعني وادي المسعودي خلاص نحن من منطقة اللي نحن فيها الآن حاليا المسعودي أمامهم الآن خلاص وصلوا وصلوا وحذاري حذاري للكوكبة التي الآن تلاحق التي تلاحق الخمسة التي تلاحق الخمسة لحد هذه اللحظة لقب كبير جراند فوندو أبوظبي الفين واثنين وعشرين لقب بطولة عالم نعم لقب بطولة عالم لرح يلبس القميص اليوم رح يلبس قميص اليو سي آي بطولة العالم واحد من الخمسة إلا إذا كان هناك للمجموعة التي تعمل في الخلف رأي آخر خلونا نشوف الآن نتابع المنافسة ترى ومستمر حتى النهاية لا أحد يعرف هذا سباق درجات كل شيء يختلف حتى النهاية بمبعاد على بعد تقريبا ما بين ستة وعشرين سبع عشرين ثانية إلى ثلاثين ثانية هذه الثلاثين ثانية ممكن تتغير في أي لحظة المحاولة موجودة نحن وصلنا الآن للمسعودي مدينة العين احتضنت العديد من البطولات احتضنت أيضا الطوافات طوافة كبيرة أول سباق كان في مدينة العين وكانت التجربة الحقيقية لصعود المرتفعات مع افتتاح الطريق المؤدية إلى قمة جبل حفيت في عام ستة وثمانين في عام ستة وثمانين كانت التجربة الأولى لجبل حفيت والمشاركة على قمة جبل حفيت وقتها نعم وكانت المشاركة حقيقة لأندية الدولة والمقيمين هنا في أندية الدولة وكان الفوز الأول ليعقوب يوسف وقتها وهذا كان في عام الف وتسعمية وستة وثمانين لاحظوا الآن في الصورة كما نشاهد هنا الكوكبات خلص الفارق وبولي جريغا يتحمل العبء الأكبر في العمل وهذه نسبة الاستحواذ الكبيرة لبولي جريغا من شباب اللهلي راح تأثر على أداءه في عملية الإسبرنت يعني هو إسبرنتير قوي كل شيء لكن عندما يعمل بنسبة استحواذ 100% في الأمام تأثر عليه تأثير سلبي هذا اللي راح نلاحظه الآن نشوف معاكم الآن في الصورة متابعة قوية متابعة قوية من الخلف العد التنازلي هنا وصلنا وصلنا هنا هاي هاي نحن هاي خلاص هاي المنطقات المسعود نتخلص من المسعودي خلاص يعني انت الآن في الأطراف وهذا هو الطريق المؤدي إلى التراك الخاص للدراجات نادي أبو ظبي لدراجات في مدينة العين مدينة العين الجميلة اللي بدايات دراجات الهوائية منذ البدايات الأولى في عام 86 كانت هناك أيضا المشاركات الأولى في مدينة العين في طواف الإمارات السابق في سنة 1982 واثنين وثمانين وثلاثة وثمانين كانت في مراحل تروح لمدينة العين هذا كان زمان أنا أتحدث عن فترات من قبل أربعين سنة عريقة العين في الرياضة عريقة بأيضا تنظيمها للسباقات للدراجات الهوائية والسباقات الجري وكان من أفضل العدائين اللي طلعوا من خلال حقيقة ألعاب القوى كانوا هنا من مدينة العين السباحين أيضا كانوا من أفضل السباحين مدينة العين مدينة العين دائما تخرج أبطال الرياضيين من الطراز الرفيع دائما مدينة العين للألعاب الرياضية والألعاب الفردية دائما تلقاها في الصدارة وفي الريادة أبناء مدينة العين نعم من ضمنهم اليوم البطل الأولمبي من مدينة العين عبدالله العرياني اللي حقق لقب بطولة العالم وفاز بالألعاب الأولمبي ميدالية ذهبية مرتين بطل أولمبي مرتين وهو من مدينة العين عبدالله العرياني الله يذكره بالخير هو فاز بطولة العالم من قبل تقريبا ثلاثة أيام أو يومين من قبل ثلاثة أيام أو يومين ما أخذ آخر لقب بطولة العالم وبرقم جديد الرماية طبعا الرماية الرماية البارالومبية عبدالله العرياني الكل يعرف هذا البطل وهو من مدينة العين وهناك العديد من الأبطال من ضمنهم خويطر أيضا السباح هي يعتبر من أفضل السباحين اللي مروا على مستوى المنتخبات الوطنية وعلى مستوى البطولات العربية والخليجية والآسيوية أيضا خويطر اللي هو من مدينة العين أفضل اللاعبة العين صراحة هو من نسبة للألعاب الفردية دائما تلقى عندهم إمكانيات تتفوق حقيقة إمكانياتهم على العديد من أقرانهم اللاعبين من المدن الأخرى سبحان الله طبيعة الأرض النخيل اللي معروفة واحة النخيل اللي موجودة هذه الأرض سبحان الله طبيعة الأرض تتخرج جينات تتحمل الصحرات تتحمل أيضا الأداء الرياضي أو الأداء الشاق فهكذا نعم مدينة العين دائما فيها أبطال للعاب الفردية يبرزون أكثر تقدر تشوفهم من عدائين أنا نسيت أسماء العدائين كان عدائين العين ما حد يقدر عليه ما حد كان يقدر على عدائين العين زمان ولا على سباحين العين يعني كانت المنافسة بين نادي الوصل في السباحة زمان ومع العين كانت مثل الحرب يا العين يا الوصل يا الوصل يا العين في السباحة هذا التاريخ نتحدث عن تاريخ نحن فبالتالي إذا نتحدث عن العين والدراجات في العين الدراجات بدخلت العين تقريبا في عام ستة وثمانين مع بداية الصعود مع بداية الصعود جبل حفيد بدأت الآن المسافة تقريبا هي تبقى كما هي كما هي ثلاثين ثانية تقريبا ثلاثين ثانية ورايحة لصالح الخمسة رايحة لصالح الخمسة نعم لصالح الخمسة الآن نشوف خلاص العد التنازلي العد التنازلي ونشاهدون من الأعلى بهذه الصورة لاحظوا الدوار اللي أمامنا نلاحظ هذه الطريق نهاية هذه الطريق هناك مضمار دراجات مدينة العين حيث خط الوصول معناته أقل أقل من عشر واثنعشر كيلو عن خط النهاية خلاص هذه هي الطريق إلا إذا كان فيه مسار رايحين مكان ثاني ويرجعون مرضاني إلى المكان نحن فيه هذا موضوع آخر لكن الآن بهذه الصورة أنني أشاهد الوصول أصبح لصالح الخمسة وهم على بعد تقريبا الآن ثلاثين ثانية فقط هذه المدة الزمنية هذا الفارق الزمني بينهم بين كوكبها في الخلف خلفهم تدافع ما يوش مع شرطة دبي محسن الكورجي مئة بالمئة العمل الآن لفريق الشعفار هذا عمل مئة بالمئة موجود هنا لاحظ الصورة دخلنا الآن هذه المساحة الموجودة تقريبا هي ليست أكثر من ستمائة متر ليست أكثر من ستمائة متر نعم الكوكبها الكوكبها ممتفاهمة تشوف عمل فيها التاكات خلاص خلاص تروح 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 هذه بعين فني أقول لك تروح انتهى انتهى الوضع لأن الأتاكات اللي موجودة في الخلف الآن والزكزاك اللي شفناه يمين ويصار ما يساعدها ما يساعد الكوكبها الملاحقة أن تلحق بهؤلاء الخمسة ما بتقدر سباق صعب السباق صعب ما هو سباق سهل أبدا نهائي ونحن الآخرين في عشرة كيلو نهائية الآن آخر عشرة كيلو وحاليا نحن هذا الآن نحن وين موجودين شوف حاليا نحن الآن موجودين على هذه الطريقة المؤدية هذه الطريقة المؤدية هذه في أطراف المدينة الآن المؤدية إلى المطار نعم هذا توديك إلى شارع المطار أيضا صحيح توديك إلى شارع المطار مطار مدينة العين الشهير وهو مطار دولي هذا المطار المنقذ حقيقة المعروفة ومنطقة العين جافة وما يتكون فيها الضباب نادر ولكن المدن الأخرى الساحلية مدينة أبوظبي ومدينة الشارقة ومدينة دبي لفيها مطارات بما فيها أيضا مدينة رأس الخيم اللي فيها مطار هذه المدن كلها فيها أيضا مدينة الفجيرة اللي فيها مطار المطارات كلها على البحر وهذه المطارات اللي هي غريبة على البحر دائما تتأثر بمواسم الضباب اللي يكون قاتم ومتعب وأيضا في نفس الوقت يحول دون نزول الطائرات في اللاندينغ فكان هذا المطار المنقذ هو مطار العين هذا المطار كان هو المطار المنقذ لحالات عديدة وكثيرة عندما تتعثر عملية النزول للطائرات والهبوط بسبب الضباب تتحول الطائرات إلى مدينة العين إلى هذا المطار نعم وحاليا نحن خلاص بالعدد التنازلي كما ذكرت رح ندخل على شارع هزاع بن زايد لا هزاع بن سلطان عفوا نعم شارع هزاع بن سلطان أنا شارع هزاع بن سلطان وبعد ذلك خلاص ما ظل شيء ما ظل شيء راح ندخل إلى خط الوصول الزمن صار 45 ثانية خلاص الزمن 45 ثانية حالياً ما بين الكوكبة المتقدمة الخمسة ومن بينهم لا واضح خلاص يعني شفنا أمر معين هذا الأمر اللي شافه فني يقدر يقول لك خلاص ما في مجال الخمسة رايحين بولي قريغا نسبة الاستحواذ عنده بديت تزيد على الرأس صح أنه رح يتعب لكن هو أقواهم في السبرنت ثاني واحد في السبرنت قوي هو سعيد أبلواش ثم يأتي الدراجة الثالث في القوة في السبرنت يحيى ذياب الشمري البحريني من فريق الوثبة هذه الثلاثة الآن آخر ثمانية كيلو آخر ثمانية قبل شوي قلنا عشرة كيلو تقريباً الآن آخر ثمانية كيلو عن خط الوصول خلاص هذه هي الطريق الأخيرة هذه هي الطريق الأخيرة وآخر ثمانية كيلو والخمسة هم اللي راح يكونون اليوم في المنافسة على هذا اللقب العالمي الجراند فوندو لبايك أبوظبي نعم في مهرجان العاصمة أبوظبي للدراجات في هذا اليوم المشهود هذا اليوم الكبير الجراند فوندو في هذا اليوم راح نشوف من هو البطل من اللي راح يلبس اليوم القميص الخاص لليو سي آي بطل العالم في هذه اللحظات خمسة موجودين الآن وعندهم هذه الفرصة سعيد أبو الواش المغربي من فريق الشعفار مع محسن الكورجي أيضاً المغربي من فريق الشعفار يحيى ذياب الشمري من فريق الوثبة معاهم يدخل يحيى أيضاً ينافسه في الاسبرنت موجود بول جريغا السلوفيني من فريق شباب اللهلي وأخيراً المغربي أيضاً سفيان حدي إذن الآن في العد التنازلي إذن مشاهدين الكرام كما نتابع نلاحظ معاكم الآن هنا في هذه الأثناء لاتجاه الأخير إلى خط الوصول ودخلوا على الشارع حمدان بن محمد وهو الشارع اللي داخلين فيه للوصول عندنا تقريباً شارع حمدان بن محمد هذا الشارع اللي هو عليه خط الوصول اللي عليه خط الوصول بدأوا يتقدمون بدأوا يتقدمون الآن خلاص هذه لا النهاية وبدأنا نشوف الخبار وبدأنا نشوف مدينة العين مع أننا نحن على الأطراف الآن نحن على أطراف مدينة العين حالياً يعني بالقرب من شارع المطار نحن على أطراف مدينة العين ونتابع ونشوف هذا الجمال حقيقةً وحتى الطراز القديم لمدينة العين بالنسبة للعمارة الإسلامية القديمة وأيضاً التي تتماشى مثل ما نشوفها الآن قبل شوي راح تشوف المزارع القديمة راح تشوف المساجد القديمة اللي موجودة في منطقة البطين نعم منطقة البطين وهي منطقة البطين الشهيرة اللي في العين وأيضاً فيها مزارع النخيل وهي الأشهر الزراعة هي الأشهر في مدينة العين هي الأشهر على الإطلاق منطقة سياحية من الدرجة الأولى فيها من المناطق الترفيهية للإماراتيين منذ خمسين سنة واربعين سنة الناس تروح للعين لتستمتع بالواحات تستمتع أيضاً بالعين الفائضة يعني تستمتع بجبل حفيد بعد ذلك عندما رصفت الطرق على جبل حفيد في سنة خمسة وثمانين أربعة وثمانين كان المشروع ويعني كل هذه المشاريع أيضاً العين الكل يعشق العين وخصوصاً رواد الجامعة جامعة العين جامعة الإمارات في عام التسعمية وسبعة وسبعين خرجت السفراء وخرجت العديد من مسكوا في مفاصل الدولة اليوم فبالتالي تعتبر بالنسبة مدينة العين عشق وأحنان وذكريات جميلة مدينة العين حتى للرياضيين لو سردنا هذا التاريخ الجميل نستمتع مع مدينة العين ومع أهالي العين الكرام وأيضاً مع الطريقة التي تشوفها الآن كل هالأشجار في كل مكان الزراعة هي الرقم واحد المؤسس الراحل لدولة الإمارات العربية المتحدة طيب الله ثرى الشيخ زايد بن سلطان قال نهيان هو من أسس حقيقة وساعد وساهم في هذه النهضة الزراعية بمدينة العين الاحتمام بالأفلاج وتجديدها طبعاً الأفلاج هذا النظام قديم آلاف السنين ولكن الاحتمام به والحفر والحفريات التي قاموا به وأيضاً توسيع الشبكة إلى اليمين إلى اليمين نعم الدوران إلى اليمين الآن خلاص رايحين إلى النهاية رايحين إلى النهاية إذن مشاهدين الكرام نعم هذه هي الطريق ها هي الطريق الآن إلى خط الوصول خلاص النهاية الآن أقل أقل من ثلاث كيلو تقريباً أقل من ثلاث كيلو نعم أقل من ثلاث كيلو مترات إلى الوصول إذن العمل اللي موجود الآن بكل تأكيد اللي راح يعمل مئة بالمئة هو فريق الشعفار الأصفر هو الأقرب للفوز راح نقول مبروك للشعفار مبروك النتيجة الفرقية حاليا طالما هناك يتواجد من عناصر الشعفار في المجموعة الملاحقة على بعد 45 إلى دقيقة نعم لاحظ فريق الشعفار هو اللي يعمل الآن يسحف الأمام والذهاب إلى خط الوصول حاليا نلاحظ معاكم الجوائز المالية 300 ألف درهم تنتظر البطل بولي جريغا يبحث عن 300 ألف يبحث عن هذا الرقم الكبير الجائزة الكبيرة يبحث أيضا كل من يتواجد هنا الجوائز المالية للمركز الثاني 120 ألف درهم المركز الثالث 100 ألف المركز الرابع وإلى العاشر الكل راح يعصل على 2000 درهم أو 20 ألف درهم عفوا يعني أنت تتكلم عن مبلغ كبير 20 ألف درهم من المركز الرابع وحتى العاشر وأيضا من المركز الحادي 10 ولا العشرين 5000 درهم ومن المركز الواحد وعشرين حتى الثلاثين 3000 درهم هذه هي سوف تجعل الآن من الجميع يعني التاكات واسبرنتات نار لأنه حافز كبير حافز كبير لأن اللي أقام هذا السباق والرعاية رعاية هذا السباق شخص كبير نعم شخص كبير هذه الرعاية لسموه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ليمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وتنفيذ اليوم مجلس أبوظبي الرياضي اهتمام كبير من القنوات الرياضية اهتمام كبير بهذا الحدث الجراند فوندو العالمي في المدينة اللي فازت بهذه الجائزة الكبرى بهذا اللقب مدينة الدراجات العالمية التي تعشق بيئة الدراجات أبوظبي نعم اليوم العين على نفس المسار على نفس المسار هناك مسار الدراجات الرائع اللي رح ينتهي أمام هذا الحدث الكبير الجراند فوندو الآن ونحن الآن في العد التنازلي ورايحين خط الوصول لاحظ الصورة عملية الأتاكات اللي موجودة الآن في منطقة البطين مدينة العين العد التنازلي وبدأت عملية الأتاكات الآن والكل هذا يشوف هذا من اللي راح يفوز يا ترى نشوف فريق الشعفار طبعا هو يعرف تماما أبو الواش أبو الواش سبرنت أفضل حقلناها عطيناكم ثلاثة ثلاثة بولي قريغا أبو الواش الشمري هل عندهم سبرنت سفيان حدي ما عنده سبرنت أبغي أقول لسه ما يقدر ما يقدر على البقية أحيان هاي محاولة هذه محاولة أتاكات ويرد عليها بولي قريغا سفيان حدي بالخلف بولي قريغا يرد على الأتاك يطلع معاه الآن محسن الكورجي محسن الكورجي وبولي قريغا في الأمام يرد عليهم سفيان حدي اللي مستفيد الآن ويتابعه هو الشمري الشمري البحريني يا سلام لولي راح يفوز شوف العد التنازلي لاحظ الكاونتاون شوف الكاونتاون الآن نعم العد التنازلي وهذا بولي قريغا بولي قريغا شو اللي راح يعمله بولي الآن في عملية أتاك يرد يعمل دبل أتاك دبل أتاك بولي قريغا يحاول أن يتقدم السباق الآن بعملية دبل أتاك يرد عليه في محاولة قوية محسن الكورجي محسن الكورجي يحاول من فريق الشعفار ومحاولة جادة من الدراجة الرائع بولي قريغا شباب الاهلي بطل طواف الشارقة هل ينجح؟ نعم ينجح ينجح ياخذ القاب ياخذ القاب يتقدم الآن بولي قريغا بولي قريغا بولي قريغا ياخذ الرأس الآن ينجح في هذا الأمر ينجح أنه يفوز يا جماعة مبقادرين يردون عليه مبقادرين يردون عليه لحظة لحظة شوف آخر كيلو آخر كيلو والعدة التنازلية الآن الدخول الأخير بولي قريغا بيكون بطل الجراند فوندو راح يلبس بطولة العالم نعم قميص بطولة العالم الجراند فوندو في أبوظبي مع هذا الدراجة الآن رايح إلى خط الوصول بولي قريغا وشباب الاهلي ناموس ناموس شباب الاهلي شباب الاهلي في دبي يستطاعان يحقق هذا اللقب من خلال التحدي واستحواذ العمل في مقدمة الصباق نعم ما قدروا له ما قدروا عليه ما قدروا عليه نعم يذهب إلى الأمام بريكاوي ما قدروا عليه وإلى البريكاوي المركز الأول الآن بطل الجراند فوندو اللقب العالمي إمارة تبوظبي بولي قريغا من شباب الاهلي دبي من نادي شباب الاهلي بطلا للجراند فوندو إذن رقب بطولة عالم لبولي قريغا السلوفيني إنجاز كبير بولي قريغا نادي شباب الاهلي نادي شباب الاهلي بطلا لهذا التحدي وفي المركز الثاني بالخلف اسبرنت الآن اسبرنت الله اللي قلناها يا جماعة اللي قلناها الترتيب اللي قلناها قلنا بولي قريغا سعيدة بولواش ويحيى الشمري نقول مبروك يحيى الشمري بالمركز الثالث والمركز الثاني سعيدة بولواش والآن الدخول السبرنت الأخير يوسف ميرزا في هذه اللحظات نشوف الإيطالي يحاول أن يتقدم سعيد صفر من شرطة دبي يعمل بلاليداوت حمزة ياسيني يطلع وأندريا الإيطالي سبرنت أندريا من نادي أبوظبي نحاول النادي المقدمة الدخول الدخول الأخير وأندريا من نادي أبوظبي ومن أوه من نادي شباب اللهلي نادي شباب اللهلي إذن ألف مبروك ألف مبروك نبارك في هذا اليوم إذن لفريق الشعفار المركز الأول بالنسبة للنتيجة الفرقية ونقول مبروك لنادي شباب اللهلي اللقب العالي عالي المستوى والآن نبارك أيضا لشرطة دبي شرطة دبي للمراكز الأولى شرطة دبي المركز الأول بالنسبة لفئة السيدات ست اللوائل تقريبا ما في منافسة ما في منافسة سيطروا على الوضع سيطرة كاملة ونقول مبروك بولي جريغا هذا محمد المروي وإنجاز كبير وهذا الدرات شوف الفرحة شوف الفرحة الكبيرة هذا محمد المروي أيضا مدير الفريق نلاحظ أيضا فرحة كبيرة موجودة مع أماتي درانوفيتش وفريق الشعفار أيضا سعيد جدا بهذا الإنجاز طبعا المركز الثاني لسعيد أبو الواش المركز الرابع محسن الكورجي نادي أبوظبي في المركز الخامس كان سفيان حدي يعني النتيجة والله كانت واضحة من قبل النتيجة كانت واضحة من قبل وعارفينها ونقول مبروك 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 لأن حسب الإمكانيات حسب القدرات اللي عنده سبرنت اللي بينجح اللي عنده سبرنت هو اللي راح ينجح نجح اليوم فريق الشعفار أن يحقق اللقب المركز الأول بالنسبة للفرق بعد ما كانوا اثنين في الأمام سعيد أبو الواش كان في المركز الثاني ويحيى الشمري معروف بسبرنت بقوة جاء في المركز الثالث المركز الرابع محسن كورجي المركز الخامس كان من نصيب دراج سفيان حدي ألف مبروك حقيقة لفريق شباب اللهلي كان عملهم من البداية عمل كبير جبار كل عناصر الفريق شفناهم عملوا من مواطنين ومقيمين وأيضا محترفين ساندوا بولي كريغا أن يفوز شوف هذا عبد الرحمن سالم أيضا وصل بالكوكبة الملاحقة ونقول ألف مبروك بولي كريغا إذن بطل من الطراز الرفيع أنهوا ومبروك عليه الجائزة الكبرى ثلاثمائة ألف درهم ثلاثمائة ألف درهم مبلغ كبير حقيقة ولكن البولوسي المعروف أن الفريق يوزع ما بين النتيجة يوزع ما بين نشوف هذا أندريال إيطالي يسلم على بولي كريغا بعد هذا الفوز والآن يشرح عملية الفوز اللي هي عملية البريكووي اللي قام بها واللي استطاع أن يفلت مثل هذه الصورة الآن اللي عادة أنه استطاع أن يفلت عنهم استغل فرصة الأتاكات فعمل دبل الأتاك وهذه ما يعملها إلا اللاعب المحترف ما يسويها للاعب محترف ما يسويها لاعب اللي عنده ثقة وعنده جرأة بنفسه نعم فهو قال لا أنا أضربهم قبل لا يضربوني لا أكمل لا أكمل أني أنا بس أدافع فهو حول الدفاع إلى هجوم ونجح حول الدفاع إلى هجوم وكانت أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم صارت الآن نعم هذا بولي جريغا وهذه كانت فرحة كبيرة من عناصر الفريق فريق العمل وهذا محمد المروي وهذا الدخول هنا بالنسبة لي سعيد أبو الواش المركز الثاني وأيضا المركز الثالث كان لصالح لصالح سفيان حدي الرابع ومحسن كورجي كان الخامس أوه النتيجة النتيجة يحيى 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 الثاني يبدو لي هنا على حسب النتيجة اللي موجودة أن يحيى هو الثاني وأبو الواش الثالث بالمناسبة لا أعرف تماما ولكن شوف ما بين يحيى خليفة والله برافو يا يحيى مبروك فريق الوثبة مبروك فريق الوثبة هذا الأداء والنتيجة ونقول ناموس فريق الوثبة ما راح تبعيد في أبو ظبي إذن اليوم نادي شباب اللهلي بدبي يفوز باللقب عن طريق بول جريغا السولوفيني وفريق الوثبة يقفز للمركز الثاني إلى المركز الثاني عن طريق البحريني يحيى خليفة ذياب وألف مبروك يا يحيى فرحنا له الله من القلب قبل أسبوع كان فايز أيضا بسباق والمرحلة الأخيرة من طواف الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مملكة البحرين البحريني في المركز الثاني وهذا أكبر إنجاز حق قام من خلال مشاركات مع سباقات الإمارات هنا في الإمارات ألف مبروك أداء كبير هذا مكان اللي تشوفون الآن هنا الدراجات وهنا أيضا نادي أبو ظبي للدراجات فرع مدينة العين وهذا أيضا مسار الدراجات ومضمار الدراجات الخاص في مدينة العين اللي موجوده يمتد لمسافة الواحد وعشرين كيلو متر وهذا بولي جريغا والفرحة الكبيرة وما يووش اليوم ما وفقه ولكن قدموا سباق قوي قدموا سباق جميل حاولوا في الأخير لكن ما كان فيه تعاون ما كان فيه تعاون من الفرق الأخرى لصد الهجوم اللي كان متكرر فريق الشعفار صد الهجوم في الوقت المناسب هذا محسن الكوريجي أيضا مع نجيب عسال ولكن هم هجموا على بولي جريغا محاولة بريكاوي لكن بولي جريغا شو سوى بولي جريغا قال أفضل وسيلة للهجوم أو للدفاع هي الهجوم فقام وهاجم وعمل دبل أتاك عن سميها دبل أتاك يعني تعمل علي هجوم أرد عليك به هجوم آخر فهذا الهجوم اللي قام بنجح فيه وقدر أن يروح في آخر كيلو في آخر كيلو أو 2 كيلو تقريبا عن الوصول ونجاح كبير لهذا البطل الحقيقة السلوفيني وأيضا نجاح لفريق شباب الأهلي النفاز اليوم هذا اللقب نقول له مبروك وهذا الدخول الآن للمجاميع الموجودة ولازالت في الزمن اللي أقل حقيقة من المتوقع نشوف الآن هنا من المنتخب السعودي نشوف أيضا علي عباس من شرطة دبي نشوف بالإضافة إلى ياسر لا ياسر في الأمام نشوف الكويتي الكويتي اللي دخل الآن من نادي النصر هذا اللي بيدخل الآن شوف هذا بطل العرب مرتين 2019 و 2022 دخل الآن عليهم عمل بريكاوي وراح هذا هذا نعم اللي لابس الآن بيدر بيدر اللون الأزرق نادي النصر وهذا هو سيد خليفة أو سيد جعفر البطل الكويتي اللي حقق لقب بطولة العرب مرتين واللي فاز بأيضا ذهبية دورة ألعاب الخليج للكبار رد الساعة وحقق الميدالية الفضية في دورة التضامن الإسلامي يبحث عن نتيجة في بطولة آسيا القادمة هذه الآن إذن المحطة الأخيرة للجراند فوندو اليوم كما شاهدنا من أبوظبي من بوابة الشرق مول إلى هنا إلى هذا المكان وهذا إيفان إيفان اللي كان في عملية البريكاوي اللي تذكرونه أول من عمل البريكاوي راح يدخل خط الوصول الآن بهذه اللحظات نشوف معاكم النتائج إذن لحد هذه اللحظة نقول مبروك للبحريني آه اتغيرت النتيجة اتغيرت النتيجة إذن صح سعيدة بالواش إذن سعيدة بالواش فعلا هو المركز الثاني والمركز الثالث يحيى خليفة ذياب البحريني الشمري الشمري في المركز الثالث سفيان حدي في المركز الرابع محسن كورجي في المركز الخامس إذن النتيجة النتيجة تغيرت تغيرت النتيجة مرة أخرى بالنسبة للمركز الثاني يا سعيد كان واضح سعيدة بالواش الثاني يعني أنا شفت الثاني هم شافوا شيء ثاني أو النتيجة غير حسبت لأنها طلعت شيء لكن احنا شفناها شيء رائع حقيقة وانجاز كبير وهنا بجانب مقر نادي ابو ظبي للدراجات فرع مدينة العين بجانب تراك العين للدراجات هذا المكان شوف المنظر الجميل وهذا تنفيذ رائع لبلدية العين حقيقة ونلاحظ معاكم الآن هنا دخول المجموعة والمجاميع اللي راح تدخل عدد كبير راح يدخل عدد كبير نشوف هنا هذا الدخول للمنتخب السعودي وأيضا لنادي ابو ظبي للدراجات ثلاثة دراجين من نادي ابو ظبي للدراجات نشوف محمد عبدالله الغافري والغافري بعد واحد من الدراجين اللي كانوا موجودين وسباحين من السباحين السابقين وتحول محمد عبدالله الغافري من السباحة إلى الدراجات الهوائية كنا نتكلم عن السباحين ومدينة العين وخويطر وأفضل الرياضيين نشوف الكوكب اللي قادمة من الخلف ومحاولة جميلة هنا من المنتخب السعودي إن يوني في هذه الأثناء طبعا المنتخب السعودي عنده بجوه هذه الآن المجموعة قادمة من الخلف مجموعة كبيرة اللي فيها عبدالله الحتاوي من شرطة دبي وفيها أيضا عدد كبير نشوف في هذه المجموعة اللي فيها السيدات ابتسام زايت ركز عليها يا مخرج ركز عليها الصورة هذه لا مش هذه اللي هي من الخلف هذه الأهم هنا السيدات بطلة السيدات هنا هنا بطلة السيدات ولاحظ هنا ابتسام زايت تتحضر نفسها من شرطة دبي هل تحتثل شرطة دبي الآن نشوف عملية ليد آوت موجودة شرطة دبي تبحث عن المركز الأول نشوف الروسية أو الأوكرانية عفوا تحاول أن تأخذ مكانها في المقدمة نلاحظ الآن عبدالله الحتاوي من شرطة دبي نشوف أيضا الوهيبي نشوف أحمد حسن قايد عملية أسبرنت ودخول أخيرة محاولة قوية الآن من فريق الوثبة وعملية الدخول بالأسبرنت من يا ترى إنها الروسية الكازاخستانية مع ابتسام زايت في محاولة شرطة دبي على المركز الأول مبقادرة ألقطهم بس بلقط إن شاء الله نشوف الدخول لأحمد قايد عبدالله حسين فرحان آه ما بين ثنتين ما بين ثنتين من شرطة دبي الآن نقول مبروك لشرطة دبي مبروك لشرطة دبي مبروك لشرطة دبي فئة السيدات ولاحظ الآن من شرطة دبي العناصر طبعا يساعدون المجموعة لفئة السيدات أن تبقى في الكوكبة إذن المركز الأول يبدو لي من شرطة دبي الآن ما بين التسام زايد المصرية وأيضا معاها الكازاخستانية الكازاخستانية يبدو لي مخباته اللي كانت في المركز الأول ما أده إذا كان ممكن نجوف في عادة إذا كان في عادة نحن نجوف هذا طبعا تراك العين للدراجات هذا المسار فيه تقريبا أكثر من 21 كيلو متر تنزل الدراجات في هذا الممر على جانب اليمين شوفونا العلم شوفوا الدراج هذا وين طلع شوفوه طالع من هذا الممر طبعا عاملين ممر هذا الممر هنا الانطلاقة وتطلع لفة تقريبا فيها 21 كيلو هنا محلات الدراجات هنا التجمع هنا أيضا دورات المياه الخاصة للدراجين في هذه المنطقة منطقة رياضية للدراجات من الدرجات الأولى تراك العين للدراجات هذا الدخول نشوفه على اللي عادة نلاحظ الآن هنا اللي دخل فيه الأمام أحمد حسن قايد من شرطة دبي وبعدين نشوف آه الأوكرانية الآن الأوكرانية أو انتسام زايد أشوفها وين هنا دخل الثالث الثالث تقريبا الرابع الرابع دخلت الرابع الأولى دخلت الليتوانية الليتوانية أو مادي بلاك الأسترالية شوف ما بين الأسترالية مادي بلاك وين بين الليتوانية وتدخل معاهم أيضا الكازاخستانية المركز الرابع يبدو لي كان من نصيب المصرية ابتسام زايد هذا اللي شوفنا نقول مبروك في النهاية أن شرطة دبي تحتكر النتائج من رغم المستوى القوي اللي موجود في المنافسة حقيقة لهذه الفئة السيدات شوف الليتوانية نعم الليتوانية نعم الليتوانية هي من فازت في المركز الأول والكازاخستانية في المركز الثاني المركز الثالث ابتسام زايد الليتوانية هي بالمركز الأول أما أولغا في المركز الخامس تتانية وريناتا سلطانوفا في المركز السادس ستة أو ستة الأوائل إذن لفئة السيدات نقول مبروك لشرطة دبي والليتوانية هي اللي فازت إلا مادي بلاك اللي ما شفناها هالليتوانية هي اللي فازت نقول مبروك إذن هذا الفوز وأيضا نشوف اللي يخلص الصباق الآن من الفرق الموجودة طبعا هذا سالم الوهيبي سالم الوهيبي هذا من فريق ربدان فريق ربدان فريق رائع حقيقة منهم المنصوري ابو حبل منهم الأسماء اللي شاركت في هذا الفريق فريق كلهم هو منهم هلال جابر منهم مترف الأحبابي نشوف هذه النتيجة الفرقية إذن نقول مبروك لفريق الشعفار كان واضح فريق الشعفار بيكون هو البطل المركز الثاني شباب الأهلي والمركز الثالث نادي بوظبي للدراجات المركز الرابع الوثبة مايوش في المركز الخامس هذه هي النتيجة الفرقية نادي أو فريق ياس في المركز السابع المنتخب السعودي في المركز الثامن نادي النصر في المركز التاسع نلاحظ معاكم الآن هذه الدخول هذه ابتسام زايد اللي في المركز الثالث على حسب النتيجة اللي موجودة للدخول قبل شوي طبعا تسام زايد هذا أحمد قايد هنا من شرطة دبي شرطة دبي كانت تبحث عن المركز الأول هذه الليتوانية البطلة هذه التسام زايد معاها الآن هنا في الصورة طبعا الليتوانية فازت في الأسبرنت الأخير بتمركزها اللي كانت موجودة فيه المركز الثالث كان من نصيب ابتسام زايد من جمهورية مصر العربية ونشوف الصورة هنا سفيان حدي اللي دخل في المركز الرابع نشوف معاها أيضا هذه المجموعة من الدراجين نشوف شعيب نشوف محمد هذه المجموعة الآن هنا في الدخول الأخير وأنهو أنهو حقيقة بزمن جيد أنا أشوف زمن جيد الجميع عنها بزمن جيد ما كنت متوقع أنه ينهون في هذه السرعة هذا المنتخب السعودي والمشاركة السعودية بقيادة المدرب سالم السالم وهذه مشاركة مشرفة حقيقة للسعودية هنا نقول ألف مبروك التواجد السعودي والمشاركة السعودية نقول مبروك أيضا لفريق الشعفار مرة ثانية مبروك لشباب الله للمركز الثاني ونبارك أيضا المركز الثالث لفريق نادي أبوظبي للدراجات فريق الوثبة اللي حقق المركز الثالث فردي والرابع ستعتبر من أكبر النتائج وأفضلها على الإطلاق من خلال مشاركاته الكبرى فريق الوثبة مايووش في المركز السادس شرطة دبي في المركز السادس المكرر أيضا عملية الدخول في هذه الأثناء لعديد الدراجين ومايووش فريق صامد فريق اشتغل فريق قدم فريق يضم عناصر قوية من منتخبنا الوطني مبسهل السباق مبسهل أبدا مبسهل أنت تتكلم عن اللقب كأن اسم بطولة عالم فريق ياسي اليوم كان رائع فريق ياسي كان جدا رائع اليوم شوف المنظر الجميل لمدينة العين اليوم يوم كبير نعم شوف الصورة ما أجملها شوف الصورة ما أجملها شوف مدينة العين دولة الإمارات العربية المتحدة لاحظوا الاهتمام بالدراجين وهم يعبرون الآن هذه الشارع أو هذه الطريق طريق الشيخ حمدان بن محمد هذه الطريق الأخيرة المؤدية إلى خط الوصول وهنا فريق أيضا تورك اللي شارك اليوم وأنه لكن بين عدد كبير بالدراجين ما مبراضين على النتيجة عن نتيجتهم ولا على مستوى هنا خط الوصول وهنا أيضا نهاية هذا السباق الجميل حقيقة اللي اليوم شفنا وأمتعنا واستمتعنا بالأداء الكبير لجميع الدراجين لجميع الدراجين اللي كانوا في هذه المشاركة للجراند فوندو والسباق الكبير إذن الآن فريق الشعفار هو البطل هنا لفئة الرجال أما فئة السيدات شرطة دبي هي من تتصدر البطولة والفوز الكبير فردي والفرقي لشرطة دبي ولا زالت الأعداد والمجاميع وهناك من وصل إلى الأزمنة الكات أوف وطلع خارج السباق ونحق لنا هذا الأمر هذه مادي هذه مادي بلاك وهذه مخابات اللي مبراضين عن نتيجتهم مادي بلاك كانت أفضل في الاسبرينت لو وصلت مادي شو اللي صار معاه هذه مادي بلاك اللي تحركت على الدراجة الآن اسمها ماديسون ماديسون بلاك كانت لعبة في فريق ياسي ثم انتقلت إلى فريق شرطة دبي حاليا ومتوقع أنها كانت تفوز بصراحة هي الأفضل لكن الأتوان هي من فازت شوف تجمع الدراجين بعد نهاية هذا المجهود والمئة وخمسين كيلو متر اللي قطعوها بزمن قياسي أقل من أربع ساعات أقل من أربع ساعات مئة وخمسين اللهي برافو مئة وخمسين كيلو متر في أقل من أربع ساعات شيء جميل جدا كما نشاهد كل الشكر والتقدير أنا صورة أعود إلى أسامة الشعفار كما نشاهد هنا في هذه اللحظات رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات ويهني عبدالله سالم الشمالي هذا عبدالله الأسمر هل تشاهدونه هذا اللي واقف هذا عبدالله سالم الشمالي هذا هو بطل من الأبطال الكبار حقيقة لدولة الإمارات لفئة الشباب واللي فاز فيها في عام الفين واربعة اللي كانت في رأس الخيمة فريق شرطة دبي اليوم ما وفق ما وفق هذا نشوف فاروق جمعة ونشوف أيضا هنا حارب البلوشي نشوف حمد الصابري علي عباس نشوف عبدالله الحتاوي نشوف هذه المجموعة لكن نشوف نشوف عماري هذا حمزة عماري اللي موجودة الآن هنا جالس على الأرض ونشوف معاه أيضا حمزة ياسين اللي ما وفق حقيقة ما اخذوا القرار الصحيح بالأمانة ما اخذوا القرار الصحيح في التحرك يعني هم عندهم المستوى عندهم لكن قرارهم أن في عملية الخروج اللي خذ القرار الصحيح في الخروج هو فريق الشعفار بالأمانة نقول يعني عرفوا الأتاك وطبعا بولي جريغا يعرف متى يطلع أي أتاك يطلع فيه وهذا اللي صار وحصل وحققوا المراكز الأولى ونقول مبروك لفريق الشعفار فريق الشعفار على الفكرة ثانية مرة يفوز في سباق كبير نتيجة فرقية مع الكبار ومع النجوم حقق هذا الفوز أيضا في سباق إكسبو وزارة الداخلية من أبوظبي من القيادة إلى إكسبو هذا السباق أيضا فاز فيه بالمركز الأول للفرق اليوم أيضا يفوز بالفرق فهم يحسبون حساب هم يحسبون حساب الفرق أم شي نكون أنا رقم واحد فرقي وبعد ذلك الفردي ممكن تلعب عليه لكن اليوم هنا الفردي فيها فلوس أكثر طبعا الفرقي ما فيها فلوس يعني ما فيها جوائز مالية نتيجة الفرقية ولكن قيمتها قوية الفريق دائما لما يكفوز الفريق يكون أقوى كقيمة الناس تشوف أنه هو الفريق البطل فالفريق البطل اليوم للرجال اللي هو فريق الشعفار أما بالنسبة للسيدات فريق شرطة دبي اللي وصل إلى هذا المركز بجدارة واستحقاق هو أفضل تدريب للهواء أفضل تدريب للاعبين الأندية للتحضير نلاحظ هناك عدد كبير من الدراجين اللازالوا موجودين في الكوكبة اللي تلي الكوكبة الأولى والثالث والرابع والخامس شوف لاحظ لكن ما عندهم مشكلة المشكلة أني أنا أنهي وهذا اعتبره تدريب كبير نشوف المنتخب السعودي يمكن هنا اثنين منتخب السعودي واحد هنا منتخب السعودي عدنا نشوف أيضا هنا في هذه الكوكبة اللي قادم خلفها كوكبة كبيرة أيضا وهذا دليل أن الإعداد بعدها ما انتهت الكوكبة اللي في الخلف مهدية خلاص نشوف في محاولة هنا من فريق نادي النصر ويبدو لي هذا عيسى عبد الله ده مو بعيسى والله يمكن عيسى لو ننزرق شوف الأزرق اللي جاي حنحاول نجتهد بالأسماء اللي نشوفها ونعرفها وهي محاولة دخول لونا لفريق الوثبة وفريق ياسي ما شاء الله سلطان يدخل من فريق ياسي الآن في عملية سبرنت وهنا سبرنت أيضا في الخلف بالنسبة للمجموعة الثانية ونشوف فريق ياسي يدخل وينهي وفيه سبرنت قادم من الخلف الآن قوي أيضا نشوف من فريق ربدان هو اللي يقود الآن لسبرنت طبعا منافسة أيضا اللي هو قوية هنا معاهم أيضا من نادي شباب الليلي من نادي فريق تورك أو فريق تورك واللي يخطف من فريق نادي العين فريق العين والله من نادي النصر ما شاء الله داخلي نعم هذا عيسل لقبل شوي ونشوف هنا عدد كبير من فريق أيضا ياسي وخصوصا نشوف الأسماء يوم تشوف الأسماء مثل منصوري وسام عبد الرحمن منصوري وهذه الأسماء لما تشوفها في مجاميع وراء وهي أسماء قوية تعرف تأكد أن السباق ما كان سهل أن السباق كان بمستوى عالي ما كان سهل بالمرة نلاحظ الان نشوف هذا محمد الامطيوعي هنا نشوف هذا عزام عبد المنعم هذا عزام عبد المنعم لون اللزرق وهو بطل سعودي صاحب الميدالية الذهبية في البطولة العربية مؤخرا في المضمار هذا عبد الله الحمادي أيضا هنا من الجانب الأيمن هذا نادي أبو ظبي ليه الدراجات وأشاهد هنا أيضا فتيات شرطة دبي هذا الفريق طبعا فريق محترف فريق شرطة دبي عناصرها كلها قوية معاهم المصرية اليوم كانت ابتسام زايد اللي دخلت في المركز الثالث من عناصر هذا الفريق أيضا نلاحظ أيضا هنا في الصورة شوف المجاميع وأنا أتحدث معكم أكثر من المجموعة تدخل وهذا غير معتاد في سباق الدراجات الهوائية تلاحظ هذا العدد من المجاميع هو الوضع طبيعي مجموعة تدخل بعدها مجموعة هذا الطبيعي لكن لحد الآن وأنا أتحدث إليكم أكثر من 14 مجموعة أو 15 مجموعة دخلت هذا اللي مف طبيعي هذا اللي غير طبيعي لأن فعلا وكل مجموعة لا يقل العدد فيها من 30 إلى 40 دراج كما هي الحالة الآن نشاهدها على الشاشة وبصراحة يعني حاليا النجاح اللي وصل لهذا السباق نجاح كبير نجاح كبير بشهادة اللاعبين قبل لتكون شهادة المشاهدين لأن أولا نجاح الطريق نظيف الطريق مؤمن اليوم نشوف القيادة العامة لشرطة أبوظبي وإدارة الفعاليات وأيضا نشوف اليوم الطائرة العمودية اللي تعطينا هذه الصورة كل الشكر والتقدير لهم جميعا على هذه الوقت على هذه المساندة لإظهار هذا الحدث العالمي بهذه الصورة الجميلة كم من جراند فوندو ما حصل هذا النقل بهذه الصورة أقولها بكل أمانة صورة تعبر عن أداء كبير لهذه المجموعة التي أنجحت هذا الحدث شوف شرطة أبوظبي شرطة مدينة العين ظهر والآن بالصورة والأزرق يطلع نعم هذا اللون الأزرق الجميل لدوريات الشرطة بمدينة العين لاحظ الصورة الآن هنا في الوصول وهذه إحدى المجاميع التي تحدثت عنها إذن مشاهدين لاحظ الدخول في هذه الأثناء وهذا هو التأمين الذي تكلمت عنه من خلال المسار الممتد من هناك من أبوظبي وكل الشكر والتقدير حقيقة لبوابة الشرق مول والمسعود للسيارات اللي دعموا هذا الحدث بشكل كبير كما نشاهدها الآن وجوائز مالية قيمة تصل إلى 300 ألف للمركز الأول للرجال وللسيدات بمجموع جوائز يصل إلى 2 مليون درهم لجميع الدراجين هذا هو النجاح الكبير أنك تجعل من هؤلاء الأبطال والهو أن يجتمعون تحت منافسة واحدة وبشعار واحد إنهاء المسافة بمعدل سرعة مرتفع هذه الصورة الآن حتى الوصول وهم يقاتلون بعملية الدخول يعني هل هنا في تنافس؟ نعم هنا تنافس لماذا التنافس؟ التنافس هذا ما فيه نواحد يقول خلاص راحت عليه المجموعة لأنه فيه فئات عمرية تتنافس أيضا فبالتالي تلقى التنافس حتى خط الوصول للأعمار اللي موجودة للمشاركة هذا عبد الرحمن الشعيب ونشوف هذا الدخول الآن في هذه اللحظات في هذه الفئات الهواء هنا الهواء وأيضا فيه الأعمار فوق الخمسين فيه فوق الخمسين مشاركين فوق الخمسين سنة فوق الخمسين جوائز مالية المركز الأول تبدأ الجائزة بخمسة عشر ألف درهم لكل فئة عمرية خمسة عشر ألف درهم يعني جائزة مجزية وأعتقد بأن اليوم الجميع داخل تحدي كبير بعيدا عن الجواز لأن الجواز موجودة في كل السباقات تقريبا ولكن تختلف تماما في الجراند فوندو ماذا الجراند فوندو؟ هذا يعتبر إنجاز لإمارة أبوظبي إنجاز حقيقي لمجلس أبوظبي الرياضي بكل ما قاموا به من خلال هذا التحدي نعم هي النسخة الأولى من مهرجان بايك أبوظبي شفنا فيها في الأيام الأولى هناك بطولة العالم للمناطق الحضرية شفنا ما بين الفترة السبعة وإلى ثلاثة عشر نوفمبر لازالت لازالت حياة المهرجان مستمرة وتعد هذه الفعالية الرياضية أحدث مبادرة لمنصة بايك أبوظبي التي أطلقها سبو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي في نوفمبر من عام 2021 هذا الهدف هو من أهم الأهداف وطموح الإمارة بأن تصبح وجه رائدة في احتضان فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية ويستضيف مهرجان بايك أبوظبي الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي فعاليات عالمية كما ذكرتها منذ البداية ونحن اليوم يمكن في اليوم الثاني أو اليوم الثاني نعم في هذه التحديات أو اليوم الثالث تقريبا وهذا اليوم فيه اللي هو فيه الجراند فوندو كما نشاهده الآن في هذه اللحظات هذا المهرجان سوف يستمر بهذه الصورة وبهذه النسخة الأولى بإذن الله تعالى واليوم نشوف هذه أبرز نسخة اللي نشوفها من بطوة العالم في المناطق الهوائية اللي شغالها بشكل يومي وتحظى بمشاهدة ومتابعة أيضا جماهرية وتعتبر هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط نعم المهرجان راح يكون فيه يوم 12 يوم غد إن شاء الله يكون تنظيم اللي هي الجراند فوندو عفواً الجراند فوندو اليوم ولكن بغد إن شاء الله تكملت السباق للمناطق الحضارية في هذا اليوم كما نشاهد الآن المنظر الجميل هذا أيضاً المنظر هناك أكثر جمالاً في أبوظبي راح يكون في هذا المساء في نفس اليوم طرح في نفس اليوم وعدنا غداً أيضاً بهذا التحدي المستمر إذن بولي جريغا والنتيجة النهائية الآن هنا بولي جريغا في المركز الأول المركز الثاني سعيد أبو الواش المغربي المركز الثالث البحريني يحيى الشمري ونقول له ألف مبروك نشوف يوسف ميرزا دخل في المركز الثامن اليوم من فريق مايوش جابر المنصوري وأيضاً نلاحظ دخول أحمد المنصوري في المركز السابع عشر وكل الأسماء لمنتخبنا الوطني دخلت من ضمن التوب ثيرتي وهذا الشيء جميل اليوم كان الحمل ثقيل على مايوش الكل يعرف أنه مايوش نازل للفوز فشفنا الضغط كان عليه شديد عملية الأتاكات كانت عليه شديدة أيضاً من خلال هذا اليوم ولا زالت عملية الدخول إلى خلط الوصول مستمرة للمجاميع النتيجة الفردية للسيدات أوليفا هي منفازة من لتوانيا في عملية الدخول الأخير والسبرنت الأخير مع بطلة آسيا وصاحبة الميدالية الذهبية في بطولة آسيا مخبات أومتاز نوفا وهي المتسابقة التي فازت بطولة دورة ديشيفر الرياضية ونافست بقوة في نخبة سيدات سيح السلم وأيضاً من فريق شرطة دبي أتت ابتسام زايد في المركز الثالث ستة مراكز أولى كانت لصالح شرطة دبي اليوم نتيجة كبيرة حقيقة كما نلاحظها الآن هذه ماديسون بلاك تقريباً أكثر من سسع متسابقات من نفس الفريق فريق شرطة دبي يحققنا المراكز الأولى في هذه اللحظات هنا الفرق إذن في هذه اللحظات فريق الشعفار في المركز الأول بجدارة واقتدار فريق شباب اللهلي في المركز الثاني نادي أبوظبي للدراجات هذه النتيجة نادي أبوظبي للدراجات نفسها اللي كانت في العام الماضي في صباق وزارة الداخلية الذي انتهى في مقر إكسبو ونشاهد أيضاً المركز الرابع فريق الوثبة حضور جيد للوثبة اليوم وتكوين أيضاً عناصر وسعيد جداً حقيقة بتمثيل فريق الوثبة اليوم الدراج البطل البحريني يحيى الشمري اللي يفاز بالمركز الثالث نقول حتى مبروك لفريق مايوش حضوره الجيد وشرطة دبي المركزين السادس المكرر أما المركز السابع كان فريق ياسي المركز الثامن المنتخب السعودي